مقدمة ضرورية قصاصات عن حياتي الشخصية الاسم يتذكر قرائي الأعزاء أنني لم أفسح عن اسمي حتى الآن دون أن أعرف أنا نفسي السبب ربما لأنني اعتدت على لقب دكتور الذي أسمعه من جميع الأهل والأقارب حتى بدت لا أسمع اسمي تقريبا العم 36 عام لحظة كتابة هذه السطور الوظيفة طبيب نفسي أعمل في مستشفى الطب النفسي منذ حوالي سبع سنوات الحالة الاجتماعية أعزب بالطبع فكيف لمن يستمع إلى مصائب الناس بصورة شبه يومية أن يثق بأحد في هذا العالم لكني عموما أبحث عن فتاة أحلامي منذ زمن وقد أضماني البحث عنها وأرهاقني لذا فأنا أرجو فتاة الأحلام هذه وأتوسل إليها أن تبحث هي عني وتعثر علي وبما أنني أتحدث هنا عن الحالة الاجتماعية فيجب أن أذكر أنني أعيش وحيدا حاليا في وشقة بمنطقة الشامية بعد أن قررت الخروج من بيت العائلة المزدحم الذي تكاد لا تجد فيه مكانا لتشعر بالانفراد مع نفسك إذ شعرت للحظة أنني عاجز عن الحياة في محيط عائلة كبيرة كهذه ربما السبب هو الطب النفس الذي جعلني أكره الناس في جماعات وأحبهم منفردين أشعر أننا نرى أجمل ما في الإنسان حين يكون وحيدا لكن شيئا ما يتغير عندما يتواجد مع آخرين شيئا ما زلت عاجزا عن فهمه وبالطبع أيضا كان لتصرفي هذا تبعات كارثية كونه أمر غير مألوف في الكويت فغطب أشقائي وبكت والدتي وربما كان سيغضب والدي أيضا رحمه الله وانتشرت الأقاويل بين أقاربي رغم محاولاتي العديدة لإرضاء الجميع ووعودي بأنني سأستمر في زيارة بيت العائلة مرتين أو أكثر إسبوعيا بل إن البعض ظن أنني اخترت السكن وحيدا لأمارس ما شئت من المبقات دون رقيب سامحهم الله فكل ما أريده هو الهدوء والوحدة فقط وخاصة حياتي تتطلب ذلك كوني أعشق البحث العلمي وتطوير ذاتي والاستماع لمشاكل الناس الذين دخلت بيوتهم دون أن أدخلها فعليا فأصبحت شريكا في أحداث قصصهم رغما عني كل هذا جعل لدي الرغبة المجنونة في الهرب والعيش وحيدا الهويات عملي هو هوياتي وحياتي عموما لا تخرج عن الذهاب إلى المستشفى والجلوس في الشقة لقراءة كتب علم النفس ومشاهدة الأفلام الوثائقية التي تثري رصيد العلم كثيرا علامات مميزة لا أبدو طبيبا نفسيا على الإطلاق فأنا نحي المتوسط قام أسود الشعر حليق الوجه طفولي الملامح فلا يملأ الشيب رأسي ولا تملأ التجعيد وجهي أعترف أنني أثير حفيظة بعض من يزورناني في المستشفى طالبين الاستشارة فيظنناني طبيبا صغير دون خبرة لذا أرتدي النظارات أحيانا لتظهرني أكبر سنا مع معطف الأطباء الشهير وأؤكد للجميع باستمرار أن خبراتي ومعلوماتي قد توازي خبر الطبيب نفسي معطق إن صح التعبير أهم ما قيل بشأني ما زلت أتذكر كلمات شقيقي قبل خروجي من بيت العائلة حين أخبرته أنني أشعر بالأسف لحياتي المزدحمة وأريد بعض الهدوء إذ رد علي بعصبية قائلا أي حياة تلك التي تشعر بالأسف نحوها إنك تعيش في مجرى بعيدة عن العالم كي لا يلمسك أحد قد يكون في كلامه شيء من الصحة لأنني أحاول باستمرار أن أكون شخصا مثاليا لا أسيء لأحد ولا أطعن بأحد وهو ليس بالأمر السهل فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه يعشق القيل وقال وهذا ما أحاول تجنبهم فقد ندمت أحيان كثير على ما أقوله لكني لم أندم يوما على صمتي سبب كتابتي لمذكراتي لأن القصص التي استمعت إليها وشاركت في أحداث بعضها غريبة بالفعل وتتحدى المنطق أحيانا كثيرة بعضها له طابع بوليسي مشاوقة وبعضها الآخر من عالم ما وراء الطبيعة الذي يقيق قلقا مترقبا وأحيانا تمر علي قصص اجتماعية لكن لها مذاقا غريبا غير معتاد فعملي في المستشفى عبارة عن الغوص في مستنقع النفس البشرية الشائك بأعماق المظلمة التي لا قرار لها حتى أنني لم أعد أبحث عن الوحوش تحت فراشي كما كنت أفعل في طفولتي لأنني أصبحت أراها في كل مكان حولي أنا لست مجنونا ولم أتأثر بالمرضى النفسيين الذين أعالجهم كما قد يظن بعضكم لكن واقعي يختلف فقط عن واقعكم سبب الكتابة المستمرة عن المراهقات تحديدا لأنك في كل مرة تجلس أمامي فتاة في سن المراهقة أجدها تروي لي أحداثا مذهلة لا تصدق عن حياتها الشخصية وأجد في جعبتها أسرار سوداء يقشع لها البدن وأحداثا مذهلة لا يعرف عنها والدها وأفراد أسراتها فقررت أن أجمع تلك القصص لأنشرها لكم والواقع أيضا أنني شاب مرهى في الحس أحمل تقديصا عميقا وقويا للأنثى وأراها كائنا رائعا يحتاج دوما من يفهمه ويخدمه مهما كانت درجة جمالها خاصة وأنني أرى أن كل فتاة جميلة لكن أحيانا يتطلب الأمر الشخص المناسب ليارى هذا الجمال أنني أدافع باستمرار عن الجنس الناعم كما طرون ولا أنسى كلام أحد زملاء الدراسة يوما حين ذكر متهكما أن المرأة تمتلك مقدرة عجيبة على تصنع الرقة والدلال لأرد عليه متهكما بدوري والرجل يمتلك مقدرة عجيبة على تصنع علاقة كاملة فخرس ولم يرد نعم أنا أشعر بأسف شديد لفتياتنا بسبب مجتمعنا الذكوري الذي يمارس فيه الرجل وقد البنات فكريا وعاطفيا الحب ممنوع العلاقة الشريفة ممنوعة الخطأ ممنوع فيحاسب الرجل شقيقته بسبب علاقة حب بينما هو نفسه قد يكون ارتكب نفس الجريمة ولكن لم يحاسبه أحد لأنه في مجتمع يحاسب الأنثى فقط وهذه التقاليد التي نعيشها نتيجتها الحتمية بكل تأكيد هي أن يكون معظم زبائني من النساء خاصة فئة المراهقات لهذا نشرت جزئين من مذكراتي وكل منها تحوي قصصا وتجارب غريبة سمعتها على لسان معظم المراهقات التي قامنا بزيارتي جديد الذي سأقدمه لقارئ قدمت سابقا مذكراتي في إصدار حمل اسم حالات نادرة والذي حقق نجاحا باهرا لم أتوقعه لأتجرأ وأقدم حالات نادرة اثنين حيث كان أكثر نجاحا من الجزء الأول لحسن الحظ وهي أنا ذا أقدم حالات نادرة ثلاث بعد أن شعرت أن الإسم معبر جدا عن تلك القصص والتجارب التي تتجاوز كثيرا قصص الحب المعتادة أو الخلافات العائلية التي تحدث في كل بيت وتترك أثرها النفس على الأبناء وأعتقد أن من قرأ مذكراتي السابقة يتفق معي في ذلك علما بأنني استمعت إلى قصص غريبة من بعض المراهقين أيضا وشاركت بعضهم في أحداثها ربما سأنشرها لكم لاحقا من يدري المشكلة أنني طوال حياتي أكره روايات المجزأة لهذا كنت أتجنب قراءتها دوما في فترة مراهقتي لكني وجدت أن قصصي وحياتي بأكملها مجزأة فظلت أبحث عن حل وسط إلى أن وجدت أن الحل الأمثل هو كتابة مذكراتي في أجزاء على أن لا تكون مرتبطة ببعضها فكما أقول دوما القصة ذات الأجزاء هي التي لا يكتمل معناها إلا في الجزء الثاني أو الثالث أما مذكراتي فلا تتطلب الاطلاع عليها كلها بل قد يكتفي قارب أي جزء منها دون اللجوء إلى التسلسل الزمن فكل من سيهمهم عرفته أنني طبيب نفسي أسرد قصص الغريبة التي استمعت إليها على لسان المراهقات التي قامن بزيارتي في المستشفى هل القصص حقيقية؟ في الغالب نعم ظروف القصص نفسها تجبرني على تصديقها ومن قرأوا مذكراتي السابقة شعروا بذلك فعليا سبب نشر مذكراتي الأفكار في رأسي كالوطاويت التي تعيش في الكهوف المظلمة إذ تقبع هناك نائمة بهدوء حتى يأتي أي إزعاج فيقصها لتملأ الكهف صاخبا وتطير في كل مكان والإزعاج الذي أصابني هو امتلاء رأسي بتلك القصص فأصبح كالكوكب الذي تحتاج إفراغه حتى تتمكن من ملأه مجددا ملاحظة هامة يجب أن أذكر هنا أن مستشفى الطب النفسي هادئ جدا في الفترة المسائية ويختلف فيه الحال تماما عن المستشفى الباطني الذي يقتضب المرضى باستمرار ولا أبالغ لو قلت أنك قد تسير في ممرات لفترة طويلة دون أن تصادف شخصا واحدا مما يثري الخيال وأحيانا من الرعب في نفس الزائر لهذا نجد أن كل من لديه قصة غريبة أو مشكلة يبحث لها عن حل يزور المستشفى ليلا بعيدا عن أعين المراجعين وخوفا من الفضيحة فما زال مجتمعنا يرى زيارة مستشفى الطب النفسي عارا وكل من يزورها هو مجنون لا شك أما بالنسبة للفترة الصباحية فتسير فيها الأمور بصورة طبيعية ككل المستشفيات وتقتصر غالبا على معالجة المشاكل المعتادة من الإدمان وحالات التخلف العقلي والاكتئاب كلمة أخيرة أنا لا أعدكم بشيء سوى المتعة وراحة البال والفضفضة وأمسيها ساحرة لن تنسوها أبدا مع معلومات قد يأقرأها بعضكم للمرة الأولى في حياته وأكره أن أتأخر أكثر على قرائي لنبدأ الآن ولتقرأوا ست قصص تدور أحداثها حول ست مراهقات تتراوح أعمارهم بين الرابعة عشر والعشرين عاما تقريبا لكن كل قصة منها عالم بحد ذاته وحالة فريدة من نوعها حالة نادرة ظلام تحكيها مريم العمر تسعة عشر عاما عزيزي قارئ قصتنا هذه تدور حول مريم إنها واحدة من نزلاء المستشفى الذين أطلب منهم عادة كتابة قصتهم كجزء من العلاج لم يعد يخفى عليكم أنني ألجأ إلى هذا الأسلوب أحيانا خاصة مع المريض الذي أشعر أنه بحاجة مسة لإفراغ مشاعره وأحزانه على الورق لقد طلبت من مريم أن تكتب قصتها وهي بعد شيء من الإلحاح توافق وعندما قرأت ما كتبته شعرت أنني أغوز حتى قمة رأسي في مستنقح حياتها فاحتبست أنفاسي وأثارت كلمتها في داخلي تساؤلات كثيرة لذا سأنسحب تماما تاركا لها المكان والقلم وستكون لي عودة بعد الانتهاء من قصتها قصة مريم الدكتور بما أنني نزيلة في مستشفى الطب النفس فسأبدأ قصتي بما قرأته في أحد كتب علم النفس وهو أنه لا بد من الوصول إلى طفولة الإنسان وطريقة تربيته حتى نقوم بتحليل شخصيته بصورة دقيقة وهذا صحيح تماما فحتى القتل واستفحون ستجدون في بدايتهم ما دفعهم لارتكاب جرائمهم فيما بعد خاصة وأن شخصية الإنسان التي تتشكل شيء فشيء منذ طفولته ليست هو ردة فعل لتربية والديه وتأثير موحيط وبيئاته الاجتماعية عليه أما أنا فربما أختلف عن باقي الناس إذ كان العامل الرئيسي والوحيد لردود أفعالي وتكوين شخصيتي ومعاناتي في هذه الحياة هو أبي فقط فهو رجل صارم حاد الطباع لا يمزح أبدا من الجيلة القديمة الذي يظن أن الرجول هي قصوى والصراخ وإلقاء الأوامر التي توقع تنفيذها دون مناقشة كان دوما مقطب الجميل غليز الأسلوب شديد اللهجة في التخاطب ولا أذكر أنه قبلني يوما أو احتضاني أنا أو شقيقاتي بل كانت حياته معنا عبارة عن أوامر وتوجيهات علينا كلنا الاستماع لها دون نقاش لم تكن تصرفاته تلك تطرفا أو غلوا في التدين كما قد يظن البعض بل هي طباع اكتسبها من جيله ولم يغيرها أبدا إضافة إلى شخصيته الفضة هل كان رجلا عابثا إذن؟ لا أعلم كل ما في حياته ينطق بالغموض وكأنه يتصنع ذلك لإطفاء المزيد من الخشونة والجموط على شخصيته لا يمكن أن أنسى كيف كان يتفنن في عقابنا وكأنه ينتظر لحظة الخطأ فكم من مرة صفعني في طفولتي وكم من مرة ضربني وكأنه يضرب رجلا بالغا أتذكر أنني كنت أصرخ كثيرا ولكن سرخاتي لم تتجاوز قلبي ولم يسمعها أحد سواي ولا أنسى أيضا المرات التي رأيت فيها وهو يذل أمي فكانت تجري خلفه باستمرار لتقدمه وتكسب رضاه دون أن يوجه لها كلمة شكر أو ثناء على ما تفعله من أجله وهنا يجب أن أذكر أن زواج أمي من أبي كان تقليديا جدا إذ تقدم أبي لخطبتها دون أن يراها أو تراه قد وافق والدها جدي على الزواج دون أن يهتم لرأيها كعادة الجيل القديم أطريف أن أمي فرحت كثيرا حينها ولم تعترض أبدا إذ كان الزواج هدفا في حد ذاته بالنسبة لها ولم ترى فيه سوى ليلة الزفاف والتفاف العائلة حولها لكن منذ أيام زواجها الأولى تحطمت تلك الصورة الوردية في مخيلة أمي عن الزواج خاصة بعد أن عرفت طباعة أبي وأن مهمتها لن تتجاوز خدمته وإنجاب أكبر عدد من الأولاد له لكنها بالمقابل أنجبت خمس فتيات كنت أنا أصغرهم وأكثرهم بقاء في البيت بعد الزواج شقيقاتي وانتقى لهم جميعا لعشة زوجية بعيدا عن جحيم أبي وبعد أن يأس تماما من إنجاب الأولاد فعل ما يفعله أي رجل من الجيل القديم إذ تزوج أبي من إمرأة أخرى فكانت المفارقة حين أنجبت له الزوجة الثانية ثلاث أولاد إلا أنه لم يكترث أبدا للتقريب بين أبناء من الزوجتين إذ لم ألتقي بأشقائي هؤلاء سوى مرات قليلة للغاية وما زلت أجهل إن كان أبي يعملهم بذات الطريقة والقصوة إنني واثقة من أن أبي يكره أمي ويكرهني أنا وشقيقاتي معها لذا فأنا بدوري أعلنها صراحة أنا أكره أبي نعم أكرهه كثيرا وكرهي كانت دوما تمنحني قوة في غياب الأمل فكيف لا أكره أبي؟ إنه الإنسان الذي اختار لي اسمي وحياتي ومستقبلي إنه المسؤول عن كل شيء هو المسؤول حتى عن دموعي التي تتساقط الآن على الورقة وتلوث بعض الحروف قد تصدمكم صراحاتي لكني لن أجامل الرجل الذي كان سببا في وصولي إلى مستشفى الطب النفسي حيث وجدت السكينة والخلاص أخيرا بفضل ذلك الطبيب الشاب وشخص آخر ستعرفون هويته في نهاية قصتي قد يسأل أحدكم عن فترة مراهقة التي ما زلت أعيشها كوني لم أتجاوز التاسعة عشر من العم حسنا لا أبالغ لو قلت أن أيام المراهقة لم تتغير أبدا عن طفولتي سوى تفاقم الشعور بالتهميش والقصوى التي تحيد بكل جدران البيت إذ لا أذكر يوما اتخذت فيه قرارا في أي موضوع فكانت كل خطواتي محسوبة الخروج ممنوع إلا بضوابط عديدة وتحقيقات لا تنتهي علما بأنني لا أخرج أبدا إلا مع أمي وخالاتي أما زيارات صديقاتي وزميلات المدرسة فكانت بالطبع ممنوعة تماما من الغريب بالفعل أنني لا أذكر حديثا واحدا مهما في حياتي أثناء وجودي في بيت أبي وهو أمر يثير علامة استفهام كبيرة أن تمر سنوات طفولتي ومرهقتتي على نفس الوتيرة المملة أن أقضي كل وقت في الدراسة أو أمام شاشة التلفزيون الذي كان مصدر متعاتي الوحيد كون صداقاتي كانت دوما تبدأ وتنتهي داخل حدود المدرسة حتى التعليم ظل تحت شروط صارمة على أن ينتهي كل شيء بعد تخرجي من المرحلة الثانوية فلا جامعة ولا دراسة بعد ذلك إنما الزواج فقط والعريس يكون من اختيار أبي أيضا تماما كحال شقيقاتي التي تزوجلنا جميعا وابتعدلنا بحياتهم عن هذا الجحيم فلا يزورن بيت العائلة إلا من أجل أمي فقط وعلى فترات متباعدة نسبية حتى أن ارتباطي بيهم لم يكن وثيقا بعد أن انشغرت كل منهم بحياتها الأسرية ولا أنسى أبدا ذلك اليوم حين فجئت بأبي يدخل غرفتي بعد تخرجي من المرحلة الثانوية بأسابيع قليلة ليغبرني بأمر زواجي من ذلك الشاب لاحظوا كلمة الكلمة التي وضعتها لكم بين القوسين يغبرني فقط لأبين أنه لم يسألني أو يطلب مني الاختيار بل أخبرني بصيغة أميرة أنني سأتزوج بعد أيام قليلة من رجل لم أراه في حياتي ولا أعرف حتى اسمه لا أنكر أنني في البداية ساعدت كثيرا بذلك وجدت أنها قد تكون فرصة لأبتعد عن هذا الطغيان والجفاف العائلي الذي أعيشه على أمل أن لا تتكرر مأساة أمي معي فتم كل شيء في ظرف أسبوع وكأنني عار يريد أبي التخلص منه بأسرع وقت تماما كما حدث مع شقيقاتي قبلي إذ أقيم حفل الزفاف بحضور عائلي بسيط حين رأيت زوجي لأول مرة والذي تبين أنه ابن لأقارب أصدقاء أبي كان شابا وسيما إلى حد ما يحمل دبلوم في المحاسبة ويشغل وظيفة حكومية عادية كما علمت منه فيما بعد انتقلت معه بعد الزفاف إلى عشة زوجية الذي لم يكن سوى شقة صغيرة من غرفتين حيث عشنا فيها الأسابيع الأولى من زواجنا قبل أن أكتشر خلالها أن زوجي هذا لا يعرف معنى المسؤولية بل هو نموذر للشاب التافه الذي يخرج طوال الوقت ولا يعود للبيت إلا عند النوم دون أن يكون لديه استعدادا لبذل أي جهد لإسعادي إذ كنت بالنسبة له مجرد فتاة موجودة في شقته في حزب فتاة تحول لقبها من آنسة إلى سيدة وستكون مسؤولة مستقبرا عن أولاده أعرف أنني أتحدث وكأنني أعيش في قرن الثامن عشر لكن هكذا كانت حياتي بالفعل في بيت أبي وهكذا أصبحت في بيت زوجي الذي لم يكن يختلف كثيرا عن أبي لسوء الحظ سوى في فارق السن وليت حياتي الزوجية تواقفت عند هذا الحد بل تطورت إلى الأسوأ مع مرور الأيام حين اكتشفت أن زوجي ليس سوى شاب لعوب يسافر مع أصدقائه باستمرار من أجل المطع الحرام كان هذا واضحا من الوجهات التي يسافر إليها والواقع أنني لم أكن أملك اعتراضا أبدا فاستسلمت لمصيري كحال أي فتاة مهزوزة دمر والدها شخصياتها ولم تعد قادرة على مواجهة الحياة حين أصبحت زوجي لتصبح حياتي في شقة الزوجية امتدادا لحياتي في بيت أبي فأقضي وقتي كلها في المطبخ والتنظيف ومشاهدة التلفزيون في أوقات الفراغ إذ لم أكن أملك خادمة بعد أن رأى زوجي أن لا حاجة لها كون شقتنا صغيرة ولا تحتاج الكثير من الجهد لتنظيفها أما من ناحية الخروج فلم أكن أخرج إلى نادرا كوني لم أتعلم قيادة السيارات بل كنت أعتمد على سائق العائلة الذي أتصل به بين الحين والآخر لقضاء بعض المشاوير الضرورية بعد أن ألقى زوجي كل مسئوليات شراء حاجات الشقة على عاطقي ربما التغير الوحيد الذي ترى في حياتي هو القراءة فقد أصبحت لدي فجأة دون سبب واضح الرغبة في قراءة الروايات ربما هو الملل ربما هي الرغبة في بعض التغيير إذ رحت أطلب من سائق العائلة أن يأخذني إلى كبرى المكتبات بين الحين والآخر لأشتري من الكتب والروايات ما يجذبني عنوينها أتذكر أنني كنت أقضي أسابيع طويلة في القراءة لأكتشف باستمرار أن هناك الكثير لأتعلمهم وأنني ما زلت صغيرة في السن وسأعيش ربما سبعين عاما قادما فلا يعقل أن أتصرف باستسلام وكأنني عجوز على وشك الموت أعرف أن هذه أمور بديهية لكن من قال أننا ننتبه دوما إلى البديهيات لذا فقد قررت الاستفادة من قراءتي تلك والتصرف كفتاة عاقلة مثقفة كحال بطلات الروايات التي قرأتها كان هذا بعد مرور أكثر من سنة على زواجنا الجاف البارد الخالي من الحياة حين قررت ذات يوم اتخاذ خطوة إيجابية لأول مرة في حياتي وتقليد بطلة إحدى رواياتي المفضلة عندما وقفت أمام زوجي بتردت الشديد محاولة تحدث معه بطريقة عقلانية فطلبت منه برقة شديدة أن يعاملني كزوجة لا خادمة وأني يمنحني جزء من اهتمامه ووقته إلا أنه راح يسخر مني ومن الكتب التي أقرأها والتي لوثت عقلي على حد قوله لكني بذلت جهدا كبيرا لأبدو متماسكة أمامه وقمت بالرد عليه وعلى صخريته بالمزيد من الهدوء والمنطق محاولة إثبات وجودي في حياته ليجد نفسه عاجزا تماما عن مواجهتي بعقلية التافهة التي لا تعرف سوى الله وصفر مع أصدقائه فلم يجد بدا من اللجوء إلى الحل الأخير العنف بالطبع فتعرضت لكل ما يخطر ببالكم من صافع وضرب مبرح بل وقالها صراحة ذات مرة أن زواجه مني كان غلطة شنيعة لكنه لا يريد الطلاق إرضاءا لوالده ساعات وأوقات طويلة قضيتها في الحمام أبكي وأضرب الحائط بكفي قهرا وغيظا لعدم وجود من أحتمي به في هذا العالم المخيف أتساءل كيف سأستيقظ من هذا الكابوس إذ لم أكن نائمة أصلا وأفكر بالقسوة التي فرطها علي أبي منذ ولادتي أفكر بهذا الوقت الذي تزوجته وعندما أشعر أن بكائي قد هدأ أفكر بأشياء أخرى حزينة لتهيج مشاعري وكأنني أجد متحة في البكاء وتفريغ انفعالاتي فأذهب إلى فراشي كل ليلة يائسة آملة أن تحدث معجزة تنتشلني من هذا الضياع المعذرة لقد نسيت أن أذكر أنني مصابة بداء السكري فأنا لست كاتبة قصصية ولا أجيد تسلسل الأفكار رغم قراءتي للعديد من الكتب المهم أنني ورثت هذا المرض من جدي رحمه الله إنها لعبة الوراثة التي أجهل كل تفاصيلها وقد تدربت منذ تفوراتي على حقن نفسي بإبرة السكر حتى بيت أفعلها يوميا دون الاعتماد على أحد وبات الأمر جزءا لا يتجزأ من حياتي تماما كالأكل والنوم إلى أن تعرضت لذلك الحادث لا لم يكن حادث مروريا بل حادثا بسيطا للغاية لكنه غير تفاصيل حياتي وقلبها رأسا على عقب كان هذا أثناء استعدادي للخروج من حوض الاستحمام بعد حمام ساخن اعتدت على أخذه يوميا قبل النوم تعرفون كيف يمتلئ حيناء الحمام بالبخار وكيف تصبح الأرض زريقة بسبب تكثف الماء عليها لقد خرجت من حوض الاستحمام والمناشف تغطي جسدي وشعري ثم ماشيت باتجاه الباب قبل أن تنظرك قدمي وأجد نفسي أطير في الهواء لأقع على ذراعي اليمنى وأشعر بألم شديد كاد أن يفجر عصابي وضارت بسبب عيناي في محجريهما نظرت إلى يدي وأنا أتأوه فوجدتها منتفخة توحي بوجود كسر واضح لأول مرة في حياتي أعرف معنى الكسر أين زوجي يا لعين؟ لم يكن موجود بالطبع بل كان مسافرا مع أصدقاء ولذا لم أجد بدا من الذهاب إلى المستوصف القريب ماشيا على الأقدام وأنا أبذل جهد خارقا لمقاومة آلام الكسر ومن هناك تم تحويلي بسيارة الإسعاف إلى المستشفى حيث وضعت يدي في الجبيرة قبل أن أخرج أخيرا وأستقل سيارة أجرى ليعود إلى شقتي تصور هذه البهدلة التي مررت بيها فقط لوجودي وحيدة في الشقة أبي لم يكن ليكترث أبدا لقد رماني في عشة زوجية ونسى كل ما يتعلق بشأني لكني اتصلت بأمي وهي بالمناسبة صديقتي الوحيدة في هذا العالم حال عودتي لأخبرها بما حدث فلم تكن المسكينة تملك ما تفعل سوى الكلام المعصول والدعاء وشكر الله سبحانه وتعالى على أن الأمور انتهت عند هذا الحد لم يكن كسر ذراعي هو المشكلة الوحيدة بل كانت هناك مشكلة أطبر فمن سيحقني بإبلة السكر لا يمكن أن أفعل ذلك بيدي اليسرى لقد حاولت وكان الأمر مستحيلا ليذا؟ ظللت أذهب للمستوصف ماشيا لأربعة أيام متتالية من أجل الحقنة قبل أن يعود زوجي من السفر ويفاجأ بالجبيرة تلتف حول يدي فأخبرت بما حدث ولا أدري لماذا شعرت أن إصاباتي تلك قد أثارت انتباهه كثيرا لقد لحظت وهو ينظر إلي وإلى ذراعي بشروض وبطريقة غريبة للغاية إلا أنني تجاهلت الأمر حينها ولم أعد نظراته تلك اهتمام فقد كان هناك أمر أهم إذ طلبت منه أن يتعلم كيف يحقني بنفسه بإبلة السكر إلى أن تفك الجبيرة من يدي بعد حوالي أسبوع وطمأنت بأن الأمر سهل جدا ومن الممكن أن يتعلمه في دقائق قليلة إذا استمع إلى تعليماتي لقد توقعت منه اعتراضا أو أن يقترح أخذي إلى المستوصف يوميا لأخذ حقناتي هناك لكني فجئت به يوافق على طلبي وهو لا يزال ينظر إلي بذات الشروض الغريب المهم أن الأمور قد صارت بصورة طبيعية في الأيام الثلاثة التالية بعد أن تعلم زوجي بسرعة تجهيز الحقنة واستخدامها ولم تفوتني نظرات الإشمئزاز الواضحة في عيني أثناء قيامه بذلك وكأنه ينتظر بفارغ الصبر أن يتم فك الجبيرة من ذراعي بعد أيام قليلة لتعود الأمور إلى طبيعتها متى شعرت أن هناك شيئا ليس على ما يرام؟ متى بدأت أفهم نظراته الغريبة تلك؟ كان هذا عندما رحت أعبث بأغراضه الشخصية أثناء خروجه للسهر مع أصدقائه وقبل أن يتم فك الجبيرة من ذراعي بيومين فقط نعم أعترف أنني أتجسس على زوجي بين الحين والآخر ليس من باب الحب أو الغيرة بل بدافع الفضول وقتل وقت الفراغ في حزم قد كنت أعثر باستمرار على أمور مغزية بالفعل أثناء عمليات البحث تلك أدوات جنسية أشمئز من الحديث عنها سور مختلفة له في جهاز الآيباد الخاص به مع مجموعة من الفتيات في البلدان التي يسافر إليها مع أصدقائه فقط لأكتشف يوما بعد يوم مدى خيانته وسخافته وفجوره وإن الذين لا يعرفون قيمة الوفاء لا يدركون أبدا ثمن الخيانة المهم أنني وأثناء بحثي هذه المرة في دولابه أثرت على شيء مختلف تماما قارورة دجاجية صغيرة مريبة الشكل طبعت عليها كلمات إنجليزية بخط منمم دقيق جدا أنا لا أجيد الإنجليزية ولا أعرف منها سوى ما تعلمتها في المدرسة لذا جلست أمام شاشة الكمبيوتر وروحت أبحث عن معنى الكلمات المكتوبة على قارورة في محرك البحث عيني تتسعان تدريجيا ومعاني الكلمات تتحول إلى جمع المقتضبة لكنها واضحة لا تحمل تأويل آخر إلى أن تحولت دهشتي هذه إلى صدمة حقيقية حين عرفت أن قارورة تحوي مادة سائلة تحقن في الجسد تماما كإبرة السكر لكن هذه المادة كما هو مكتوب عنها تبطئ دقات القلب إلى أن تتسبب بموت من يحقن بها من أين جاء زوجي بهذه قارورة؟ هل يخطط لقتلي مثلا إنه لا يبتغي مني ورثة وأنا لا أشكل عليه عبءا من أي نوع كونه يعيش حياة العزاب أصلا كما أن مصاريف الشقة محدودة لا تتجاوز الإيجار والمستلزمات الضرورية أما أنا فلا أطلب منه المال أبدا بل تساعدني في ذلك والدتي إذا ما احتجت شيئا لنفسي لماذا يرغب بقتلي؟ لماذا؟ لا أعلم الآن فقط فهمت نظراته الغريبة وشروده حين طلبت منه أن يتعلم حقني بإبرة السكر لقد رأت في ذهنه حينها فكرة قتلي كما يبدو أعلم أنه شاب تافه أناني لعوب لكن هل هو قاتل أيضا؟ هل يعقل أن يفكر بهذه الطريقة؟ كنت قلقة مرعوبة وذهني منشغل تماما بتلك التساؤلات لكني لم أطرح عليه حين عاد إلى البيت في وقت متأخر كعادته بل فضلت أن لا أكشف له عن علمي بذلك كنت أحتاج المزيد من الوقت لأفكر قبل أن أقرر ما سأفعله في اليوم التالي مباشرة وبعد عودته من العمل وتناوله الغداء جلس قليلا أمام شاشة التلفزيون ثم دخل غرفة النوم بعض الوقت لأسمع بعدها باب الحمام يغلق بهدوء لا أدري لماذا سيطر علي حينها هاجس مجهول وأشعرني أن هناك شيئا مخيفا يجري دون علمي لذا هرعت بدوري إلى غرفة النوم والشكوك تملأ رأسي لأفاجأ بزوجي وقد أعد الحقن قبل ذهابه للحمام لماذا يبدو متحمسا إلى هذه الدرجة لإعداد الحقن ولماذا لم يجهزها أمامي كانت تلك التساؤلات والشكوك تقود إلى استنتاج واحد لا يحتاج الكثير من الزكاء اتجحت إلى دولاب زوجي مباشرة لأجد القرورة وقد نقص محتواها قليلا الدلائل واضحة جدا ولا تحتمل تفسيرا آخر هل يعقل أن يصل الأمر إلى جريم القتل لماذا أيها العين لماذا جلست بأعصاب مجدودة متوترة أفكر بما يجب فعله فاتخذت أو الرد فعل تلقائي حين ذهبت إلى المطبخ بسرعة وأخذت أقل استكاكين حجما وأكثرها حدة لأخبئها في ثيابي لحسن الحظ أن فستان البيت يحوي جيبا صغيرا لكن شعرت أن ما فعلته سخيفا أحتاج أن أفكر بطريقة أكثر عملية هل أهرب من الشقة وأذهب بتلك الحقن وقرورة إلى مغفر الشرطة أطرح هذا السؤال على نفسي وأنا أقطم أظافري بتواطر شديد المشكلة أنني لم أجد الوقت لإتخاذ القرار إذ خرج حينها زوجي من الحمام منتعشا مرتديا روب الاستحمام مع منشفة راح يمسح بها شعره قبل أن يطلب مني بطريقة باردة أمل أن أجلس استعدادا للحقن نظرت إليه بظهول وكأنني لا أصدق أن شيئا كهذا يحدث لي ثم انتفطت فجأة وجاء رد فعلي الطبيعي بالرفض والتراجع إلى أن التساقت بالحائط وأنا أطلب منه أمام نظراته المستغربة أن يبتعد عني إذ لم أجد حينها بدا من مواجهته فأخبرت بأمر القارورة التي عفرت عليها وأن الأمر واضح لا يحتمل تفسير آخر الغريب أنه لم ينكر ولم يبر بل كشر عن أنيابه فجأة وراح يقترب مني بطريقة مرعبة وهو يمسك بالحقن لذا فعلت أول ما خطل بذهني أخرجت السكين المطبخ من جيبي وهددت أن لا يقترب مني وإلا سأطعنه لكنه بدى واثقا أنني لن أجرأ على فعلها فلست سوافتها زيلة تملك يد واحدة في حزب بسبب وجود ذراعي الآخر في الجبيرة كما تعلمون لذا لم يكن من العسير أن يسيطر علي ويكبل حركتي فأحاطني بذراعيه وأجلسني على الأرض عنوى وراح يحاول أن ينتزع السكين من يدي إلى أن واقعت على الأرض ثم أمسك بالحقنة بصعوبة بسبب مقاومة المستمرة له واقتربت يده لتحقني وأنا أصرخ بيأس عاجزة عن منعه لقد قرأت منذ فترة أننا حين نغضب تتغير معدلتنا الحيوية بشكل واضح فتزداد سرعة دربات القلب ويصبح تنفسنا أسرع ونشعر بحرارة كبيرة تفور من داخلنا ويكتسي الوجه باللون الأحمر حسنا أعتقد أن هذا ما شعرت به لحظتها إذ يبدو أن الرعب قد تحول إلى غضب مفاجئ انفجر كالبركان في داخلي خاصة عندما استخدمت يدي المصابة لأمنعها من حقني في حين راحت يدي السليمة تبحث عن السكينة التي سقطت بقربي إلى أن عفرت عليها فأمسكت بيها وأحكمت قبضتي حولها بسرعة ثم طعنت في خاصرته بكل قواتي كانت لحظة سوداء مخيفة لن أنساها أبدا أرمق زوجي بعينين متسعتين وخاصرته تنزف بغزارة لتملأ دماؤه الأرض وهو يرتجف ويلفظ أنفاسه الأخيرة ليبدأ بعدها مسلسل الصراخ والبكاء والنحيب وأنا أشد شعري بيدي من القهر والظلم الذي أعيشه في حياتي خاصة مع مرض السكر الذي يسبب عادة المزيد من العصبية والتوتر فلكم أن تتخيلوا حالتي حينها لم يكن هناك بدا من الاتصال بأبي بعد كل ما حدث ربما هي المرة الأولى في حياتي التي أطلبه فيها هادفيا يدي ترتجف بعنف شديد وهي ممسكة بالسماعة هاتفه يرن ويرن إلى أن سمعت صوته أخيرا على الطرف الآخر وهو يرد بسرمته الماقية المعتادة فأخبرته سريعا بما حدث وأنا أشهق وألهث من هول ما عانيته ولا أدري حتى الآن كيف استوعب كلامي المبعثة الذي تخلله كل هذا الصراخ والنحيب والواقع أنني لا أذكر ردد فعله حينها فقط أذكر سكوته الطويل وشهقاته مع الكلمات التي غمغم بها والتي لم أفهم منها حرف أبي السارب الذي كنت أظن أن رشاق في هذا العالم يخيفه يصاب صدمة كهذه أمر لا يصدق ماذا حدث بعد ذلك؟ المشهد المعتاد في عالم السينما وغير المعتاد في حياتنا اليومية سيارة الإسعاف الشرطة وجود أبي في شقة وهو الذي لم يزرني أبدا من قبل ولا أنسى ذهابنا جميعا بعد ذلك إلى المغفل للتحقيق المطول الذي شرحت فيه للمحق كل ما حدث وكيف أنني دافعت عن حياتي ومنعت زوجي من حقني بذلك الدواء الذي كان سيتسبب بقتلي وأخبرته كذلك عن حياة زوجي المجنة وخيانته وضربه المستمر لي في حين يجلس أبي خارج غرفة التحقيقات والذهول جعله عاجز تماما عن التصرف وأكاد أقسم أنه كان يفكر بعلاقته مع صديقه أكثر مما حدث وما سيحدث لي لا تنسوا أن زوجي هو ابن أقرب أصدقاء أبي أما أهل زوجي فلن أتحدث عنهم كثيرا يكفي أن تعلم أنهم كانوا يشعرون بالخزي لما فعله ولدهم كما علمت من أمي والواقع أن مشاعرهم تلك لم تكن لتهمني كثيرا في كل الأحوال إذ كانت علاقتي بهم سطحية كوني لم أزورهم يوما إلا برفق الزوجي أثناء لقاءتنا الدورية حيث كنت دوما صامتة متحفزة كحال أي فتاة تربت على العزلة وعدم الإختلاط بالآخرين كانت التحقيقات طويلة تم على أثرها إخلاء سبيلي بكفالة مادية بسيطة على أن يصدر الحكم بعد ذلك في قضيتي حيث تم أن المحامي هو أحد أقاربي بالمناسبة أنني ارتكبت جريمتي في حال الدفاع واضح عن النفس ومن المؤكد أن يصدر الحكم مع وقف التنفيذ أو ربما غرامة مالية بسيطة خاصة بعد فحص الحقنة وقارورة التي أكدت كلامي وبعد فحص الردود والكدمات في جسدي أما سبب محاولة ارتكاب زوجي لجريمة القط فظل اللغزة مبهامة لم نعرف إجابته أبدا إذ لم يكتشف رجال الشرطة الدافع وراء ذلك المهم أنني رجعت إلى بيت أبي مرة أخرى بعد تلك الحادثة وبعد أن أصبحت أرملة رجعت إلى سرمته وقصوته وشعرت أنه أصبح أكثر سوءا وبرودا من قبل وكأنني المذنبة فيما حدث لكني لم أكترث هذه المرة لقصوته فعلى الأقل كنت أدرك أنني بمأمن هنا في البيت الذي عشت فيه منذ ولادتي لذا حاولت أن أمارس حياتي المعتادة التي عشتها قبل الزواج حتى أنسى تلك الجريمة البشعة وكوابيسها التي ظلت تطاردني أيام طويلة فكنت أقضي وقتي بأكمله أمام شاشة التلفزيون أو القراءة وأحيانا كثيرا أساعد أمي والخدمة في أعمال البيت ولا أنسى أيضا حنان أمي وحضنها الدافئ الذي كان له مفعول السحر على حالاتي النفسية لكني رغم كل شيء ظل عقلي يطرح ذلك السؤال بين الحين والآخر لماذا أراد زوجي أن يقتلني؟ لماذا؟ سؤال ظل دون إجابة مرت قرابة السنة على تلك الحادثة لم يحدث فيها ما يستحق الذكر سوى أنني تجاوزت الأيام السوداء التي عشتها مع زوجي وما حدث فيها قبل أن يتقدم ذلك الشاب الخطبطي لم يكن العريس من اختيار أبي هذه المرة بل هو ابن قريبة أمي التي كانت تعلم بمأساتي وكانت ترى أنني فتاة طيبة القلب تعرضت لظلم شديد في حياتي وأنني من الممكن أن أكون زوجة مناسبة لولدها حتى أن أمي سألتني رأيي قبل أن تخبر أبي بالأمر فوافقت بعد شيء من التفكير نظرا لسمعة الشاب الطيبة آمل أن يكون زواجي الثاني أوفر حظا والحشن الحظ وافق أبي مباشرة وكأن وجود ابن أرملة في بيته حمل ثقيل يريد التخلص منه بأي طريقة فتم كل شيء بصورة سريعة ودون حفل زفاف لأن تقل مباشرة إلى عشة زوجية الجديد وإلى الشقة الجديدة التي استأجرها زوجي لنبدأ منها حياتنا أعترف أنها كانت المرة الأولى التي أرى فيها الرجولة والحنان مجتمعين فقد كان زوجي طيب قلب بالفعل بدأ واضحا أنه يشعر نحوي بالأسف الشديد لما عانيته حتى أنه ظل يسألني كثيرا عن تفاصيل قصتي مع زوجي السابق وعن محاولته قتلي وكيفية تمكني من مقاومته وقتله بالمقابل فكنت أعيد له القصة باستمرار وأتحدث عن مشاعري وآلامي وكيفية تجاوز تلك المحنة كما أخبرت أيضا عن قصوة أبي علي وعلى شقيقاتي وما فعله بينا وبأمي ولا أنكر صدمتي المروع حين لمحت الدمعة هربت من عيني لاشعوريا رجل يبكي لم أرى شيئا كهذا في عالم الواقع ظننت أن الرجال لا يبكون إلا في القصص والأفلام حقا إن الشهور الأولى من زواجي الثاني هي أجمل أيام حياتي بل وأعترف أنني كنت أبتسم فيها كثيرا لوحدي وأكثر ابتسامات المرء صدقا هي تلك التي يطلقها حين يكون وحيدا لقد شعرت أنني عرفت معنى السعادة أخيرا بعد أن طويت صفحة قصوة أبي وزواجي السابق إلى الأبد وأن الأيام القادمة لن تأتي لي صوى بالتعويض من زوجي الحنون على كل ما قصيته في حياتي هناك لحظات من حياتك تتمنى أن يقف عندها الزمن لتعيش فيها إلى الأبد إلا أن هذا لا يحدث في عالم الواقع مع الأسف فكم كنت أتمنى أن أقف عند هذا الحد لأخبركم أن هذه هي النهاية السعيدة لقصتي بعد سنوات عشتها بين المعاناة وقصوة لكن هناك المزيد إذ لم أكن أعلم أنني معودة بقصة جديدة هزت فترة استقراري الوحيدة في حياتي وقذفت بي إلى المجهول كان هذا بعد مرور خمس شهور على زواجي الثاني المستقر الهادئ قد تغيرت حالتي النفسية كثيرا إلى الأفضل بسبب زوجي الذي كان له مفعول السحرة على حياتي أتذكر أنني في تلك الليلة كنت أجلس على فراشي باسترخاء شديد أشاهد فيلما عربيا شدتني أحداثه في حين يجلس زوجي في صالة الشقة يجاهد بدور مباراة في كرة القدم راح يتفاعل معها بحماس شديد قبل أن يتبادل إلى ما سمعي فجأة صوت عميق لم أعرف مصدره ويقول بحزم مخيف إنك لي وحدي ولن أسمح لك أن تهنأي في حياتك مع رجل آخر لا يحتاج الأمر لكثير من الذكاء لمعرفة صاحب هذا الصوت نعم كان هو زوجي السابق الرجل الذي خطت لقتلي لكني قتلته بالمقابل إنه صوته دون أدنى شك كيف سيكون شعور أحدكم لو سمع صوت شخص يدرك يقينا أنه ميت ما الذي سيدور في أذهانكم حينها؟ بكل تأكيد عالم الأجباح والجن والشياطين وكل ما هو مقزز لكم أن تتخيلوا ردة فعل حينها وحالة الرعب التي أصدت بها بواسطراخ الذي أثار قلق زوجي إذ هرع إلى الغرفة ليعرف ما دهاني لكنه رآني متجمدة في مكاني وفي عيني دمع على وشك النزول فأمسكني من كتفي وهزني برفقة وهو يسألني بقلق عما دهاني تطلب الأمر بعض الوقت لأستدرك نفسي وأصفي ذهني من حالة الذهول والشل للفكر الذي أصابني لأخبره بما سمعته للتو وبصوت مرتج في أقطر رعبا نظر إلي باستغراب للحظة ثم لانت ملامحه وهو يقول مبتسما بحنان لا يمكن يا حبيباتي لا يمكن إنها مجرد أوهام أنا لم أسمع شيء ثم إن الموت لا يعودون إلى الحياة هذا مستحيل لكني لن ألومك على كل حال فما تعرضت له لم يكن هاينا أبدا أجهشت في البكاء فجأة مفرغة كل انفعالاتي وقلت واد دموع تنحدر من عيني بغزارة أنت لم تسمع شيء لأن صوته لم يكن مرتفعا بل كان قريبا من الهامس وأقسم لك أنني سمعته جيدا إنه صوت زوجي السابق شعرت به قادم من أعماق الجحيم أرجوك صدقني أرجوك صدقني أرجوك صدقني رحت أرددها دون أن يتوقف جسدي عن الارتجاف فحتضني بقوة ليهدئ من روعي وأخبرني أنني ربما أحتاج إلى بعض التغيير في حياتي لذا وعدني بتقديم أجهزة قريبة لنسافر معا بعض الوقت واقترح أيضا بعد شيء من التفكير أن يبحث لي عن عمل يناسب شهادتي لأقتل الفراغ في حياتي والذي يجعلني عرض للوساوس على حد قوله وجدت اقتراح هذا يستحق التفكير بعد أن أثر بي حنانو كثيرا لدرجة أنه نجح في إقناعي أن ما سمعته كان مجرد وهما إذ دخاذلت بالتدريج لأقت الليلة ملتسقة به بعد أن أحاطني بذراعيه ليشعرني بالأمان وغرقت أخيرا في عالم الأحلام في اليوم التالي كانت ساعات الصباح الأولى كابوسية خاصة بعد ذهاب زوجي إلى عمل لا لم يكن الأمر متعلقا بحادثة الأمس بالحادثة اليوم نعم فقد سمعت صوت زوجي السابق مرة أخرى بوضوح شديد وهو يتوعدني بالانتقام كنت حينها أأخذ حماما ساخنا بعد استيقاظي من النوم عندما سمعت صوته فجأة وأنا مغمضة العينين بسبب الصابون الذي ملأ وجهي لكم أن تتخيلوا شعوري حينها إذ غسلت وجهي بالماء كالمجنونة ثم خرجت من حوض الاستحمام بهلع وارتديت ثيابي وأنا ألتفت حولي وأقرأ بعض الأدعية بصوت مرتفع قبل أن أخرج من الحمام أخيرا أتذكر أنني اتصلت بزوجي مباشرة في عمله ورحت أقبره بصوت باكي وجسد يرتجف أن تلك الحادثة الغريبة قد تكرارت وأنني سمعت صوت زوجي السابق في الحمام هذه المرة وكأنه راح تطاردني لكنه لم يصدقني وظل يكرر أن ما يحدث لي هو نتاج سنوات من الضغوط النفسية ومن تجربتي مع زوجي السابق الأمر الذي أوصلني لتلك المرحلة من الأوهام والتهيئات فطلب مني بحنان أن أتمالك عصابي وأن أقرأ القرآن الكريم إلى أن ينتهي من عمله ويعود كما أخبرني أنه قدم على أجازة بالفعل وسيقضيها بالكامل معي ليساعدني على تجاوز تلك الأوهام على حد قوله لم أملك ما أفعله حينها سوى أخذ نصيحته بعين الاعتبار خاصة مع كلماته الرقيقة التي أشعرتني بوجود شخص يهتم لأمري ويحبني وهو شعور لم أألفه من قبل كما تعلمون المهم أنني جلست في غرفتي أقرأ أجزاء من القرآن الكريم بصوت مرتفع وأنا ألتفت يمينا ويسارا بذعر شديد وأتساءل في قرارة نفسي هل ما سمعته حقيقي أم أنني أعاني من مشكلة نفسية ما أطرح تلك التساؤلات وعيني تختلسان النظر إلى الساعة المعلقة على الحق أنظر إلى عقرب الثواني الذي يسير ببطء غريب منتظر بقلب مضطرب عود الزوجي إلى أن عاد من عمله أخيرا في فترة الظهيرة فذهبت لاستقباله عند باب الشقة وارتميت في أحضان وأنا أبكي وأرتجف كيف صارت الأمور بعد ذلك؟ صارت إلى الأسوأ بالطبع خاصة في اليوم التالي حين سمعت صوت زوجي السابق للمرة ثالثة المخيف أن الصوت هذه المرة كان أثناء نومنا وفي وقت متأخر من الليل تخيل أن تكون نائما مطمئنا في فراشك والظلام يخفي كل معالم الغرفة لتسمع صوت شخص تعلم يقينا أنه ميت يتوعد بقتلك هذه الحادثة تحديدا كانت أقوى مما يمكننا احتماله لأن زوجي سمع الصوت أيضا نعم ولو كان هناك أي شك في قوية العقلية فإن هذا الشك قد انتفى تماما إذ نهض زوجي وهو يبسمل ويحاقل ثم أنار الغرفة وهو يبحث حوله بذعر عن مصدر ذلك الصوت دون أن يجد أحدا لقد كانت تلك الليلة تحديدا من أكثر ليالي حياتنا ثوادا إذ كانت المرة الأولى التي أرى فيها زوجي قريقا يشعر بالخوف لما سمعه بنفسه قد تأكد أنني لم أكن واهمة أبدا المشكلة أن الأيام القليلة التي تلت تلك الحادثة كانت أكثر رعبا إذ بيتنا نسمع صوت زوجي السابق أكثر من مرة في اليوم حتى كاد الأمر أن يقودنا إلى حافة الجنون وهذا ما يجعلنا نقضي معظم أوقاتنا خارج الشقة فكنا نتناول الغداء والعشاء في المطاعم ونبحث طوال الوقت عن مخالطة الناس والابتعاد عن العزلة بل أنني طرحت فكرة الانتقال إلى شقة أخرى لكن اقتراحي بدى سخيفا للغاية خاصة حين نبهني زوجي إلى حقائق بديهية لم أنتبه لها فهذه ليست نفس الشقة التي عشت فيها مع زوجي السابق بطبيعة الحال وهذا يعني أنه على الأرجح يطاردنا أينما كنا فكيف تهرب من شبح؟ نعم لم يكن هناك أي تفسير لما يحدث سوى الأجباح هذا واضح ولا يحتاج إلى ذكاء ظللنا نطرح كل الاحتمالات والتفسيرات دون أن نصل إلى نتيجة إلى أنحان موعد أجازة زوجي أخيرا حيث اقترح توفير المال وبدلا من السفر أن نخرج من مستنطقى الرعب هذا ونذهب إلى شلي صغير يمتلكه أحد أصدقاء في منطقة الجليعة لتصفيت أذهننا والابتعاد عن شقاتنا التي تسممت أجواؤها تماما بعد تلك الأصوات المخيفة على أن نستغل فترة وجودنا هناك ونفكر بالذهن صافي عن حل للأحداث التي نمر بيها وإن كنا لا نعلم أصلا إن كان زوجي السابق سيلاحقنا إلى هناك وهنا يجب أن أعترف أنني مدينة لزوجي الحبيب كثيرا إذ لم يتذمر أو يعاملني كحمل ثقيل جاثم على قلبه بسبب ما نتعرض له بل وعلى العكس تماما كان شحما بالفعل وبدى واضحا أنه يحبني إذ تبين هذا حين وضع اقتراحه قيد التنفيذ في عطلة نهاية الإسبوع والتي سمعنا قبلها صوت زوجي السابق مرتين على الأقل وهو يهددنا بالقتل والمصير الأسود لن أدخل في تفاصيل الاستعداد والتجهيز والذهاب إلى الشلي بس أتحدث عن شعوري حال وصولنا هناك في أول أيام أجازة زوجي إذ كان للمكان مفعول السحر على حالاتي النفسية رغم بساطته الشديدة فالشلي صغير جدا ومن طابق واحد يحوي غرفتين في حزب لكنه بدى لي وكأنه قصر تاريخي عظيم لم أكن لأمانع أن أقضي فيه حياتي بأكملها خاصة مع نظافته الواضحة وأثافه الجميل والرائح في الأمر هو ذلك الهواء المالح الجميل الذي تغلغل إلى رأتي وغسر روحي نفسها وطهرها من ما بات يجري لي مؤخرا فانعكس هذا تماما على حالاتي النفسية التي تحسنت فجأة بعض وصولنا ووضع كل حاجتنا في أماكنها المخصصة حيث قمنا بعدها بإعداد غداء خفيف من الصندويتشات التي تناولناها على الشاطئ هو صوت أمواج البحر يحرق خيالتنا فسرح كل منا في علامه الخاص دون أن نتحدث تقريبا ثم قضينا بعدها بعض الوقت في الشالين وشاهد التلفزيون إلى أن جاء المساء فخرجنا مرة أخرى لنمشي على الشاطئ ونتأمل البحر الذي بدى لنا في الظلام جميلا مع بعض الإنارات البعيدة هنا وهناك من بعض القوارب ولي ننسى رائحة الشواء الزكية التي تنبعث من بعض الشليهات القريبة والتي تشارك بالجوع حتى وإن كانت معدتك ممتلئة عدنا في العشرة مساء إلى الشليه بعد ليلة جميلة لم يحدث ما يعكر صفوها سوى ما حدث عند ذهابنا إلى النوم نعم فقد سمعنا صوت زوجي السابق مرة أخرى وهو يخاطب زوجي ويطلب منه بنبر التهديد وضح أن يطلقني ويتركني لحال سبيلي لأنني لست له من المرعب والمؤلم بنفس الوقت أن تحاول الهرب من المصائب فتلحقق أينما تذهب وهذا ما جعل أجواء الشلي تتلوث فجأة بأنفاس الخوف حتى بيت أرى كل شيء فيه وكأنه كابوس لذا فقدرت دينا ثيابنا على عجالة لنخرج مرة أخرى ونجلس على الشاطئ إذ لم نحتمل بقاءنا في الشلي بعد سماعنا لذلك الصوت ماذا سنفعل أمام هذه التهديدات التي لا ينفع معها حتى الهرب لمكان آن أين سنذهب؟ بل ماذا سأفعل أنا حين تنتهي أجازة زوجي ونعود إلى الشقة الأمر متروك لخيالكم كنا تأهين تماما ونحن نجلس على الشاطئ في الظلام ونفكر بصمت بما يجب فعله نسمع ونرى مياه البحر تصطدم بالشاطئ وتعود التفت إلى زوجي فوجدته غائب الذهن ينظر إلى البحر بقلق واضح بسبب تلك التهديدات التي لا نعرف كيف ستنتهي ثم نهت فجأة ونظرات الشروط وضح على ملامحه ليغبني بحاجته للذهاب إلى الحمام فنظرت إليه أثناء ابتعاد عني ولا أدري لماذا دار ذلك الخاطر في ذهني فجأة أن تكون لزوجي الحالي علاقة بما يحدث حولنا هل له علاقة ما بزوجي السابق مثلا ويريد أن يثأر له؟ أجد هذا عسير التصديق وغير منطق ولكن ألم يحاول زوجي السابق قتلي دون سبب منطقي أيضا؟ لا أعلم لا أعلم تساؤلات عديدة ظللت أطرحها على نفسي دون أن أجد لها إجابة واضحة لم يكن هناك الكثير لأضيفه فقد استمر بعدها جلوسنا على شاطئ البحر حتى الواحدة فجرا حيث شعرنا حينها بالإرهاق والرغبة الشديدة في النوم مما يعني عودتنا إلى الشليب الطبع لم يكن هناك حل آخر فلا يمكن أن ننام في العراء أو على الشاطئ مثلا كما أن العودة إلى شقتنا لن تغير شيء بعد أن اتضح أن زوجي السابق يطاردنا في كل مكان لذا ذهبنا مستسلمين إلى الشليب وإلى غرفة النوم تحديدا والتي بدت لي لوهلة وكأنها استوديو لتصوير في المرعب لقد حاولنا أن ننام بوجود إضاءة خافتة نسبيا تكشف لنا كل زوايا الغرفة تقريبا لكن هيهاد خاصة بعد أن سمعت صوت الزوجي السابق يتحدث بوضوح شديد في مكان ننام من الغرفة ويخبرني أن موعد قتلي قد اقترب كثيرا لا لم يكن وهما لأن زوجي سمع هذا الصوت أيضا فقد رأيت نظرات المتصلبة الخائثة التي باتت تتكرر كثيرا هذه الأيام ولو رأى ثعبانا على الفراش لما باتت في عينيه تلك النظرة لذا رحنا نتحدث ونحن نلتفت حولنا ونقرأ المعوذات عن الخيار الأخير الذي اقترحته على زوجي اللجوء إلى رجل دين عليه يتمكن من مساعدتنا المشكلة أن هذه الفكرة تلاشت تماما من أذهاننا عندما سمعنا صوت أحدهم يطرق باب الشلي فجأة لا أنكر أن صوت طرقات الباب جعلني أقفز من فراشي قفزا وأنا أنظر إلى زوجي بعينين مرعوبتين من الذي سيزورنا في مثل هذا الوقت؟ فعلى حد علمي لا أحد يعلم بوجودنا هنا سوى صاحب المكان وهو صديق زوجي كما علمنا هل الزائر هو أحد أقاربه ولم يكن يعلم بوجودنا هنا مثلا؟ قطع زوجي تساؤلاتي وهو يقول بطوطر شديد سأذهب لأعرف هوية الزائر عندها فقط تذكرت التهديد الذي سمعناه منذ قليل فأمسكت بثياب زوجي بقوة إنه زوجي السابق دون شك وقد جاء لينفذ تهديده أخيرا قلتها وأنا أرتجف وشفتي تستكان ببعضهما بقوة فنظر إلي وقد شعرت أنه بدأ يفقد تماسكه وأن المنطق انهار تماما من عقله يا إلهي هل يعقل أن يكون زوجي السابق قد عاد من الموت؟ هذا مستحيل مستحيل تماما لحظ زوجي ارتجافي شديد فوضع يده على كتفي محاولا طمأنطي لكن هذا أصابني بخوف أكبر لأن يده كانت متعارقة مرتجفة وهو يقول بصوت يشوبه إسرار مهزوز الموت لا يعودون إلى الحياة أبدا ثم كيف نسمع صوته في الداخل في حين يأتي هو من الخارج ليطرق الباب هل سيحتاج أن يطرق الباب أصلا؟ بدأ كلامهم مقنعا ومنطقيا للغاية لكنه لم يكن كافيا لتنتفي مخاوفي خاصة مع ملامح التي تقتل رعبا ثم طلب مني بتوطر أن أأتي معه بعد أن أرتدي عباءتي وأن لا أظل في الغرفة لوحدي فامتثلت لكلامه وتوجهنا معا إلى باب الشلي وأنا أمسك بزوجي من ثيابه وكأنني طفلة خجول ترأي ناس لم تلتقي بهم من قبل اقتربنا ناحية الباب وتوقعت من زوجي أن يسأل عن هوية الطارق لكنه لم يفعل بل وضع يده على المقبض وهو يتنفس بعمق وكأنه يحاول إفراغ توطره ثم فتح الباب فجأة وبسرعة لم 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 يحتمل قلبي رؤية من يقف خلف الباب إذ شعرت أن الأكسجن لا يذهب إلى دماغي وأن معدتي ستحضب نفسها من شدة الرعب لذا فقد أغمي علي مباشرة دون أتمكن من معرفة هوية الزائر كم من الوقت ظللت فقد الوعي لا أعلم لكني استيقظت فجأة لأجد نفسي في المستشفى حيث يجلس زوجي بجانبي وهو ينظل إلي بحنان بالغ التفت إليه بنظرات متسائلة قد تذكرت فجأة أين كنت قبل أن أفقد وعي فسألته بذعر وأنا أنهض من مكاني ما الذي حدث؟ أين زوجي يا صابق؟ لم يكن هو الزائر رد بعينين دمعتين حبيبتي إنك بخير الآن لن يمسك أحد فقط حاولي أن تسترخي أرجوك ثم وضع يده على كتف ليدفعني دفع برقة شديدة كي أسترقي على الفراش لكني رحت أكرر تساؤلاتي بإسرار وخوف قبل أن يدخل الغرفة طبيب شاب توحي ملامحه كأنه مثقل بالأحزان وهو بالمناسبة الطبيب نفسه الذي طلب مني كتابة قصتي فقال مشجعا وهو يضع يده على كتف زوجي أرجوك أن تستمع إلي جيدا ولا تخشي شيء فزوجك بجانبك ولن يتخلى عنك إنه إنسان رائع ويحبك بحق كما أنني سأكون بجانبك ولن أتخلى عنك إلى أن تتعافي إنك في مستشفى الطب النفسي أنت مصابة بفصام في الشخصية نهضت من فراشي مفزوعة وأن أقول لزوجي متجاهل الطبيب ما الذي يقوله هذا الأحمق؟ أنت تطرق جيدا أنني لست مجنونة لقد سمعت بنفسك صوت زوجي السابق في كل مكان حولنا في شقةنا في الشليه فهل أنت مصاب بفصام الشخصية أيضا؟ تنحنح الطبيب ليجيب بدلا من زوجي أرجوك أن تستمع إلي يا عزيزتي أنت مصابة بفصام في الشخصية بالفعل وهذا المرض أطلق عندك موهبة لا تعرفين أنك تمتلكينها وهي مقدرة التحدث من البطن إنها مقدرة شهيرة يستطيع كل إنسان ممارستها بالتمارين المستمر بل ونرى الكثير من البرامج التلفزيونية عنها عندما نجد شخصا ممسكا بدمية ويتحدث من بطنه ليوهم الجمهور أن الدمية هي التي تتحدث علما بأن تغيير تبقات الصوت من البطن أمر سهل نسبيا وأسهل بكثير من محاولة تغييره على اللسان لذا لم تصعب عليك عملية تقريد صوت زوجك الصابق ولكن هناك مشكلة حقيقية في الأصوات التي تنبعث من البطن إذ يصعب كثير تحديد مصدرها فلا يمكن أن يشعر أحد أن الصوت يخرج من أعماقك إلا لو كان قريبا للغاية منك أو ملتصقا بك لهذا شعر زوجك بحيرة شديدة في البداية وهو يسمع أصواتا في الشقة وكلها تهديدات بالقتل من زوجك الصابق دون أن ينتبه أن مصدرها هو أنسي لكنه تساءل أيضا في قرارة نفسه لماذا لا يسمع تلك الأصوات إلا بوجودك ولماذا لا يهدده زوجك الصابق ويطلب منه أن يطلقك كونه هو من يملك هذا القرار لحسن الحظ أن تفكيره لم يتجه لقصص الجن بل توقع أن هناك أمرا غير عادي يحيط بحالتك العقلية فكان أول ما ترأ في ذهنه هو زيارة مستشفى الطب النفسي لاستشار الطبيب مختص وقد كنت أنا الطبيب النفسي الذي قابله زوجك قبل ذهابكم إلى الشلي بأقل من أسبوع أعترف أنني فجئت كثيرا بصفاصيل قصة في بادئ الأمر ولم أعرف كيفية التصرف إثبتت لي وكأنها قصة من عالم الجن والأجباح بالفعل لكني لا أترك الأمور عادة لتلك التفسيرات إلا حين تعجز كل التفسيرات الأخرى عن توضيح ما يحدث لذا طلبت من زوجك إخباري بكل تفاصيل حياتك علها تنير لي الطريق فعرفت منه كل شيء عنك معاملة والدك القاسية معاملة زوجك السابق ومحاورة قتلك ثم ارتكابك لجريمة القتل دفاعا عن النفس ظللت بعدها في الأيام القليلة التالية أبحث عن تفسير لهذه القصة الغريبة بناء على المعطيات التي لدي إلى أن ترأت في ذهني فكرة التحدث من البط وقمت بربطها بمرض الفصام فوجدت أن هذا الاستنتاج يجيب على كل الأسئلة وطلبت من زوجك أن يرهي في السمع حين يكون بقربك فربما سيتأكد حينها أن مصدر صوت زوجك السابق هو أنت سألته مبهوطة لكن من الذي زارنا؟ من الذي ترق باب الشليل؟ رد الطبيب بإشفاق لقد اتصل بي زوجك من الشليل يخبرني أن استنتاجي صحيح تماما خاصة حين تمكن من تحديد مصدر صوت زوجك السابق أثناء وجودكما في غرفة النوم وعرف أنه نابعا منك أنت دون أن تدريك ذلك فاقترحت عليه أن أأتي بنفسي إلى الشليل لأتحدث إليك وأقنعك بأنك مصابة بمرض الفصام وأن عليك زيارة مستشفى الطب النفسي في أسرع وقت ممكن فهذا أفضل كثير من أن يخبرك هو لأن اكتشافك للحقيقة قد يتسبب بإصابتك بإنهيار عصبي أو نوبة عصبية سيعجز زوجك عن التعامل معها لذا فقد استحسن كثيرا اقتراحي هذا ووجد أنه من الأفضل أن أزوركم في الشلي بدلا من الانتظار لحين عودتكم إلى الشقة كي لا يحدث هناك شيء قد يثير فضول المتطفلين من الجيران فليس من المستحب أن يعرف الناس أنك يتعانين من مشكلة نفسية لقد كان زوجك يريد الحفاظ على سمعتك كما أنه لم يرغب بأخذك للمستشفى عنوى رغما عنك ولم يرغب حتى بخداعك واستدراجك بل حاول أن يهون الأمر عليك قدر الإمكان المهم أنني عندما وصلت إلى الشلي وترقت الباب فتح لي زوجك مباشرة فأغمي عليك قبل أن تعرفي هوية الزائر ظن الننكي أن القادم هو زوجك السابق هل؟ هل يعقل أنني وراء كل ما يحدث لي ولزوجي؟ أنا أتحدث من البطن أنا مصابة بفصام في الشخصية هذا مستحيل مستحيل ولم يطرق في ذهني يوما راح عقلي إياه بحث بذعر عن تفسير آخر تفسير لكن كل ما يحدث حولي يوحي بذلك بالفعل وكلام الطبيب النفسي يجيب على كل الأسئلة التي ظلت معلقة في ذهني لفترة ليست بالقصيرة لذا فقد فقد تخذلت تماما أمام هذه التفسيرات وبدأت أنهار أمام نظرات زوجي الحزينة أدموها تنهامر من عيني بصمت قبل أن يخرج الغضب من حنجرتي بصورة مفاجئة صراخ وصراخ لا يتوقف ليطلب الطبيب من الممرضة أن تحقني بإبرة ما واضح أنها حقنة مهدئة مشهد رأيته مرارا في الأفلام ولم أظن أنني سعيشه يوم صراخاتي بدأت تخفض تدريجيا وبدأت أغمض عيني وأنفصل عن عالمنا الحقيقي ولست أدري في الواقع ما هو العالم الحقيقي بعد كل ما أحدث ولا أنسى أبدا كلمات زوجي التي سمعتها قبل أن أفقد وعي بفعل الحقنة حين قال للطبيب بصوت باكي لماذا تمطر السماء دوما على أكثر الناس الذين بحاجة إلى ظهور الشمس في حياتهم سؤال مؤلم أتمنى أن أعرف إجابته يوما فالشمس لم تشرق في حياتي سوى في الشهور القليلة التي قضيتها مع زوجي الحبيب وربما أيضا حين كنت طفلة رضيعة لا تفقى شيء في هذا العالم ففي أيام الطفولة يكون البكاء هو الحل الأمثل لمشاكلك لكن عندما تكبر يصبح البكاء خيارك الوحيد رغم أنه لا يحل شيء لهذا أشعر أحيانا أنني عندما أموت سأذهب إلى الجنة لأنني أعرف يقينا أنني كنت هنا في الجحيم لا أعرف كم مضى على وجودي في المستشفى لأن الوقت لم يعد له قيمة في حياتي حتى أنني قلت يوما بألم لذلك الطبيب الشاب الذي يتابع حالتي باستمرار أنت لا تعرف الشعور أن تكون مجنونا الأمر شبيه بأن تخوت حربا وصراع بينما يقوله الناس عنك وما تعرفه أنت عن نفسك فأي الطرفين سيربح فيستمع إلي ويربط على كدفي مشجعا أخبره أن العالم كله يكرهني ليجيب مبتسما لكنك لم تلتقي بالعالم كله ثم يؤكد مرة أخرى وأخرى أنه لن يتخلى عني أبدا وسيكون دوما بجانبي حتى أتجاوز محنتي تلك وأخرج من المستشفى لأعود إلى زوجي الذي اكتشفت أنه الرجل الوحيد الذي يحبني في هذا العالم أعترف أن كلام الطبيب النفسي قد أثر بي كثيرا ورفع من معنوياتي ماذا؟ تسألون عن أبي أنه لم يأتي لزيارتي يوما منذ دخولي المستشفى وأنا عموما لم أعد أخشاك ما كان الحال في السابق بل سأخبره برأيي به قريبا فهو من أوصلني إلى هنا لن أسامحه أبدا لن أسامحه ما حييت بعد أن أخذ مني كل شيء سوى غضبي ولا أنس أمي المسكينة التي تبكي الدما لما حدث ليه أعدك يا أمي أنني سأكون أقوى وسأتعافى وأخرج من هنا من أجلك ومن أجل زوجي الحبيب يقول الطبيب النفسي أننا لا نستطيع أبدا تغيير الماضي لكن نستطيع تغيير نتائجه مهما بدى ذلك عسيرا هذا ما سأحاول فعله سأحاول أن لا أجعل مشاعري السلبية تنسيني ما أستحقه من حياة طبيعية مستقرة مع زوجي الذي لم يتوقف عن زيارتي في المستشفى والوقوف إلى جانبي إنه إنسان رائع وربما هي المرة الأولى في حياتي التي أعترف فيها أنني أحب رجل أحب زوجي عزيزي يقار لقد كشفت لك مذكرات بطلة قصتنا كل شيء تقريبا ولكن بقى أن أكشف لك أمرا إضافيا كتبته هي بنفسها إلا أنني اتفقت معها على شطبه مع تغيير بعض الأحداث التي لم يطلع أحد على حقيقتها وأبقيتها سرا دفينة فقد اعترفت مارين في مذكراتها أنها هي من قتلت زوجها الأول نعم هي التي قامت بشراء تلك القارورة هي التي خبأتها في الدولاب دون علمه وهي التي وضعت محتويها في الحقنة حتى تقوم بتلفيق التهم له كي يبدو للجميع وكأنه كان يرغب بقتلها مما سيمنحها المبرر ليقتله بالمقابل دفاعا عن النفس والواقع أن يدها لم تكسر أبدا فقد دفعت مبلغا من المال المضمت في المستوصف حتى يقوم بمساعدتها وإيصالها لأحد معرفه في مستشفى حيث سيقوم المضمد الآخر هناك بتجبير يدها لإيهام الجميع أن يدها مقصورة كما أن زوجها السابق لم يعتدي عليها ولم يلتحم معها محاولا قتلها كما هو مذكور في مذكراتها بل ولم يتعلم حقنها بتلك الحقنة أصلا كما ذكرت مارين ملانا ولرجال الشرطة ما حدث هو أنها طعنته في خسرته مرتين أثناء نومه ثم افتعلت مسألة الشجار تلك ومحاولت وقتلها ودفاعها عن نفسها بل وقامت بإطلاف بعض قطع الأثاث وجرحت نفسها في أكثر من موضع لتثبت للجميع أنها قتلت زوجها السابق دفاعا عن نفسها في حزب بالطبع كانت هناك ثغرة كبيرة ومغامرة خطيرة في خطتها إذ كان من الممكن جدا أن يطلب رجال الشرطة فحصياتها للتأكد من وجود كسر لكنهم لم يفعلوا فخطتها كانت محكمة وتفوق أي تصور خاصة مع الأدلة القوية التي وضعتها لإقناع الجميع بصدق قصتها والواقع أنني لا ألوم رجال الشرطة على هذا القصور فأنا نفسي لم أتصور للحظة أنها من الممكن أن ترسم خطة كهذه وتتخلص من زوجها الأول الذي عذبها كثيرا لقد عانت هذه الفتاة الكثير عانت قصوة والدها منذ طفولتها وحتى الآن إذ لم يزورها في المستشفى ولم يسأل عنها رغم مرور أكثر من شهر على وجودها هنا ليت هذا الأحمق يعلم أن هناك دراسات تثبت أن الطفل الذي يتعرض للقصوة يظهر تخطيط مخ نشاطا يشبه تماما النشاط الذي يظهر في مخ الجندي الذي خاض معارق قاسية عنيفة ثم جاء زوجها الأول بعد ذلك ليزيد حياتها عذابا حيث أوصلها بسوء معاملته إلى تلك الصراعات النفسية التي أدت إلى انتقامها منه ربما لهذا قررت إخفاء أمر جريمتها عن زوجها الحالي فهو رجل شهم يحبها كثيرا وهي فتاة مسكينة تعرضت لزلم طوال حياتها إلى أن وصلت لمستشفى الطب النفسي لذا لن أزيد الأمور سوءا أقولها بضمير مستريح رغم أن بعضكم قد يخالفني الرأي لكنه قراري ونأتراج عنه المعذرة يا قرائي يا الأعزاء إنني أواسي مارين باستمرار وأخبرها أن الظلام الذي يحيد بها في حياتها لن يضرها أبدا لكن عليها أن تخشى الظلام النابع من قلبها والطريقة الوحيدة لتكون قوية في حياتها هي أن تحب نفسها خاصة أن زوجها يحبها ويقف إلى جانبها باستمرار وينتظر عودتها أي أنها الآن لديها ما تعيش من أجله رغم أنني لا أعرف مشاعرها أصلا حيال زوجها الحالي بل ولن أصدق لو قالت لي أنها تحب فالهشاشة النفسية تجعلك تتشبث بأي إنسان وتجعلك تظن أنك تحبه إلا أن ما يهمني هو أن زوجها يحبها ويفهمها ويسمعها فلا يوجد نداء ولا بكاء ولا نحيب في العالم يصل إلى آذان الناس إلا إذا كان هناك من يستمع أنا على ثقة أن حالة مريم ستتحسن كثيرا وأنها ستخرج من المستشفى بعد شهور قليلة لتعيش حياتها الجديدة مع زوجها فأحيانا يكون الألم هو ما نحتاج إليه لنصبح أفضل خاصة وأن النهايات السعيدة عموما لا تأتي إلا بعد الأحزان وبعد الظلام جريمة غير منطقية تحقيها دلال العمر عشرون عاما عزيزي القارئ هذه القصة تحديدا بدأت بطريقة مختلفة عن باقي القصص التي سرتها لكم سابقا إذ كانت بدايتها باتصال هاتفي نعم فتاة اتصرت بالمستشفى وطربت تحديد موعد في ساعة متأخرة مع الطبيب النفس المناوب لم يكن المقصود أنا على وجه الخصوص بل أي طبيب نفسي يكون موجود حينها علما بأنها المرة الأولى على حد علمي التي يطلب فيها أحدهم تحديد موعد في مثل هذا الوقت وقد أوضح لها موظف البدالة أن المستشفى هادئ جدا في الأوقات المسائية ولن تحتاج لتحديد موعد كل ما عليها هو المجيء في حزب لكنها أصرت على طلبها وأخبرته بضرورة إبلاغ الطبيب المناوب بحضورها في الحدات عشر مساء لذا فأنا أجزم أنها كانت المرة الأولى التي جلست فيها في مكتبي والساعة تقترب من الحدات عشر مساء مترقبا تلك الزائرة الغمضة ومتمنيا أن تصدق بكلامها بعد أن أثرت فضولي كثيرا باتصالها شعرا أنني بحاجة لبعض الوقت حتى أصفي ذهني قبل الزيارة المنتظرة لأكتشف فجأة أنه لا يوجد هناك ما أصفيه أصلا إنها لحظات الانتظار فقط التي تجعلك متوترا دون سبب ذابت تلك الخواطر من رأسي حين سمعت طرقات رقيقة على باب غرفتي نظرت إلى الساعة وجدتها تتجاوز الحدات عشر مساء بدقيقتين ربما لأنها الفتاة المرتقبة دون شك تنحنحت وأنا أسمح للطارق بالدخول قبل أن يفتح الباب بهدوء شديد لتدخل أغرب فتاة رأيتها في حياتي لماذا أصفها بالغرابة؟ لأن وجهها يحمل ابتسامة صافية وضاءة توحي بثقة شديدة في النفس وكأنها في رضا تام عن العالم ولا تعاني أي مشاكل كانت بيضاء البشرة متأنقة للغاية قوامها ممشوق وكأنها تمارس رياضة ما بانتظام شديد لتبقي جسدها بهذه الصورة المتناسقة شعرها قصير نسبيا مرتبا جيدا وكأنها خرجت من الحمام للتاو فتاة بهذا الوجه البشوش والابتسامة العريضة لا يمكن أن تحتاج إلى طبيب نفسي في هذا الوقت المتأخر بل ولن تحتاج إلى طبيب نفسي في أي وقت أصلا فما الذي تفعله هنا في مكتبي؟ خاصة مع ذلك الفستان الأغدر الطويل المخصر الذي ترتدي فبدت له ههلة وكأنها من أميرات القرون الوسطى هل كانت جميلة؟ بكل تأكيد لم تكن أجمل من رأيت لكنها صفية البشرة ضقيقة الملامح وتلفت انتباه أي شاب استقبلتها بترحاب شديد كعادتي وأنا أدعوها للدخول والجلوس على الكرسي المقابل لمكتبي ثم سألتها إن كانت ترغب بشرب شيء فلم تغيب الابتسام عن وجهها وهي تخبرني أنها تريد فقط لقائي والتحدث معي لا ليس معي شخصيا كما علمني بل مع أي طبيب نفسي لكنها أرادت أن يكون الطبيب متفرغا تماما للاستماع إليها هذا هو سر إسرارها على تحديد موعد في ساعة متأخرة كما تقول تريد أن تشعر أنها وحيدة مع طبيبها في هذا العالم أفهم هذا الشعور جيدا على كل حال جلست أنتظر منها أن تبدأ الحديث لكنها لم تقل شيء بل أخرجت هاتفها وعبثت بشاشته قليلا قبل أن تنبعث منهم موسيقى هادئة جدا كاد قلبي أن يذوب معها هذه الفتاة تتصرف كأنني أنا المريد النفسي وهي طبيبتي وضعت بعدها ساقا فوق ساق ثم قالت دون أن تختفي الإبتسامة من على وجهها من المؤكد أنك تتساءل في قرارة نفسك عن سبب زيارة فتاة لمستشفى الطب النفسي في مثل هذه الساعة رغم إبتسامتها التي توحي بالسعادة وتأنقها الذي يخبرك أنها تملك ثقة هائلة بنفسها إنما ترى يا دكتور ليس مصهرا كاذبا فأنا سعيدة جدا بالفعل ولا يوجد ما ينغص علي حياتي أبدا بل إنني أعيش حاليا أجمل سنوات عمري ففي هذه السنة قررت استكمال دراستي ورحت أنهل من الكتب بلا حدود وأنزلت وزني كثيرا من خلال الأكل الصحي وممارست الرياضة المستمرة أنت تعلم بكل تأكيد أن الرياضة تفرز عندك هرمون الإندروفين وهذا الهرمون يزيد من الشعور بالسعادة عند الإنسان نظرت إليها بإعجاب شديد وأنا أقول هذا رائع بالفعل قل لما أجد هذه الروحة الإيجابية عند أحد أنا نفسي لا أمتلكها مع الأسف لكني لا أفهم ما هو سبب مجيئك إن كانت حياتك سعيدة إلى هذا الحد هل الأمر يتعلق بأحد أفراد أسرتك؟ هزت رأسها نفيا وهي تقول بالعكس أنني أنتمي إلى أسرة عادية مشاكلها محدودة للغاية فأشقائي متزوجون وكل منهم يعيش حياة مستقرة مع زوجته ولدي شقيقتان إحداهما تكبرني سن وتعيش هي الأخرى مع زوجها والثانية أصغر مني ولا تزال في المرحلة الثانوية أما أنا ففي العشرين من عمري أعيش حياتي حرة بعيدة عن أي التزامات وكل ما أطمح إليه هو تطوير ذاتي في حزب هذا غريب الابتسامة لا تفارق محياها أبدا إنها لا تتصنع ابتسامتها كما تفعل عارضات الأزياء بل هي سعيدة بالفعل كيف يمكن لإنسان أن يكون سعيدا طوال الوقت؟ أعرف شخصا واحدا فقط بهذه الحالة وهو نزيل دائم في المستشفى لا يعرف ما يدور حوله فهي لا يفعل شيء سوى الابتسام ببلاها لكن هذه الفتاة لا تبدو لي مختلة عقليا على الإطلاق هناك سر سر سأكشفه الآن دون شك مططش فتاي مستغربا وأنا أسألها ما سبب زيارتك إذن؟ ردت بشيء من المرح سأخبرك بكل شيء يا دكتور اسمي دلال والواقع أن حياتي لم تكن كما هي عليه الآن فمنذ عامين فقط كنت فتاة أخرى تماما سمينة أتهم الطعام طوال الوقت بل إن إحدى صديقاتي قالت عني يوما أنني مثال مدرسة شديدة الوضوح للإنسان الذي يعيش ليأكل وقد كنت مصابة بنوع من البلادة بسبب قلة الحركة حتى أنني أنهيت دراساتي الثانوية بصعوبة وأخبرت والدي بعدها أنني لا أريد استكمال دراساتي إذ كنت أرغب بوظيفة تناسب مؤهلة الثانوية العامة في حسب دون أي طموح للمستقبل حياة بسيطة تفاهب لا هدف ولا أرغب من ورائها سوى الاستمتاع بوقت والخروج مع بنات خالاتي أو الذهاب إلى الشلي مع الأهل والأقارب فما أن تنتهي أجازة حتى أبدأ بالتخطيط للأجازة التالية الطريف أن أفراد العائلة يطلقون علي دوما لقب المهندسة ليس للذكائية الشديد بل بسبب تخطيطي الدائم لأجازات العائلة والبحث المستمر عن شليهات ومنتجعات جديدة لم نزورها من قبل حتى الوظيفة التي حصلت عليها في إحدى الوزارات كانت تافهة وتناسب بالفعل فتاة بمؤهلاتي إلى أن تغير كل هذا دفعة واحدة وتبدل حالي تماما في فترة قصيرة للغاية سكتت وهي تنظر إلي بابتسامتها الجذابة فنظرت إليها بالمقابل غير مصدق أنها كانت كما تصف نفسها الآن بل وشعرت برغبة شديدة بمشاهدة صورة لها في تلك الأيام قبل تبدل حالها كما تقول لكني لم أطلب ذلك بالطبع المهم أنها أكملت لقد أخذت حياتي فجأة منعطفا مخيف غير متوقع عندما كنت جالسة في غرفتي ذات ليلة ممسكة بريموت كنترول وأمر على قنوات التلفزيون بشيء من الخمول على أمل العثور على شيء يثير اهتمامي فأشاهده إلى أن يغلبني النعاس قبل أن يرن هاتفي فجأة كان رقما غريبا غير مسجل في ذاكرة هاتفي لذا رضدت على المكالمة بطريقة رسمية لأسمع صوت رجولي على الطرف الآخر يتكلم بخشونة تذكرك بأفراد العصابات ويقول بسرامة شديدة أنصحك أن لا تغلقي الخط أعرف أن اسمك دلال وأنك في الثامنة عشر من العمر قد أنهيتي دراستك الثانوية للتوى بمعجزة حقيقية وأعرف أنك تحبين الأغاني الأجنبية كثيرا رغم أنك لا تفهمين منها حرف كما أنك لم تمر في حياتك سوى بتجربة عاطفية واحدة انتهت بفشل ذريع بعد أن اكتشفت أن ذلك الشاب مرتبط بعدد كبير من الفتيات وأعرف أنك تعشقين أكل حلوة أم علي الشهيرة وتحبين الاستحمام بالماء الساخن دوما وتكرهين كثيرا فصل الشتاء هل تريدين المزيد؟ دكتور كان ما يقوله ذلك أن يتصل المجهو المخيف للغاية أنه يعرف أدق خصوصياتي من الذي سيتصل بك في وقت متأخر من الليل فقط ليخيفك ويخبرك أن حياتك بأكملها مكشوفة أمام نظرت إليها مستغربا وقد أثار كلامها اهتمامي كثيرا ثم قلت بشيء من الحيرة لن أقول أن هذا مقلب مدبر من الشاب الذي كنت على علاقة سابقة معه فلو كان الأمر كذلك لما جئت لزيارتي الآن قالت بإعجاب واضح كلام سليم فالأمر كان يتجاوز ذلك كثيرا خاصة حين ظل المتصل يخبرني بأسرار أخرى يستحيل أن يجمعها عني شخص واحد فكيف له أن يعرف أن لي عمّة مطلقة وأن إحدى خالاتي لديها ولد ذهب للدراسة في بريطانيا وعادة متزوجة من الفتاة إنجليزية التاق بيها هناك لك أن تتخيل كيف أثارت مكالمة اهتمامي خاصة حين أكمل بصرامة غريبة أريد أن أراك اليوم في وقت متأخر من الليل أعلم أنه لا يوجد ما يعيق خروجك فلا أحد من أشقائك يعيش معكم الآن بعد زواجهم جميعا ووالدك كبار في السن ينامان معظم الوقت ولن ينتبه لخروجك لا تحاولي تهرد كنت أعرف مؤهلاتي الجمالية جيدا إن ذاك لذا فإن إنحراف المتصل لم يرد بذهني أبدا من المستحيل أن يتكبت شخص الناكل لهذا الجهد ويجمع معلومات عن فتاة مثلي فقط لإجباع غريزته سألتها بشيء من عدم الفهم هذا غريب شخص يتصل في وقت متأخر من الليل ويستعرض أدق تفاصيل حياتك ليشعرك بأنك تحت أنظاره طوال الوقت ثم يطلب لقائك حينها لماذا؟ هناك نيقاط عديدة غير مفهومة ردت باهتمام تماما لكن الوقت لم يكن مناسبا للتفكير بتلك التساؤلات فقد أصبني ذلك الوغد بحالة من الرعب لذا سألته بقلق عن هوياته هددته أنني سأبلغ أشقائي إذ لم يتركني في حال سبيلي خاصة وأن المعلومات التي عرفها عني لا تدينني بشيء فهو لا يمتلك صور فاضحة لي مثلا قد تصيق لسمعتي لكنه أخبرني بذات السرامة لن يفيدك أشقائك كثيرا لديك ساعتين فقط لتأتي يوجد مبنى قضي مهجور قريب جدا من مستشفى الأميري لن تجدي صعوبة في العثور عليه سأكون بانتظارك في ذلك المبنى أقسم بأنك ستدفعين الثمن غاليا إذ لم تأتي المكالمة القادمة لن تكون مجرد تهديد بل ستتجاوز ذلك بكثير قالها وأغلق السماعة فجأة دكتور من المستحيل أن أترك فراشي وأخرج من البيت في وقت متأخر دون علم أسراتي للقاء شخص لا أعرفه مهما كان حجم تهديده وغرابة اتصاله لذا فقد تجهلت الأمر تماما وحاولت السيطرة على أعصابي وأنا أفكر بهوية المتصل وأثناء تفكيري بذلك غربني أنه عايز إلى أن نمت أخيرا وقد شعرت أنني بأمانة وعغم كل شيء أكملت وهي تسترجع تلك الذكرى بابتسامة عريضة وبصورة لا توحي أبدا بالقصة التي تخبرني إياها لم تنتهي الأمور عند هذا الحد فقد تكرر الاتصال في اليوم التالي أيضا في السابعة مساءا ولكن من رقم آخر هذه المرة لأنني أتذكر رقم ذلك الوغد الذي اتصل في المرة الأولى وقمت بحفظه تحسبا لأي طارق لذا أجبت على المكالمة وإذ به نفس الشخص كان من الممكن أن أغلق الخط بوجهه لكني لم أفعل لأنني سمعته يشرخ بفتامة ويأمر أن تتحدث معي وشعرت بصعاقة تسري في جسدي حين سمعت صوتا نسائيا باكين يقول عبر الهاتف بتوصل استمعي إليه أرجوك وتعالي أنا لم أسافر بل اختطفوني وجاءوا بي إلى هنا نعم يا دكتور كان من المفترض أن شقيقتك كبرى قد سفرت إلى أبو ظبي منذ يومين لحضور مؤتمر يخص جهة عملها لكن يبدو أنها لم تسافر وأن هذا المتصل المجهول قد اختطف أثناء ذهابها إلى المطار وقبل أن أستوعب الصدمة أرضف المتصل بقصوة أعيدك أن شقيقتك ستموت إذ لم تأتي الآن إلى المكان الذي أخبرتك عنه بالأمس مبنى مهجور قريب جدا من مستشفى الأميري لن تضيعي المكان فهو المبنى الوحيد المهجور هناك ولا تفكري بإبلاغ الشرطة سنعرف حينها أنك فعلت وصنقت شقيقتك نتوقع حضورك في منتصف الليل دون تأخير قالها وأغلق السماعة دون أن ينتظر الرد وكأنه على ثقة تامة أنني سأستمع إليه هذه المرة لقد كنت حينها جالسة في صالة البيت ففقدت السيطرة على أعصابي تماما وبدأ قلق والذعر وضحين على ملامحي لذا انسحبت إلى غرفتي قبل أن تنتبه والدتي وشقيقتي الصغرى التي كانت تجلسان بجانبي وتشاهدين التلفزيون باهتمام أشغلهم عن تجاه مواجهي بهذه الصور وما أن دخلت غرفتي حتى رحت أمشي فيها كالنمر الحبيس لكني لم أكن نمرا بل مجرد قطة مذعورة قرقة قطة سمينة من هذا الشخص؟ كيف تمكن من اختطاف شقيقتي قبل وصولها إلى المطار وسفرها إلى أبو زبي؟ لا أعلم العشرات من علامات الاستفهام دون إجابة واحدة حتى بدأ الأمر وكانني أعيش واحدة من قصص الجسوسية الشهيرة ما الذي سأفعله الآن؟ أتصل بالشرطة؟ لا أستطيع أخشى أن ينافذ المتصل تهديده مطدت شفتي وأنا أقول يخطف ذلك المتصل شقيقتك منذ يومين دون أن يتفقتها أحد من أفراد عائلتك ألم تتصل بها لتطمئن على وصولها إلى أبو زبي على الأقل؟ ثم ما الذي سيريد ذلك المتصل منكم؟ تقولين أنك تنتمين إلى أسر عادية فأمر الفدية ينتفي تماما هنا ولا أعتقد أنه يوجد أي عسكري في عائلتكم يستحق أن يفعل أعدائه به كل هذا فنحن لسنا في بلد يمتلك أسرار عسكرية قد تتصابق الأمم لتعرف تفاصيلها المعذرة لكني أحاول العثور على الدافع وراء عملية الاختطاف تلك قالت مؤيدة صدقني يا دكتور كل ما قلتها فكرت به حينها فهذه أمور بديهية للغاية لا يمكن أن تفوتني لذا شعرت أنني أمام لغز غريب شقيقتي مهددة وهذا الوغد قام باختطافها ويطلب مني الهرب من البيت والذهاب إلى ذلك المكان المجهول ثم تذكرت أمرا هاما اتصلت بهاتف شقيقتي بلهفة شديدة للتأكد أن المتصل لا يتلاعب به مثلا لكن تجمدت لهفتي حين تبين أن هاتفها مغلق والواقع أن شقيقتي تسافر كثيرا بسبب طبيعة عملها لذا كان صفرها أمر معتاد بالنسبة لنا ولها وهذا يجيب على سؤالك واستغرابك لعدم اتصلنا بها والإطمئنان على وصولها إلى أبو زبي لا أنكر أنني فكرت بالاتصال بأحد الأقارب لطلب المساعدة لكني خشيت أن يكون الخط مراقبا فمن يعرف عني كل هذه التفاصيل لن يعجز عن مراقبة هاتفي أو حتى هاتف البيت كنت أعيش حالة شديدة من الزعر جعلتني أشك في كل شيء حتى عجزت عن اتخاذ أي قرار وهكذا مر الوقت بطيئا ثقيلا إلى أن وجدت الساعة تقترب من الحديث عشر مساء وقد هدأ البيت تماما بعد أن ذهب الجميع إلى النوم عندها فقط فكرت بتنفيذ طلب ذلك الوغد نعم سأخرج من البيت وأقابله سأفعلها بجسد يرتجف سأفعلها بذعر لكن لا يوجد لدي حل آخر في حياة شقيقتي على المحك لذا بحثت سريعا في الانترنت عن شركات سيارات الأجرة كوني لم أكن أمتلك رخصة قيادة حينها ثم اتصلت بأحدها أطلب سيارة لتقلاني من البيت لم يكن البال رائقا لأفكر بما سيقه له الجيران لو رأوني أخرج في مثل هذه الساعة الأمر أخطر من ذلك بكثير وبعد أقل من ساعة كنت في سيارة الأجرة بالفعل أفكر بما يحدث أفكر بهذه القصة الغريبة وبمصير شقيقتي ومصيري أحاول أن أطمئن نفسي بحسن التصرف الذي قمت به قبل خروجي من البيت فقد كتبت رسالة وضعتها على فراشي أخبر فيها أفراد عائلتي بكل شيء وكتبت فيها الرقمين الذين تلقيتهم على هاتفي خوفا من أن يتم اختطافي أنا أيضا عندها سأكون قد تركت لهم طرف الخيط على الأقل للبحث عني وعن شقيقتي وقد ظللت طوال الطريق أطرح ذلك السؤال للعين الذي ظل يلح في ذهني دون توقف ما الذي يريده هذا الوغد منه؟ ما الذي يريده منه؟ إلى أن وصلت إلى المنطقة القريبة من المستشفى الأميري حيث طلبت من سائق الأجر أن يسير في الشوارع الداخلية قريبة من المستشفى لبضع دقائق قبل أن أعثر أخيرا على ذلك المبنى القديم المهجور كما أخبرني المتصل إنه المبنى الوحيد المهجور في المنطقة لا شك أنه هو نزلت هناك ونقضت السائق أجرته وسط نظرات استغرابه الواضحة ثم توقفت بعدها في مكاني أنجر بتوتر شديد إلى المبنى الذي يطل الظلام من كل ركن منه حتى بات وكأنه وحش مخيف يرقد بهدوء ضعك من الحر الخانق الذي جثم على أنفاسي تماما فنحن في فترة الصيف مهلا هل ألمح ضوء خافت من إحدى نوافذ ذلك المبنى؟ بكل تأكيد إنه ينبعث من الطابق الرابع وكأنه نجم بعيد بالكات تراب العين المجردة يبدو وكأنه ضوء شمع هل أدخل المبنى وأصعد إلى مصدر ذلك الضوء؟ لا يوجد لدي حل آخر لقد أتيت من أجل ذلك سألتها بقلق وهل دخلت؟ ردت بابتسامة غريبة لا توحي أبدا بأجواء التوتر التي عاشتها في تلك القصة لم يكن هناك بدا من ذلك دخلت المبنى وأنا أستدل طريقي من الضوء الأبيض المنبعث من هاتفي والذي كان يهتز بقوة بسبب ارتجاف يدي أمشي بهدوء شديد سوى صوت قدمي التين تدوسان على الأتربة والسخور الصغيرة التي امتلأ بها المكان الحر خانق والعرق بدأ يتصبب من كل مكان من جسدي التفت بتوتر شديد باحث عن الدرج وأنا أوجه ضوء هاتفي إلى كل مكان حولي قبل أن أجده أخيرا اتجهت ناحية الدرج وبدأت أصعده بتروي شديد أنفاسي لاهثة كاد تتقطع بسبب سمنتي إلى أن وصلت أخيرا للطابق الرابع مهلا هناك صوت نحيب خافت للغاية التفت ناحيته إنه يأتي من تلك الغرفة المغلقة التي يهرب من تحت بابها شعاح خفيف من الضوء هل هي الغرفة المطلوبة؟ على الأرجح نعم أمسكت بمقبض الباب الصدق بيد مليئة بالعرق ثم فتحت الباب لأرى مشهدا مخيفا جعلني أشحق بقوة إذ كانت شقيقتي مقيدة وقد غط أحدهم رأسها بقطع قماش سوداء اللون كما يفعلون في الأفلام يبدو أنهم لا يريدونها أن تراهم لكن لماذا لا يمانعون أن أراهم أنا وأعرف وجوههم ومن هم أصلا ليتني أعلم كانوا ثلاث رجال يحيطون بشقيقتي وتبدو على ملامحهم علامات الخطورة تمكنت من تمييز كل هذا بسبب الشمعة الموجودة في منتصف الغرفة والتي منحت المكان ضوء إلى بأس به ورهبة بنفس الوقت سكتت فجأة وهي تنزل إلى سقف الغرفة بشيء من الحنين وكأنها تتذكر الحظات الجميلة من حياتها ما هذا التناقض الغريب لتكمل دون أن تفارق عيناها السقف كان موقفا مخيفا لا يصدق وكأنني أعيش عالم المافيا والعصابات وكل ما نشاهده في التلفزيون الفارق أنني كنت أجهل تماما ما يدور حولي هل شقيقتي متورطة في أمر ما لو كان الأمر كذلك لاتصلوا بزوجها أو بوالدي لماذا يتصلون بي أنا ويطلبون قدومي لا أعلم سألتهم بشفتين ووضحتين الارتجاف عن ما يريدونه فأجاب أحدهم الذي بد لي وكانه أكبرهم مقام ليغبرني بآخر ما كنت أتوقعه سكتت قليلا وأنا أنزر إليها وكأنني أحثها على كلام ثم دكتور لا يمكن أن تصدق ما طلبه مني إذ قال بصوت عميق لقد اختطفنا شقيقتك حتى تنفذي لنا طلبنا نريدك أن تذهبي لمستشفى الأميري وهو على بعض خطوات من هنا كما تعلمين تستطيعين الدخول من الباب الجانبي بعيدا عن أنظار الناس حيث سيكون أحد رجال الأمن بانتظارك إنه واقع الأمر أحد رجالنا سيأخذك إلى غرفة العناية المركزة وإلى سرير الرجل نريدك أن تنزعي عنه جهاز التنفس نريده أن يموت اتسعت عيناي وأنا أسألها بذهول هكذا بكل بساطة؟ آومت برأسها إيجابا وهي تقول نعم يا دكتور كانوا يردنني أن أرتكب جريمة قتل لقد سعقت من طلبهم وتردد في المكان صد صوتي وأنا أصرخ إنفعالا وأتهمهم بالجنون وأقول باكية متوسلة محاولة أن أثير شفقتهم لماذا أنا؟ إنني مجرد فتاة ضعيفة لم أفعل شيء كهذا من قبل إنكم قادرون على ارتكاب تلك الجريمة بأنفسكم أرجوكم دعونا نذهب لحال سبيلنا أتوسل إليكم وانخرطت بعدها في بكاء حار غير مصدقة أنني أمر بأحداث كهذه لكن الوغد لم يتأثر لبكائي إطلاقا بل قال بحزم شديد نفذي أوامري وسأدعك بعدها تذهبين مع شقيقتك بأمان إلى بيتكما سأكون عند كلمتي يقولها وشقيقتي تهمهم وتبكي تحت الغطاء قلت مفكرا لقد مررت بقصص وتجارب أكثر غرابة من قصتك لكني أجد قصتك بالذات عسيرة التصديق فمن يريد أن يرتكب جريمة قتل لن يأتي بفتاة عدية مثلك لا تملك الجراء أصلا لتنفيذها ثم لماذا يريدون قتل ذلك الرجل الموجود في غرفة العناية المركزة في المستشفى هل الأمر متعلق بالثقر مثلا هزت رأسها نافيا وهي تقول الأمر أكبر من ذلك بكثير يا دكتور ستعرف كل شيء بعد قليل المهم كنت أقول أنني تصمرت في مكاني تماما وأنا أفكر بهذا المئذق الرهيب الذي جعل حياتي العادية تبدو كأنها من عالم آخر بعيد المنال من يصدق أن بيتي والمكان الآمن لي هو على بعض عشر دقائق من هذا الكابوس فأنا أسكن في منطقة الفيحاء وهي ليست بعيدة عن مستشفى الأميري كما تعلم لكني شعرت للحظة أنني سأكون أسيرة هذا الظلام إلى الأبد فرحت أتواصل مرة أخرى وأخرى لهؤلاء الأوغاد أن يتركون لحال سبيلنا كنت على وشك الإنهيار إلا أنهم ظلوا يحضقون بي بسرامة دون مبالال دموعي وكأنهم فقط ينتظرون مني الانتهاء ومن ثم الامتثال لأوامره حسنا لن أطيل عليك بتوسلاتي كثيرة إذ لم أجد في النهاية بدا من الانصياع لهم يجب علي دخول مستشفى الأميري ونزع قناع الأكسجين عن رجل في غرفة العناية المركزة كما فهمت منهم لذا خرجت من المبنى المهجور بعد تهديد ووعيد متكرر بأنني سأعرض شقيقتي للقتل إذ أبلغت الشرطة خرجت وبيدي ورقة رسمت عليها خريطة بدائية لأحد الأبواب الجانبية للمستشفى حيث سينتظرني هناك زمي لهم رجل الأمن كما علمني والذي سيأخذني لغرفة العناية المركزة كي أنفذ الجريمة ما زالت دلال تتحدث بإدسامتها المعهودة حتى جعلتني أشك بقواها العقلية فمن الذي يمر بتجربة كهذه ويبتسم؟ دعك من أن القصة نفسها تحوي ثغرات وضحة لا أعرف إلى ماذا ستؤدي في النهاية ظل الهدوء التام والترقب يسيطران على أجواء الغرفة سوى صوت الموسيقى الهادئة التي لا تزال تنبعث من هاتفها فأكملت دلال مستمتع باهتمامي الشديد خرجت من المبنى المهجور ثم نظرت إلى الساعة عبر هاتفي ووجدتها تتجاوز الواحدة فجراً بقليل مشيت بعدها على جانب الشارع الداخلي المؤدي إلى المستشفى وجسدي يرتجف وقد امتلأ الثيابي تماماً بالعرق و أثناء سيري انتبهت فجأة إلى ذلك الشاب شاب على قدر من الوسامة كان قد أوقف محرك سيارته الفارهة وجلس على مقدمتها وهو ينظر إلى النجوم بهيام وناكس الكاين دقيقين يتدليان من أذنيه من الواضح أنه يستمع إلى شيء ما عبر هاتفه وكأنه يعيش في عالمه الخاص دكتور ربما تسمع كثيراً عن غريزة الأنثى والحسسة السادسة التي تمتلكها ربما تظن أنها محتهراء لكن صدقني هي حقيقية تماماً قلت مؤيداً أنا من المؤمنين أن للأنثى الشفافية لا يفهمها أبداً معشر الرجال رمقتني بإعجاب وأكملت ممتنة رغم حرص الشديد على حياة شقيقتي وخوفي من أن ينفذ هؤلاء الأوغاد تهديدهم اذ تربط المساعدة من أحد إلا أنني شعرت فجأة أن ذلك الشاب هو أملي الوحيد وأنه سينقذني من هذا المأزق رغم وجوده المريف في مثل هذا المكان وتلك الساعة ليزا توقفت للحظات وأنا أنزل إليه وهو على بعض أمطار قليلة مني ثم حسمت أمري ومشيت ناحيةه بخطوات ذليلة لينتبه إليه فجأة ويعتدل في جلسته سريعاً بعد أن عدته إلى عالم الواقع فعل ذلك وهو يزيح السماعتين الدقيقتين من أذنيه وينظر إليه مستغرباً مختط فيها للتو يريدوني أن أقتل رجلاً ما في غرفة العناية المركزة في المستشفى إما هذا أو يقتلون شقيقتي وربما يقتلونني معها ظل ينزل إليه بدهشة للحظات متوقعاً أن أخبره أنني أمزح مثلاً ولن أطيل عليك الكلام عن مرحلة التكذيب والإقناع إذ تطلب الأمر بعض الوقت لإقناعه أنني في مأزق كهذا بالفعل قبل أن يقول بتعاطف حقيقي وقد بانت الجدية كاملة على ملامحه حسن اذهبي إلى المستشفى ونفذي ما يقولونه ولكن لا ترتكب الجريمة حاولي أن تتأخري قليلاً حاولي أن تماطلي سأتصل بدوري في الشرطة أثناء ذلك وأخبرهم بكل شيء سيعرفون كيف يتصرفون بكل تأكيد قالها وهو يقبرني بإسمه ويطلب مني تجيير رقم هاتفه في جهازي حتى أظل على تواصل معه رغم المخاطرة الكبيرة أن ينفذ هؤلاء الأوغاد تهديدهم كوني لجأت إلى المساعدة لكني قررت المخاطرة واتباع حساتي الأنثوية التي دفعتني للثقة بهذا الشاب نظرت إليه بعدها بامتنان شديد ثم تركته أن أتجه إلى المستشفى إلى أحد الأبواب الجانبية حسب ما هو موضح في الخريطة إنجاز إطلاق كلمة خريطة عليها أصلا لأجد رجل أمن من جنسية أسيوية بدأ واضحا أنه كان في انتظاري إذ أشار إلي بسرعة أن أتبع دون أن ينطق بكلمة واحدة فتبعته إلى أن أوصلني إلى مصعد داخلي مخصص للعاملين في المستشفى ركبت معه المصعد وقلق يلتهم عقلي آمل أن يفي ذلك الشاب وعد وينقذني وينقذ شقيقتي من هذا المئزق المرعب خرجنا بعدها من أن وصعد وروحت أمشي خلف رجل الأمن وهو يقودني إلى ممرات المستشفى الخالية تماما في هذا الوقت المتأخر أين باقي رجال الأمن؟ أين الممرضات؟ هل هن متوارطات أيضا وقد دفع هؤلاء الأوغاد لهم المال ليتركن أماكنهم في هذه الساعة؟ لم أجد الوقت لأفكر بالإجابة على تلك التساؤلات إذ وجدت نفسي فجأة أمام باب غرفة العناية المركزة ليفتحوا لي رجل الأمن ويبتعد سريعا إنه ينفذ تعليمتهم حرفيا كما يبدو دخلت الغرفة ودقات قلبي تزداد وتزداد لأجد نفسي واقف بين مجموعة من المرضى الذين اللي تفصل بينهم سوى الستائر حسنا من المفترض أن الرجل المطلوب موجود في الزاوية اليمنى البعيدة عن باب الغرفة مشيت خطوات قليلة وأنا أسمع أجهزة قلب تعمل بهدوء مخيف وكأنها تنذر بالموت إلى أن وصلت أخيرا إلى سريل ذلك المسكين أزحت السطارة بيد مرتجفة وهو سكتت وهي تنسل إلي مصدومة وكأنها تعيشا ووقف مرة أخرى وجدت وجدت لا أعرف كيف أقولها لك يا دكتور أرجوك صدقتي هذا الجزء تحديدا هو أكثر الأجزاء صعوبة في تصديقها في قصتي وعموما أنت لن تعرف الحقيقة إلا إذ رأيت الخيال مقولة غريبة لكنها تنطبق بصورة رائعة على قصتي حسنا لم أجد هناك أي رجل على السرير بل انتبهت حينها فقط إلى أنني لست في جناح الرجال بل جناح النساء وقد وقد كنت كنت أنا من تنام على السرير نظرت إليها باستنكار شديد وبمزيج من الدهشة وخيبة الأمل لأقول ماذا أنت كنت على السرير هل كنت مريضة في المستشفى وكل ما مرت به هو حلم ردت بصوت عميق حادئ مليء بخشوع لم أفهمه إنك لم تفهم القصة بعد يا دكتور بكل تأكيد أنا لم أأتي إليك في مثل هذه الساعة لأخبرك بتفاصيل حلم سخيف الأمر يختلف تماما عما تظنه في البداية لم أفهم أنا نفسي ما يحدث إذ وقفت مصدومة أنجر بفم مفتوح إلى نفسي ممددة على السرير فقد كانت هذه أكبر هزة أتعرض لها في حياتي وأقوى مفاجأة مررت بيها بكل تأكيد حتى تطلب الأمر وقت طويلا لأستوعب ما يحدثوي وأبدأ أتذكر شيء فشيء تفاطيل دقيقة من حياتي بدأت أتذكر الصمام المغلق في قلبي والذي عنايت منه بسبب سمنتي تذكرت بكاء والدتي ودعاءها لي ثم العملية الخطيرة التي أخبرني الأطباء بضرورة إجراءها تذكرت اللحظات التي سبقت دخولي المستشفى والخوف الذي عشته كونها أول عملية أجريها في حياتي قلت بغباء ما هذا اللغز هل تريدين أن تقولي أنك ميتة ومن يجلس أمامي الآن هو شبح دلال ضحكت طويلا لسخافة استنتاجي من يلومني هل فهمتم أنتم شيء من كلامها لكنها اعتدرت لتقول بجدية لم تخلو من ابتسامتها التي لم تفارق وجهها تقريبا منذ دخولها مكتبي لا ألومك يا دكتور حتى أنني أنا ظننت نفسي ميتة بالفعل وأنني مجرد شبح ولا أنكر حيلة الهالع التي مررت بها إذ صرخت وأنا أخرج بحث عن الممرضات أو الطبيب المناوة وعندما عفرت عليهم انتبهت إلى أن أحد منهم لا يراني رغم صراخي ومحاولاتي ليائسة للحديث معهم كان الجميع يتجاهلني تماما كما نرى في أفلام الأجباح التي باتت تكرر تلك التيمة كثيرا لكني تمالكت نفسي شيء فشيء وبدأت أدرك أنني لا يمكن أن أكون ميتة إذ كان من الواضح أنني في غيبوبة فأنا في غرفة العناية المركزة وجسدي ينبض بالحياة بعد أن قام الأطباء بإجراء عملية خطيرة للغاية لاستبدال سمام قلبي التالف إنما تعرضت له يا دكتور هو تجربة نادرة جدا يطلق عليها اسم وعي التغدير فالبنج الذي تم استخدامه لإجراء العملية لم يفقدني وعيه رغم أنه أصاب جسدي بالشلل كحال كل من يتعرض للبنج هل فهمتني الآن؟ نظرت إليها وعقلي يبحث عن ذلك المصطلح الذي ذكرته للتو وعي التغدير لقد قرأت عن شيء كهذا أيام الدراسة ربما لكنه أمر نادر الحدوث نادر جدا لم أظن يوما أنني سأتحدث إلى شخص مرة بتلك التجربة يا إلهي هذا لا يصدق قمت بهز رأسي إيجابا ببطء شديد وأنا أتذكر لتكمل هي بابتسامة عريضة من الرائع أنك تتذكر مصطلح وعي التغدير يا دكتور هذا بالضبط ما حدث لي لقد ظل وعي مستيقظا رغم تغدير جسدي بالكامل بواسطة البنج لكنه لم يستعب ذلك ولم يحتمل الصدمة والألم الذي تسبب به مبضع الجراحة الذي شق صدري فأصيب وعي بنوع من عدم الاتزان واخترطت عليه الأوهام سألتها وقد بدأت أفهم تريدين أن تقولي أن كل ما مررت به من اتصال هاتفي وعملية اختطاف شقيقتك والمبنى المهجور لم تكن سوى مجموعة من الأوهام التي صورها عقلك بسبب تعرضك لوعي التغدير ردت بثبات بالضبط يا دكتور وكل تلك الهلوسات لم تستغرق سوى ساعات قليلة في واقع الأمر وهي الساعات التي تطلبها إجراء العملية لكنها بدت وكأنها أحداث جرت على مدى يومين كاملين تماما كما يحدث لك أثناء الحلم لقد استوعدت حينها وبعد فترة من الرعب والبكاء أنني في الواقع لم أمت ليقل ذعري وتخف حد صدمتي فرحت أنظر إلى جسدي ممددا غير مصدقة لا يمكن أن تتصور كيف سيكون حالك حين تبتعد عن الصورة لتراها واضحة لقد تمعنت في ملامحي وجسدي ممدد على الفراش وعشرات الأجهزة الطبية حولي بعد أن خرشت من غرفة العمليات بساعات قليلة لم يكن الأمر يشبه النظر في المرآة بل كان مختلفا تماما لكني لم أعلم حينها أن ما يحدث لي بسبب وعي التغدير بل ولم أكن أعلم بوجود مصطرح كهذا أصلا لذا حاولت أن أفهم ما يحدث فخرجت من المستشفى أو في النقل خرج وعي وتوجهت مرة أخرى إلى المبنى المهجور فلم أجد شقيقاتي هناك ولم أجد أحد مختط فيها حقا إن أكثر الأوقات التي تبدو فيها الأمور حقيقية ووقعية هي الحظات الهلوسة لكن بعد أن عرفت وضعي ومكاني في هذا العالم شعرت أنه ربما يجب علي الاستفادة من تلك التجربة نعم هذا ما ترأ لكن بعد أن عرفت وضعي ومكاني في هذا العالم شعرت أنه ربما يجب علي الاستفادة من تلك التجربة نعم هذا ما ترأ بذهني وأنا أخرج من المبنى المهجور وأمشي في الشارع وقد انتبهت أيضا إلى أنني في واقع الأمر لا أشعر بالجوع أو الحر والبرد فكل ما شعرت به قبلها هو مجرد هذيان وهلوسات كوني لم أحتمل صدمة وعي التقدير أثناء إجراء العملية سألتها بهدوء شاعرا برهب تلك التجربة الغريبة ولكن إلى متى ظللت على هذا الحال؟ إلى متى استمرت الغيبوبة؟ ردت باهتمام لقد كان هذا السؤال يقتلني قتلا في البداية لكني مع مرور الوقت وجدت أن الأمر ليس بذلك السوء فقد دخلت عالما كامل يخصني أنا وحدي ولا يشاركني فيه أحد وسأتمكن من فعل ما أعجز عنه في حياتي الطبعية تخيل أن وعي هو الذي يتحرك بعد أن ترك جسدي في المستشفى وأصبح بإمكانه أن يجوب الترقاط في أي وقت أريده دون قيود ودون أن يراني أحد بل ودون أن أشعر بالحر والتعب أو حتى بالجوع فالجسد هو الذي يتعب وليس الوعي كما تعلم لقد دخلت بيتنا نفسه وسمعت كلام أفراد عائلة عني وقلقهم علي ودعائهم لي أن أخرج بالسلامة كنت أجسد قصة الرجل الخفي الشهير يا دكتور لكني كنت الفتاة الخفية هذه المرة تجربة جميلة نادرة ساحرة أبعدتني تماما عن زحمة الحياة وربما يدفع الناس نصف عمرهم ليعيشوها اتزورت عشرات البيوت وجلست في أفخم القصور وسمعت أكثر الأسرار العائلية والشخصية خطورة تخيل أن تتبع أي شخص تريده فتكون معه حين يختلي بنفسه ويظن أن لا أحد يراه لقد عرفت حينها أن لكل منها جانب أسود لا يمكن أن يفصح به لأحد ولا أنكر أن هذا قد أصابني بالظهور والغثيان في بادئ الأمر فأدركت أنك تماني نعمة حقيقية ولو وجد إنسان قدر على رؤية كل الناس مكشوفين تماما كما رأيتهم أنا فلابد أنه سيموت من الإشمئزاز إن شخصيتك الحقيقية يا دكتور هي ما تفعله حين لا يراك أحد لهذا تمكنت من كشف الشخصية الحقيقية لكل إنسان في حياتي صديقاتي أقاربي جميع أفراد أسراتي وصعقت صعقت حين اكتشفت أنني كنت مخضوعة ببعض صديقاتي وحتى ببعض أقاربي مع الأسف ولا أنسى ما فعلته حين توجهت إلى قنوات التلفزيون أنتظر خروج المشاهير من برامجهم لأتبعهم إلى بيوتهم فرأيت أفعالهم وعرفت أن معظمهم منافق يدعي الشرف والأمانة بينما في واقع الأمر تجده يمارس أقبح الأفعال من الرأى حقا أن يخرج وعيك من جسدك ليتجول ويستكشف كل شيء حوله عندها سيعود إليك حتما بالفكرة الصحيحة عن هذا العالم كنت أنظر إليها بشرود لذيذ حالما ومتمنيا أن أعيش تلك التجربة لكن دون عمليات جراحية أطل الله في عمري وأبعدني عن كل الأمراض سألتها بعد ذلك المعذرة لم تجيبي على سؤالي كم استمر هذا الوضع ردت بنظرات حلمة أقل من أسبوع كان الوقت يمر علي بصورة طبيعية ككل الناس عدا ساعات العملية التي عاشت فيها وهم الاتصال الهاتفي واختطاف شقيقاتي وقد انتهت تلك التجربة فجأة مع الأسف أثناء وجود وعي في فيلا فخمة لأحد كبار الشخصيات حيث كنت أراقب فضول بشري معتاة طريقة حياته مع أفراد أسرته حين أشعرت بقوة غريبة مجهولة تجرني جرا إلى مكان ما وبسرعة خارقة لا تصدق لدرجة أنني لم أجد الوقت لأشعر بالذعر قبل أن أكتشف أن نوعي قد بدأ يعود أخيرا إلى جسدي لا أستيقظ من غيبوبتي وأجد بعض الممرضين حولي في المستشفى ولا أمس أبدا استورابهم الشديد حين رأوا اتسامتي على وجهي حال استيقاظي رغم الإرهاق الشديد الذي كان واضحا علي بعد أن شعر وعي فجأة بآلم الجسد جراء العملية قلت بابتسام عريضة إنها بالفعل تجربة فريدة من نوعها هذا أمر لم يحدث في تاريخ الطبس ومرات قريلة للغاية لن أتحدث عن الجانب الأخلاقي من دخولك لبيوت الناس ومعرفة أسرارهم لكن من المؤكد أن تلك التجربة قد قدمت لك الكثير إنني أرى هذا واضحا في ابتسامتك ردت وهي تضحك برقة لقد تغيرت حياتي كثيرا يا دكتور وقد شعرت أنني عرفت الناس وعرفت النفس أيضا واكتشفت أن معرفة الآخرين تمنحك الحكمة في حزب أما معرفة نفسك فتمنحك النور قد انتبهت فجأة إلى أن لدي حياة طويلة لأعيشها والأفضل أن لا أضيع منها لحظة واحدة فيما لا يفيد فبدت أهتم كثيرا بصحتي وخسرت الكثير من وزني بفضل الأكل الصحي وممارسة الرياضة باستمرار ثم رحت أنهل من الكتب كما لم أفعل من قبل والآن أنا أكمل تعليمي في إحدى الجامعات الخاصة أسمع دوما أفراد عائلتي يقولون أنني تغيرت بسبب اقترابي من الموت وبعد أن عرفت قيمة الحياة لكني أنظر إليهم وأبتسم دون تعليق لا أود أن يعرف أحد هذا السر العظيم الذي سأحطفز به إلى الأبد ظللت صامتا وأنا أستمع إليها منبهرا لتكمل وهي تضحك بشيء من الخجل لم يكن هذا أجمل وأغرب ما في قصتي فهناك المزيد لقد تقدم أحد الشبين لخطباتي منذ شهور قليلة هل تعرف من هو؟ لن تصدق أبدا إنه أحد الثلاثة الذين رأيتهم في مرحلة الوهم حين اقتطفوا الشقيقات الغريب أن له شقيقين هما تحديدا من كان معه حين توهمت عملية الاختطاف تلك عرفتهم مباشرة حين تمكنت من معرفة حسابه في أحدى برامج التواصل الاجتماعي وشاهدت خلاله سوره معهما كانت المفاجآت تتوالى علي واحدة والأخرى وكأنني ملاك مازالي أتعرض للضرب وقد استسلم تماما وينتظر إبتعاد خصمه عنه كي يقع على الأرض معلنا هزيمته لذا لم أنطق بكلمة لتكمل دلال بثقة لقد رفضت هذا العريس مباشرة ودون تفكير حلما رأيت سورته رفضته رغم استغراب أفراد عائلتي من رفضي الذي لم يكن لهم ما يبرره فقد انتبهت حينها لأمر لم أضعه في الحسبان وهو أن وقت العملية الذي انفصل رواعي عن جسدي وما رأيت خلاله لم يكن وحما بسورة كاملة بل ربما تكون نبوءة مجهولة أو رؤية من نوع خاص منحتني قدر على كشف نوايا الناس إذ يبدو أنني رأيت عماق ذلك الشاب مع شقيقي وهذا ليس كل شيء هل تذكر الشاب الآخر الذي طلبت منه إنقاذي الشاب الذي كان جالسا على سيارته يستمع إلى الموسيقى نعم هو بعينه قد تقدم لخطبتي منذ حوالي شهرين إنه قريب إحدى صديقاتي وقد وافقت مباشرة على الزواج منه فهو الوحيد الذي ساعدني في فترة الوهم أو ربما النبوءة التي عشتها وها أنا الآن زوجته بالفعل إنه شاب رائع فعندما تستحوذ على اهتمامه تشعر بأنك أهم إنسان في العالم هذا ما يجعله شخصية محبوبة جدا لدى جميع أفراد عائلته وهذا ما يؤكد تماما أن ما مررت به جعلني أرى الكثير من الناس على حقيقتهم يا دكتور ظللت أستمع إلى كلامها غير مصدق أو ربما نصف مصدق لكن فتاة زوراني متأنقة في مثل هذا الوقت من الليل وتحمل هذه الابتسامة الرائعة لماذا ستكذب علي؟ سألتها بهدوء وقد تعلق قلبي لا شعوريا بها دلال أعتقد أنك جئت لزيارتي لأنك كنت تريدين الفطفضة لكن هل أخبرتي زوجك بتفاصيل ما حدث؟ ردت ببساطة لا أحد يعلم سواك لقد أخبرت زوجي أنني أريد زيارة مستشفى الطب النفسي لطلب استشارة تخص بحثا أجري حاليا في دراساتي الجامعية وأخبرت أنني لا أريد زيارة المستشفى أثناء ازدحامه بالمرضى وأفضل الفترة المسائية في وقت متأخر نصبيا لا أعلم أن كنت ستصدق قصتي يا دكتور لكني أؤكد لك أن ما مررت به لم يكن وهم على الإطلاق بل تجربة تجربة حقيقية تسبب بها وعي التخدير وإن كنت لا أفهم بداياتها وكيف رأيت خبايا الناس كذلك الشاب الذي تقدم لخبطي ورفضته والآخر الذي أصبح زوجي الآن المهم أنني تعلمت درسا مهما للغاية بعد تلك التجربة وهو أنك إذا كنت تنتظر قدوم الشخص الذي سيغير لك حياتك فيجب عليك أن تنظر في المرآة فلا تسأل أبدا ما تعنيه الحياة أنت من يجب أن تضع معنى لها وأتأكد أنه لا يوجد طريق يقودك إلى السعادة بل السعادة هي الطريق نفسه وتستطيع أن تعيشها كل يوم لو كنت ترغب في ذلك بصدق ابتسمت وأنا أقول الآن فهمت كل شيء كنت أستغرف في البداية من ابتسامتك أثناء حديثك عن اختطاف شقيقتك ومحاولة توريتك في جريمة قتل وكأنك تتحدثين عن تجربة جميلة لكن الآن اتضحت الصورة بالمناسبة لقد ترأت في ذهني فكرة غريبة للتو هل شقيقتك التي توهمت عملية اختطفها سامينة أيضا؟ سألتني مندهشة كيف عرفت؟ قلت وقد شعرت أن استنتاجي ربما يكون صحيحا تذكري أنك لم تري وجه شقيقتك عند دخولك لذلك المبنى المهجور فقد قام هؤلاء الرجال بتغطية وجهها بقطعة قميش السوداء أثناء مرحلة النبوءة أو الهلوسة أو أي كان اسمها فلو كان كل ما مررت به قبل اكتشافك للحقيقة بمثابة النبوءة التي كشفت لك سوء أخلاق ذلك الشاب الذي رفضت زواج منه فعلى الأرجع أنك أنت من كنت تحت الغطاء وربما لو كشف لك المختطفون عن وجه الفتاة لعلمتي أنك أنت المختطفة ولبدأت تفهمين ما يحدث حولك قبل ذهابك للمستشفى لارتكاب جريمة القتل الوهمية أليس كذلك؟ سألتني باستغراب لكني سمعت صوت شقيقتي عندما حدثتها هتفيا وطلبت مني إنقاذها وأتذكر أن المختطفين أبلغوني أنهم سيتركونها تذهب لحال سبيلها إذ نفذت الجريمة لماذا لم يكشف لي المختطفون عن وجهها لأعرف الحقيقة؟ قلت ضحك لا أعلم ربما يكون تفسيري خاطئا ثم أنها أوهامك ونبوآتك أنسي في النهاية كيف لي أن أعرف؟ ضحكنا معا ثم أرضفت بجدية لا تنسي أنك لم تدرك الواقع إلا بعد أن رأيت نفسك في غيبوبة في غرفة الإنعاش لذا في كل ما مررت به قبل ذلك غير قابل للتفسير وإن كان له جانب من الحقيقة كما هو واضح لقد رأيت أعماق الشخص الذي تقدم لخطبتك ورفضته ورأيت أيضا أعماق الشخص الذي أصبح زوجك لا يمكن أن تكون هذه صدفة تأملتني طويلا وهي تفكر بكلامي ثم ابتسمت للمرة الألف وهي تنهض لتصافحني وتقول أشكرك كثيرا على وقتك كنت أريد أن يستمع إلي شخص أعلم أنه لن يراني مرة أخرى والأفضل أن يكون طبيبا نفسيا كي يفهم مشهاري جيدا الأمر شبيه بأن تأخذ موضيك الأسود بأكمله لتضع في سرداب وتقفل الباب المفتاح إلى الأبد عليه أنت هو السرداب يا دكتور المعذر إن ضيقك هذا التجبيه عموما لو أردت نصيحتي فأرجوك أن تتذكر جيدا أن شخصياتنا هي نتاج اختيارتنا وهذا يعني أننا لنستطيع أن نغير ما نحن عليه ولكن مع كل خيار جديد نستطيع أن نغير ما سنكون عليه نظرت إليها متفهما مبتسما لذلك التجبيه الجميل والنصيحة الرائعة هذه أول زائرة تنصح الطبيب النفس على عكس ما يحدث غالبا ليتني أستطيع تطبيق نصيحتها فأنا تائه تماما في واقع الحياة بل أنا تائه حتى في أحلامي ولا أنكر أنني شعرت بشيء من الحزن الغريب كما يحدث في كل مرة حين أدرك أنني لن أرى زائرة مرة أخرى خاصة حين استدارت لتتجه بخطوات ووثقة إلى الخارج وتختفي عن أنظاري إلى الأبد لكن القصة لم تفلت من ذهني أبدا فما زلت أفكر بين الحين والآخر بتلك التجربة الفريدة التي عاشتها دلال قبل أن تكتشف أنها ليست سوى بداية دخولها إلى عالم وعي التغدير الغريب وأن جريمة الإختطافة التي مرت بها شقيقتها لم تكن حقيقية بل جريمة وهمية صاحبتها نبوءة لن نجد لها تفسير جريمة غير منطقية الميت الذي عاد تحكيها مجهولة رفضت الإفطاح عن اسمها العمر عشرون عاما على الأرجح إنها واحدة من الأمسيات المرهقة التي أكرهها كثيرا أتذكر أنني استيقظت يومها من النوم في الرابع عصرا بعد نوبتي المسائية التي انتهت في السابع صباحا حيث ذهبت بعدها إلى إحدى صالونات الحلاقة للاستعداد لحفل زفاف أحد أقاربي أمر لا بد من القيام به مع الأسف أكره كثيرا تلك المناسبات الاجتماعية عشرات المصفحات والقبل والاتهام بالتقصير وكل ما يجعلك تشعر أنك مختلف عن الآخرين دائما أرى أن أسوأ أنواع الوحدة أن تكون في مكان مزدحم ولا يوجد أي تناقض في عباراتي تلك المهم أنني قديت الواجب العائلي وذهبت إلى حفل الزفاف في صالة أفراح بمنطقة العديلية ولم تفوتني النظرات التحتية من أقاربي وأبناء عمومتي كوني أسكن وحيدا في شقة وواضح أنهم يظنون أنني أحيى حياة بثماجينة حيث تتراكم زجاجات الخمر الفريغة تحت فراشي وأن شقة ليست سوى مرتعا لبئعات الهوى سامحهم الله أنني أدفع ثمنا ضاهزا كما يبدو لمخالفة عادتنا وتقاليدنا البالية لكن هذا لا يهمني طرم أنني مقتنع تماما بما أفعله وأعلم جيدا أنني لم ولن أصيء إلى نفسي أو إلى عائلتي يوما كان حفلة الزفاف مملا لا يختلف عن حفلات الزفاف الرجالية حيث اتررت للجلوس مع أقاربي والحديث حول أمور مختلفة معظمها يتعلق بالسياسة التي أكرهها وأشبهها دوما بمباراة كرة القدم مباراة لا تهمني وليس لي ناقة فيها ولا جمل خرجت بعدها من حفلة الزفاف عائدا إلى شقة لأجلس نصف ساعة تقريبا وشاهدت تلفزيون قبل أن أأخذ حماما ساخنا من جديد استعدادا للذهاب إلى عملي في نوبة المسائية الجديدة كانت الساعة لا تتجاوز العاشرة مساء عند وصولي إلى المستشفى حيث جلست على مكتبي ورحت أعبث في هاتفي وفي وسيلة التواصل الاجتماعي الشهير واتساب كم أكره وسائل التواصل الاجتماعي تلك لا أحب أن أنكشف أمام العالم بهذه الصورة أحب أن أبقى مركونا منسيا في زاوية مظلمة وأنعيش حياتي دون مضايقة من أحد لكن مواكبة العاصر شر لابد منه مع الأسف فهذا جروب خاص بي مع أشقائي وهذا آخر يجمعني مع أشقائي وشقيقاتي وآخر فرضاه علينا مدير المستشفى للإعلانات الهامة كما ترون لا أحد يستطيع الهرب من زحمة الحياة التي تطاردنا حتى في هواتفنا كنت أرد على رسالة هاتفية كتبها شقيقي وهو يدعوني لحضور حفل الزفاف أحد أصدقائه نعم حفل الزفاف آخر فهذه المناسبات لا تنتهي لكني اعتذرت مباشرة وتعللت بنوبتي المسائية في مستشفى وبجدور عملي المزدحم بالطبع شقيقي يعلم أنني أجذب لكنه لا يجرؤ على قولها في وجهي المعذرة يا شقيقي العزيز هذه ليست حياتي ولا أحبها صوت طرقات هدئة للغاية على الباب وضعت هاتفي على المكتب ثم عدلت من وضعي على كرسي وتنحنحت لي أطلب من الطارق الدخول بصوت حاولت أن أجعله رازينا قدر الإمكان هذه أجمل لحظات عملي لحظة انتظاري لرؤية من يقف خلف الباب وتتضاعف فرحتي بكل تأكيد حين يكون الزائر فتاة إن تقديس الزائر للأنثى يقتلني قتل ويجعلني أرغب دائما أن أظهر أمامها بمظهر الشاب الشهم الذي يقدم لها كل عون فالأنثى كائن شديد الحساسية والذكاء الفطري ومن الصعب أن لا يقع المرأة في عشق أي كائن ذاكي حساس فتح الباب إذ بها فتاة بالفعل خطوتها قرقة مترددة جعلت قلبي يتحفز إنها تنظر إلى عيني مباشرة وبطريقة لا تسمح لي أبدا بتأمل ملامحها وهيئاتها الخارجية لا أعرف لماذا رحت لشعوريا أتذكر كيف أبدو في هذه الأثناء أنا أحلق ذقني بانتظام لحسن الحظ وقد حلقته اليوم استعدادا لحفل الزفاف الذي عدت منه قبل قليل كما أنني أرتدي ثيابا أنيقة دوما في المستشفى نعم أعترف أنني أتصرف كمراهق لكني بالمقابل أقدم المساعدة الممكنة لكل من يزورني ولم أستغل يوما وضعي كطبيب نفسي للإيقاع بالفتيات البريئات أنتم تدركون ذلك جيدا إنه فقط قلب العاشق الذي ينبو الداخلي ألقت الفتاة تحية بإحترام وبصوت خافت للغاية فابتسمت مشجعا ورحبت بها بأدب شديد طالبا منها الجلوس سرحت عينها للحظة وهي تنظر إلى سطح مكتبي فوجدتها فرصة لتأملها جيدا كانت نحيلة ترتدي بانطالا ضيقا نسبيا مع قميص أزرق وعلى رأسها حجاب أبيض يكشف بعضا من شعرها البني الذي أحلم وأتمنى أن أراه ولا ننسى بعض مصاحيق التجميل الخفيفة التي جعلتها فاتنة من وجهة نظري على الأرجح لا يتجاوز عمرها العشرون عاما أعشق الجمال وأستمتع برؤيته دون أي أفكار سوداء قد تقتل ببالي البعض هكذا قلت لنفسي قبل أن أسألها بابتسام عريضة عن سبب زيارتها فنظرت إلي للحظة وكأنها تتأمل ملامحي ثم الدكتور هل؟ هل تعلم أنني ظللت طوال الطريق أتساءل عن مدى جدوى قدومي إلى هنا لأخبرك بقصتي لا أعلم إن كانت هذه خطوة سليمة لكن السر يثقل كاهلي كثيرا أريد أن يشاركني فيه أحد قلت متفهما الفطفضة جزء مهم للغاية من العلاج النفسي أحيانا كثيرا يتمثل العلاج في الفطفضة فحزم أشارت إلي بإصبعها وكأنها توافقني على كلامي ثم قالت لا أعرف كيف أبدأ قصتي يا دكتور فقد عنيت الكثير في حياتي القصيرة وكانت الظروف دوما أقوى مني قبل أن تقودني الظروف نفسها إلى تلك التجربة الرهيبة وتضعني الحياة على محاك حقيقي كان لابد حينها أن أتخذ قرارا مصيريا قد اتخذته بالفعل شعرت أنني يجب أن أكون قوية مرة واحدة في حياتي على الأقل قلت برحابة صدر لماذا لا تخبريني بقصتك من بداياتها بالتفصيل وظيفتي هي أن أستمع إليك أعويت برأسها ثم ردت وهي تعدل حجابها أريدك أن تعلم أولا أنني من فئة البدون تلك الفئة المضطهدة التي تعيش في الكويت دون هوية ولا جواز صفر ولا جنسية ربما أنت تتعاطف مع فئة البدون أو قد ترهم مجموعة من الاستغلاليين الذين أخفوا وثائقهم الحقيقية طمعا في الجنسية الكويتية وامتيازتها لا يهمني رأيك مع كامل احترامي لك فأنا لم أأتي إليك لهذا السبب إنما لسبب آخر تماما لكن وضعي الاجتماعي هذا قد يرسم لك اللوحة الخلفية لحياتي خاصة لو علمت أنني ظلت أعيش سنوات طويلة على حافة الفق مع والدتي وشقيق الذي يصغرني ببضعة عوام أما والدي لقد توفى منذ خمس سنوات بسبب مرض السرطان الذي التهم جسدي تنحدت وكأنها تستذكر سنوات تكرهها كثيرا من عمرها ثم أكملت لقد أنهيت دراستي في المرحلة الثانوية منذ عامين وأصبحت الوحيدة المؤهلة للعمل لإعادة هذه الأسرة الصغيرة لم يكن الأمر سهلا كما تعلم أنت تتحدث عن فتاة بدون جنسية لا تملك أي مهارات في حياتها سوى شهادة الثانوية العامة لذا فقد عانت أسرتنا الكثير ومررنا بأيام سوداء لم نجد فيها ما يسد جوعانا لن أخبرك بمسلسة زياراتي المستمرة للجان الخيرية التي شعرت في معظمها بمهانة شديدة من سوء المعاملة والتي تعرضت في بعضها أيضا لتحرشات الذئاب البشرية صدق الحديث سيطول كثيرا عن حياتي في تلك الأيام السوداء لذا سأتجاوز هذه النقطة وسأتحدث عن الوظيفة التي عفرت عليها بعد جهد قلت متعاطفا لا أعتقد أن هذه الوظيفة قد حلت المشكلة أدرك جيدا أن هناك الكثير من الشركات التي تستغل دوما فئة البدون وتمنحهم رواية مضحكة لعدم وجود من يدافع عن حقوقهم هزت رأسها بأسف وهي تنزل إلى الأرض ثم ما تقوله صحيح تماما خاصة لو علمت أن صاحب الشركة ومديرها بنفس الوقت أسر على لقائي بنفسه عندما تقدمت بأوراقي لطلب الوظيفة ففي البداية لم أهتم كثيرا لهذا الإسرار كونه يحق للمدير أن يقابل من يريد وأن يقوم بتوظيف من يرى مناسبة لكن من اللحظة الأولى لدخولي مكتبه عرفت لماذا أسر على لقائي اذ تبين أن الراجل زير نساء حقيقي رغم عمره الذي تجاوز الخمسين عاما كما بد لي كان هذا واضح أنه هو ينظر إلي من قمة رأسي وحتى أخمس قدمي وكأنني سلعة يتفحصها جيدا استعدادا لشراءها ويبدو أنني أعجبته كثيرا خاصة وأنني كنت متأنقة للغاية حينها لا يمكنك تصور إشمئزازي يا دكتور وأنا أجلس مجبرة مع رجل يحمل نظرات الذئبة الذي ينتظر اقتناس فريسته لكني رحت أتسم مرغمة مع النكاة السخيفة التي ظل يطلقها بين الحين والآخر كي أكسب رضاه وأصفر بهذه الوظيفة خاصة مع الراتب المغري الذي عرضه عليه والذي لم أكن أحلم به أو أتوقحه أبدا قلت وأنا أصفر واضح أن الراتب المغري ستكون له تبعات كثيرة هذا الرجل استغل حاجتك للمال كما يبدو ردت وهي تنظر إلي بجراءة نعم وقد كنت أدرك ذلك جيدا لكن ليس من السهل أن ترفض وظيفة بهذا الراتب المغري إن كنت لا تملك قوت يومك يا دكتور لذا ظللت أحاول إقناع نفسي بأنني يجب أن أحظى بالوظيفة أولا ومن ثم أحاول فرض احترامي على هذا اللعين وبالفعل استلمت وظيفتي بعد تلك المقابلة بيومين في حزب بل وساعدني المدير كثيرا في الأسابيع التالية للحصول على رخصة قيادة وشراء سيارة مستعملة لا بأس بيها وبأقصاد بسيطة تخصى من راتبي كانت ظروف حياتي تصبح أسهل شيء فشيء كما ترى حتى شعرت لأول مرة بشيء من السعادة آمل أن أبني لنفسي مستقبلا من هذا المكان ومتجهل نظرات الغزل الواضحة التي ظل المدير يرمقني بها طوال الوقت الغريب أنه رجل أعمال ومليونير سافر إلى كل أنحاء العالم ورأى أجمل الفتيات فلماذا التفت إلي أنا تحديدا لقد كان وما زال هذا السؤال يحيرني كثيرا ابتسمت وأنا أقول بلهجة العليم ببواطن الأمور هذا أمر طبيعي الفتاة التي تأتي من نفس الثقافة ومجتمع الرجل تثيره دوما وإن كانت من مستوى اجتماعي أقل كما أنك قلت أن الرجل زير نساء فماذا تتوقعين وربما كثرت أشغاله تجعله يبحث عن الله في مكان قريب منه في شركته نفسها ردت ببغض بالفعل أوقات فراغه كانت محدودة للغاية فهناك اجتماعات دائمة وضيوف يدخلون مكتبه بشكل مستمر مع الكثير من الأوراق والملفات التي تحتاج توقيعه واطلاع عليها لكنه يلتفت إلي دوما في أوقات الراحة قليلة المتاحة له حيث يدعوني أحيانا إلى مكتبه لتجاذب أطراف الحديث واطرح علي أسئلة شخصية واقحة للغاية فكنت أجيبه بتحفظ شديد دون أن أهتز أبداً لكلمات الغازلة التي تخرج من لسانه القذر بل كنت أطر للتصرف بغباء وعدم فهم أحياناً كثيراً إلى أن يأس تماماً من التلميحات مع مرور الأيام وعرف أنه لن ينالني أبداً بهذه الطريقة كان هذا بعد بضعة شهور تحسنت فيها أحوالي مادية كثيراً وبدأت أرى السعادة في عين والدتي وشقيقي لتجاوزنا مرحلة مخيفة من حياتنا عندما قرر ذلك الوغد فجأة أن يرمي بورقته الأخيرة ويواجهني صراحة برغبته حيث طرب مني أن أزوره في شقته التي يذهب إليها متى ما أراد الإنفراد بنفسه على حد قوله هزست رأسي بأسف فأكملت بحدة لقد كان رفضي قاطعاً بل وأخبرته دون خوف أنني في عمر ابنته ولا أفكر في العبث معه أبداً عندها فقط عرف أنه لن ينالني مهما فعل وعندها أيضاً تغيرت معاملة لي كثيراً لم يقيلني من عملي كما كنت أخشى لكنه فعل ما هو أسوأ من ذلك إذ راح يصرخ بي ويهينني أمام الموظفين ويطلب مني أعمالاً مضعفة باستمرار وأن أبقى في المكتب إلى ما بعد ساعات العمل لماذا؟ لا يوجد سبب محدد فقط لإخضاعي وإذلالي علني أستسلم وأذهب إليه صغيرة لكني تجملت بالصبر وقررت مقاومته والصمود بوجهه وأن أحتمل قصوته مهما فعل إلا أن الثمن كان باهزاً دون شك إذ كنت أعود إلى البيت يومياً منهاكة مرهاقة بعد أكثر من 12 ساعة من العمل المتواصل قلت بقلق لا أعتقد أنه اكتفى بهذا أيضاً إسرارك وعزيمتك سيثيران غضبه أكثر وأكثر وسيشعرانه كأنه خسر مع ربطه معك رجلك هذا لن يقبل الخسارة من فتايا راها بمنزلة اجتماعية أقل منه من المرجح أنه لجأ لخطوة تالية مخيفة دمعت عيناها وهي تقول بحنق تماماً كما تظن لقد لجأ لتلك الخطوة بالفعل بعد حوالي 7 شهور من العذاب اليومي المستمر حين طلبني في مكتبه ذات مرة وأمرني كالعادة بالبقاء في الشركة بعد انتهاء ساعات العمل لمراجعة بعض الملفات التي راجعتها له ألف مر لكني قمت بواجبي رغم كل شيء ورحت أراجع الملفات بعد رحيل جميع الموظفين وقد شعرت أنني حفظتها من كثرة مراجعتها إلى أن إلى أن سمعته يناديني من مكتبه بصوت مرتفع على غير عادته كونه يطلبني هاتفياً متى ما أراد شيئاً المهم أنني دخلت غرفته فلم أجده أصبت بشيء من الظعر وأنا ألتفت باحث عنه وإذ به مختبئاً خلف الباب لم أجد الوقت لإستوعب وجوده هناك إذ قفز علي فجأة ورح يقبلني بطريقة قذرة وهو يحاول خلع ثيابي كان الوقت يستغل فترة وجودي وحيدة معه في الشركة بعد انتهاء ساعات العمل لقد أصدت بظهول شديد غير مصدقة أنني أتعرض للاغتصاب وأن المدير انحضر لهذا المستوى الوضيع ثم تحول ذهولي سريعاً إلى ذعر هائل فرحت أصرخ وأوقاوم وأتملص منه بكل قواتي كنت ضعيفة أمام رجل يفوقني حجماً وطولاً وقوة لكني لم أتخاذ لرغم ذلك خاصة حين دفعني بقوة ليرميني على منضضة اجتماعات صغيرة في غرفته ثم أمسك بانطلوني محاولاً نزعه عنوة فقمت بتصرف غير مقصود أثناء تملصي وصراخي إذ ركلته بكل قواتي بالحزاء ذكع بالعال الذي ارتديته المشكلة يا دكتور أن الكعب أصاب المدير في رقبته تماماً ولو حاولت ضربه في نفس المكان مئة مرة لما نجحت لقد كانت الضربة قاتلة كما بدت لي حتى أنني سمعت صوت شيء ما يتهشم في رقبته وكأنني كسرت قصبته الهوائية إن كان أمرك هذا ممكن فاحتقن وجهه فجأة وبدأ عاجز عن التنفس وراحت ملامحه تتغير وتتغير وكأنه يريد أن يعب الهواء في جوفه لكنه عاجز عن ذلك إلى أن حال السواد وجهه تماماً ووقع على الأرض ميتاً نصرت إليها بفزع وأنا أقول يا إلهي قتلتيه بكت بكت وكأنها تعيش الموقف مرة أخرى وأن نعم يا دكتور لم يكن الأمر يحتاج إلى ذكاء لاستنتاج ذلك فلا يمكن أن يكون قد أغمي عليه مثلاً كان واضح أنه لفظ أنفاسه الأخيرة خاصة مع عينيه المفتوحتين الجاحزتين التي تنظران بثبات إلى الفراغ لماذا يموت البعض وأعينهم مفتوحة؟ سؤال كنت أطرح كثيراً أثناء مشحدتي للأفلام الأجنبية إذ كان هذا المشهد يخيفني دوماً لذا لك أن تتخيل حالي وأنا أراه في عالم الواقع سألتها بلهفة عن ما حدث بعد ذلك فأكملت وهي تأخذ بعض المناديل من مكتبي لتمسح دموعها وتفرغ أنفها كان ما حدث يفوق أسوأ كوابيسي إذ زللت أحضق بجثته لبدع دقائق توقفت فيها أنفاسي تماماً إلى أن تضاربت نفسي وخرجت من الغرفة وأنا أجري بها لعافقدني كل تعقل فأخذت حقيبتي من درج مكتبي واتجهت مسرعة إلى سيارتي لا يمكنك أن تتصور حالتي حينها كل ذرة في جسدي تنطفد كل عصب ينبط بجنون أبكي وأصرخ وأضرب مقودة السيارة بقبضتي يدي وما زلت أجهل في واقع الأمر كيف تمكنت من قيادة سيارتي ووصلت إلى البيت بهذه الحالة حاولت أن أتمسك بعدها وأمسح دموعي وأنا أركم سيارتي قرب الباب ثم رحت أعدل قليلاً من مظهري ثم جزء مماسق من قميصي كما يبدو علي أن أمسك حقيبتي بطريقة فنية تغطي هذا الجزء من ثيابي يجب أن لا تشعر والدتي وشقيقي بشيء ترجلت من سيارتي لأدخل البيت مشرعة وأنا ألقي تحية عابرة على والدتي التي كانت جالسة في الصالة تتحدث مع إحدى قريبتنا عبر الهاتف فلم تلاحظ توطري الشديد لحسن الحظ أما شقيقي فلم يكن موجوداً إن ذاك ربما كان في الخارج مع أصدقائه المهم أنني دخلت الحمام أخيراً ووقفت أمام المرآة وأنا أنظر إلى الخدوش والكدمات الشديدة التي أحدثها ذلك اللعين في ذراعي وكتفي وأفكر بما سيحدث لي أخذت بعدها حماماً ساخناً ويداي ترتعيشان بشكل واضح ثم دخلت غرفتي مسرعة لأفكر بما حدث أسمع والدتي تناديني لتناول العشاء لكني اعتذرت بصوت مرتفع من غرفتي بأنني متعبة وأريد أن أنام بينما الواقع أنني كنت أريد الإنفراد بنفسي في حزب فلا يوجد أفضل من بقاءك في الفراش ليلاً في غرفة النوم دون إضاءة لتشعر بالإنفراد والتفكير بما يجب فعله ظللت في فراشي بعد الوقت أفكر وأبكي ثم أفكر وأبكي إلى أن غلبني النعاس أخيراً لا أعرف كيف نمت فتلك الأجواء المخيفة لا تغري بالنوم أبداً لكن الإرهاق والدفء والظلام يصنعون المعجزات قلت باهتمام شديد لا شك أنك قررت العودة إلى عملك في اليوم التالي حتى لا تثيري الشبهات نظرت إلي باستغراب ثم سألتني بشك حقيقي كيف عرفت ذلك؟ مطدت شفتي وأنا أقول إنه الخيار الوحيد المتاح لديك فلا أعتقد أنك قررت مواجهة رجال الشرطة هذا سيضعك في متاهات كثيرة وإن كانت جريمتك غير متعمدة وارتكبتها دفاعاً عن العرض لكنك ستخسرين وظيفتك بكل تأكيد وهي أهم ما بالأمر بالنسبة لك رمقتني بشك ثم قالت أنت حق الذكي المشكلة أن الشبهات ستثار حولي في كل الأحوال لأن جميع الموظفين يعلمون أن المدير الوغض يبقيني في مكتبه بعد ساعات العمل بصورة شبه يومية سوى في أوقات سفره لذا كنت أدرك جيداً أن هناك معركة طويلة يجب خوضاها مع رجال الشرطة معركة صعبة لا أملك أي فرصة في تخطيها ولا أملك حتى فرصة الهرب منها فليس لدي المال الكافي ولا حتى جواز السفر لأغادر البلد أدرك جيداً أنني قتلت المدير بالخطأ دفاعاً عن عرضي بعد محاولة أعتداءه عليه لكن هذا لن يعني شيء لأنني سأخسر وظيفتي كما تقول وستتعرض حياتي وحياة أسراتي الصغيرة لانتكاسة جديدة وقوية هذه المرة كنت على استعداد أن أقاتل لآخر رمق كي لا أعود إلى حياة البؤسة التي تخلصت منها مؤخراً سكتت قليلاً ثم أرضفت بغمود لا أعتقد أنك ستستنتج ما حدث بعد ذلك يا دكتور فما سأقوله لك أمر بالغ الغرابة شيء لن تصدقه أبداً بل أنا واثقة أنك ستتهمني بالجنون قلت بنفاة صبر ما أردته دوماً أنا لا أتحم أي إنسان بالجنون أرجوكي أكملي ظلت تنظر إلي بغمود لم أفهم سببه ثم أكملت في صباح اليوم التالي استيقظت من النوم ببكراً بعينين منتفختين فقد كانت ديلتي مليئة بالكوابيس والأفكار السوداء ورغم الإرهاق والجوع الشديد كوني لم أأكل شيئاً منذ غداء أمس الذي تناولته في المكتب إلا أن الشعور بالخوف هو ما كان يسيطر علي وأنساني كل المشاعر السلبية الأخرى كنت قد قررت الذهاب إلى العمل بالفعل لذا فقد نهضت واغتسلت واستبدلت ثيابي محاولة تقنق كما أفعل دوماً كي لا أثير الشبهات ثم ألقيت تحية باردة على والدتي التي سألتني بقلق عما دهاني فتعللت لها بإرهاقي الشديد بسبب العمل خرجت بعدها بسياراتي ورحت أقودها بيد مرتجفة حيث ظللت طوال الطريق أحاول التنفس بهدوء وانتظام وحاول السيطرة على أعصابي سأواجه الجميع وأنكر معرفتي بما حدث سأحاول التنصر قدر الإمكان هكذا ظللت أردت بيني وبين نفسي متوقعة أنني سأجد مقر الشركة وقد تحاول إلى خلية نحل كأن أجد دوريات الشرطة وصيارات الإسعاف مثلاً مع وجود جميع الموظفين في الخارج وهم يمرون بالتحقيقات الأولية لكن عند وصولي لم يكن هناك شيء من هذا على الإطلاق الهدوء الشديد المعتاد الذي لا يختلف عن أي يوم آخر حتى أنني ركنت سياراتي وترجلت منها مرتدية نظراتي الشمسية كي تخفي نظراتي قرقة دخلت الشركة ففجئت بوجود بعض الموظفين الذين وصلوا قبلي ألقيت عليهم التحية بشروض واضح ثم جلست في مكتبي محاولة إشغال نفسي ببعض الأوراق لأهرب من نظرات زملائي في حين ظل ذهني يطرح الأسئلة التي تراكمت وتراكمت حتى كاد دماغي أن ينفجر بسببها فما الذي حدث بالضبط بعد ارتكابي لجريمة القتل وهروبي من الشركة؟ ألم يدخل أحد مكتب المدير ليكتشف وجود الجثة؟ عادة لا أحد يدخل غرفته في غيابه سوى الفراش الذي يقوم بتنظيفها يوميا في وقت مبكر للغاية هل يعقل أنه لم يكتشف وجود الجثة مثلا؟ مستحيل كم أود دخول الغرفة بنفسي لأجد إجابة على تساؤلاتي لكني لا أجرؤ ولا أريد أن أغير من نوتين عملي اليوم كي لا أثير شكوك أحد وفي خدم تساؤلاتي وفي قمة قلقي وتوتري حدث ما لم أكن أتوقعه أبدا يا دكتور ربما هي أكبر صدمة تلقيتها في حياتي حين فوجئت بجميع الموظفين ينهضون فجأة احتراما لقادم كما هي العادة نعم كان قادم هو المدير المدير الذي يفترض أن أكون قد قتلته بالأمس اتسعت عيناي فجأة وأنا أقول سارخا ماذا؟ رضت بحزم نعم يا دكتور مدير الشركة وصاحبها الذي قتلته في الأمس رأيته يدخل ببرود المعتاد متجها إلى مكتبه وكأن شيئا لم يكن سألتها بانفعال كيف؟ كيف ألم يمت حين راكلتي في رقبته كما قلت بنفسك؟ ردت بانفعال مشابه أقسم لك أنني قتلته ورأيته يلفز أنفاسه الأخيرة أمامي إلى أن تحول إلى جثة هامدة لا يمكن أن أكون مخطئة في ذلك الغريب أنه دخل الشركة وألقى تحياته الباردة المعتادة ثم رمقني بنظرة نارية اعتدتها مؤخرا منذ أن رفضت عروض القذر وكأن حادثة الأمس لم تقع أصلا لك أن تتخيل واقع هذه المفاجأة علي فقد شعرت وكأنني في بحر من الألغاز ورياح التساؤلات تضرب مركبي الصغير يمينا ويسار كنت تائها أنظر إلى سقف الغرفة بغباء قبل أن تصطدم عيناي بكاميرا المراقبة يا إلهي لقد نسيت كل ما يتعلق بشأنها فنحن لسنا في بنك ولا توجد خزينة في الشركات يخشى المدير من سرقتها لذا كانت كاميرات المراقبة شكلية في حسب لم أعيرها أي اهتمام من قبل لقد أمر المدير بوضعها في بعض الغرف منها غرفتي كي لا يسرق أحد أوراق الشركة وأصرارها لصالح شركات أخرى منافسة حتى أن الغرفة الصغيرة التي تحوي شاشات المراقبة تخلو من أي موظف ومغلقة بمفتاح موجود عند الفراشة الذي يدخلها مرة واحدة إسبوعيا كما أظن لتنظيفها وليقوم بتحديث ذاكرة التسجيل هل ثورت الكاميرات ما حدث في الأمس؟ كيف نسى المدير هذه النقطة؟ ربما كان سيذهب بعد الانتهاء من اقتصابي ليمحو التسجيل بأكمله لكن هل ما حدث بالأمس قد حدث فعلا؟ سؤال غريب لا مفر من طرحه بعد هذه المفاجأة الهائلة لذا فقد هرعت باحثة عن الفراش لأجده في المطبخ يحضر القهوة بطريقة آلية فطلبت منه بارتباك شديد مفتاح غرفة المراقبة تلك كنت أتوقع اعتراضا لكنه أخرج المفتاح من جيبه وذهب ليفتح لي الباب هكذا بكل بساطة دخلت الغرفة مسرعة ونظرت إلى الشاشة المقسمة بدورها إلى عدة شاشات كل منها تنقل صورة حية لغرفة من غرف الشركة فعبثت قليلا بذاكرة التسجيل وتمكنت من إعادته إلى اليوم الماضي في فترة العصر بعد رحيل الموظفين وبقائي وحيدة في الشركة ليظهر على شاشة تسجيل المدير وهو جالس في مكتبه يقرأ بعض الملفات الموجودة أمامه ثم يلتفت ليستخدم جهاز الكمبيوتر الخاص به رحت أراقب الشاشة بذعر وأن أضغط على زر التسريع بتحفز واضح منتظر لحظة اختبائه خلف الباب وهجومه علي عند دخولي مكتبه لكن لكن أنا لم أدخل مكتبه أبدا يا دكتور قلت محاولة التفكير بطريقة علمية لا يوجد سوى تفسير واحد لما حدث ردت بحنق أعرف فتاة مثلي عانت كل صعوبات الحياة من الممكن جدا أن تكون عرضة للأوهام والتخيلات وأن لا يكون عقلها مستقرا لذا من البديه بعد هذا التسجيل الذي رأيته بنفسي أن يكون عقلي قد رسم حادثة كاملة لم تقع أصلا بل إن هذا ما ترأى في ذهني بالفعل حتى أنني خرجت من الغرفة غير مصدقة ما اكتشفته وهو أنني أعاني مشكلة نفسية ما أو بمعنى أكثر وضوحا فقدت عقلي لم يكن هناك تفسير سوى هذا اتجهت بعدها لاشعوريا إلى جاشة الكمبيوتر لأبحث في الإنترنت عن الأوهام والتخيلات وكيفية حدوثها وتأثيرها على الإنسان وكيف نميز بينها وبين الواقع كنت غير مصدقة أن ما تعرضت له وما عشته لحظة بلحظة هو وهم سبب عقد نفسية متراكمة بسبب حياتي قاسية لكن بدأ أن كل ما حدث يوحي بذلك التفسير مهما بدت غربته لقد توهمت منادات المدير لي وهجومه علي ثم توهمت تلك الراكلة التي وجهتها له بكعب حذائي وأصابته في رقبته وقد مزقت قميسي بنفسي وأصبت نفسي بتلك الخدوش والكدمات في ذراعي دون أن أشعر بنفسي خاصة بعد أن قرأت أثناء بحثي في الإنترنت عن المازوخية وأنني من الممكن جدا أن أكون قد أصبت بها وشيء فشيء بدأت أتخاذل وأستسلم للفكرة المخيفة التي تقول أنني مريضة وأعاني من عقد نفسية متراكمة خاصة أن اليوم مر عاديا للغاية ككل الأيام فالمدير لم يتغير إطلاقا وما زال يحاول أن يكلفني بأعمال إضافية لإذلالي وكأن شيئا لم يحدث بيننا في الأمس كنت أستمع إليها مبهوتا دون أن أرد وأمام صمتي المبهم أكملت قائلة دكتور لا يمكنك أن تتصور حالة الارتباك والحيرة التي سيطرت على حياتي في ذلك اليوم والأيام القليلة التي تلت تلك الحادثة فليس من اليسير أن تصدق أنك مختل عقليا خاصة وأن كل ما تعرضت له بدأ واقعيا للغاية لكني لا أنكر أنني شعرت رغم ذلك براحة نفسية غريبة كون وجود خلل ما في عقلي لا يدركه أحد سوى أهوى بكثير من ارتكابي لجريم القتل ظللت أنظر إليها متحفزا منتظرا منها المزيد هناك إضافة هناك لغز أكبر قصتها لم تنتهي عند هذا الحد فهي لم تأتي لزيارتي لمعالجتها من المازوخية والأوهام فقط كيف علمت بذلك؟ ربما هي الخبرة ربما هو ذلك الإحساس الداخلي الذي لم يخذلني يوما وقد كنت محقا إذ أرضفت بعدها بغمود ثم جاء ذلك الاكتشاف الغريب الذي قلب موازين أحداث قصة رأسا على عقب فبعد حوالي ثلاث أيام من جريمة قتل الوهمية هذه وبعد يوم آخر طويل أبقاني فيه المدير كعادته في المكتب لبضع ساعات إضافية عدت إلى البيت مرهاقة وحالتي النفسية المضطربة هي شغلي الشاغل حيث توجهت بعدها للحمام شعرة برغبة مجنونة في الاستحمام أتذكر أنني وقفت عند حوض الاستحمام منتظر أن تصل حرارة المياه للدرجة المناسبة فرحت أتسل بمجاهدة نفسي في المرآة للحظات ثم لفت انتباهي شيء ما هذا غريب من أين جاء؟ أتحدث عن ذلك الجرح الصغير في ظهري نعم لدي مرآة صغيرة معلقة على الحائط المقابل للمرآة الرئيسية في الحمام مما يتيح لك مشاهدة ظهرك لو وقفت بينهما يشبه الوضع كثيرا ما يفعلونه في الصالونات النسائية وربما الرجالية أيضا لذا تمكنت من رؤي ذلك الجرح الذي بدأ وكأنني أصبت به منذ فترة قصيرة ثم مددت يدي خلف ظهري محاول الوصول إليه دون جدوى لأكتشف أنني لا يمكن أن أفتعل هذا الجرح بنفسي فيادي لم تصل أبدا إلى هذا المكان من ظهري أنا لا أفهم شيء في الطب الجنائي لكن هذا الجرح يبدو لي وكأنه خدش خدش لا يمكن حدثه إلا بالأظافر لقد أشعل هذا الاكتشاف الصغير شرارة التفكير في عقلي مرة أخرى بما حدث في ذلك اليوم يا دكتور سألتها مستغربا أنا لا أفهم من أين أتى هذا الجرح ومتى أصدت به وكيف لم تنتبه إليه سوى في تلك الليلة أجابت على السؤال الأخير فقط حين قالت كان من المستحيل أن أنتبه إليه أو أشعر به بسبب القلق الذي التهم قلبي والكدمات والخدوش التي ملأت ذراعي في تلك الليلة المجؤومة دعك من الصدمة الأطبر حين عثرت على المدير حيا يرزق في اليوم التالي وكأن شيئا لم يكن ومع التوتر الذي كنت أعيشاه بسبب اقتناعي التام أنني مختلة عقليا فهل تتوقع مني بعد كل هذا أن أنتبه إلى جرح صغير تافه في ظهري؟ المهم أنني أخذت الحمامة استاخن الذي أزال الكثير من الإنهاك عن جسدي ثم توجهت إلى غرفتي لأجلس فيها بعض الوقت أفكر بهذا الجرح وكيف من الممكن أن يكون قد وصل إلى ظهري ومع التفكير المستمر والأرق الشديد سرقني عالم الأحلام من واقع المر نمت بسبب الإرهاق اليوم المعتاد قالتها وهي تهز رأسها كناية عن هول مرأة وعانت ثم في صباح اليوم التالي ذهبت إلى العمل بذهن مشوش وقد شعرت أن هناك لعبة ما أجهل قواعتها وتفاصيلها فصدمة رؤياتي للمدير حيا يرزق جعلتني أقنع نفسي بإصابتي بكل الأمراض النفسية في العالم كونها التفسير الوحيد لما حدث خاصة وأنني قاصيت الكثير في حياتي بالفعل وأصبحت معرضة ربما لكوكتيل من الأمراض النفسية فمن البديه أن أشك حينها بكل شيء حتى بقوايا العقلية لكن هذه المرة بدأت أفكر في الحادثة بأكملها بصورة مختلفة لماذا لا تكون هناك فدعة ما لماذا لا تكون هناك لعبة أجهل تفاصيلها لقد بدت لي فجأة تفسير الاضطراب النفسي هذا تخيف جدا لا يمكن أن تكون الأمور بهذه البساطة تمرت تلك الخواطر في ذهني وأنا أنهض من مكتبي متجهة إلى غرفة المدير نعم حتى وإن كلفني هذا غضبه وصخته كوني دخلت غرفته قبل وصوله ودون إذنه وهو أمر لم يفعله أي موظف من قبله سوى الفراش فقد شعرت برغبة قوية في التحقب بما يجري حولي من أين جاء هذا الخدش الصغير في ظهري إن لم يكن من شجاري معه؟ سألتها بحذر وهل دخلتي مكتبه؟ قالت بسرامة بكل تأكيد دخلت غرفته الفاخرة ووقفت في منتصفها مستغلة عدم وصوله حتى الآن ثم نظرت حولي بدقة شديدة محاولة تذكر تفاصيل ما حدث لقد كان مختبئا خلف الباب كما علمنا ثم هجم علي فجأة ودفعني بعدها بقوة ليرميني على منضدة الاجتماعات الصغيرة في غرفته مهلا تذكرت شيئا تلك المنضدة نظرت تحتها باهتمام غير مكترثة بكاميرا مراقبة التي تصور كل شيء دون شك وهل هذه صدفة ثانية تضاف إلى صدف الخدش خلف ظهري؟ من الصعب أن تتكرر الصدف بهذه الصورة سألتها مستغربا هل عثرتي على شيء تحت المنضدة؟ ردت بغمود قطعة زجاجية صغيرة جدا تحتاج بحثا دقيقا للعثور عليها إنها آخر ما تبقى من كوب انكسر عندما دفعني ذلك الحقير ورماني على المنضدة أتذكر أن يدي استضمت بالكوب ليقع على الأرض الرخامية وينكسر هذا دليل آخر أن ما مررت به لم يكن وهما لذا أمسكت بتلك القطعة ووضعتها في جيبي ثم خرجت من غرفة المدير وسط نظرات الاعتراض من بعض زملائي على دخول غرفته دون إذنه لكني لم أكترث كنت أبحث عن إجابات والفضول يسيطر على كل خلايا عقلي لا شك أن هناك أبعاد أخرى مخيفة لتلك القصة ذهبت بعدها إلى الحمام لأختلي بنفسي وأخرجت القطعة من جيبي لأتأملها مرة أخرى بمزيد من الدقة قلت مفكرا هذا غريب أنا لا أجد في واقع الأمر سوى تفسير واحد وهو أن صاحب الشركة لم يمت أصلا يبدو أنه أثر الصمت ولم يكن يرغب في نشر فضيحته بعد أن أصبتي في رقبته وربما أيضا لا يريد فصلك من العمل في الوقت الحالي كونه يرغب بتعريدك للمزيد من الإذلال أو المعذرة قد يحضر لك انتقاما أشد قصوة هزت رأسها نافيا وهي تقول مستحيل يا دكتور مستحيل وأكد لك مرة أخرى أنني قتلته لا يمكن أن يكون قد نجى من ضرباتي تلك وعموما فإن قصة ليست هكذا أبدا كنت أقول أنني شعرت أن أمرا مريبا يدور حولي أمري لا أفهمه لذا طلبت من الفراش أن يفتح لي باب غرفة التسجيل مرة أخرى فدخلتها ورحت أشهد تسجيل تلك الليلة مجددا وبدقة شديدة لحسن الحظ لم يمر أسبوع بعد على الحادثة وإلا لمسح الفراش كل التسجيل السابق وبدأ يسجل من جديد كما يفعل دوما المهم أنني ظلت أحضق في الشاشة وفي نقطة محددة وحاول تسريع التسجيل وعيني على تلك النقطة نعم 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 هي كذلك انتفض قلبي بقوة لهذا الاكتشاف المثير سألتها بغباء أي اكتشاف هذا؟ قالت بحماس ألم تفهم بعد يا دكتور أتحدث عن الكوب المكسور لقد كان موجودا على المندضة أثناء مشاهدتي للتسجيل لكنه اختفى فجأة كيف من الممكن أن يحدث هذا؟ لا يوجد سوى تفسير واحد أحدهم قام بمحو جزء من التسجيل الجزء الخاص من اعتداء ذلك الوغد عليه ومن ثم تسجيل مقطع آخر عليه يظهر فيه المدير جالسا في مكتبه لا يفعل شيء سوى قراءة الأوراق الموجودة أمامه واستخدم جهاز الكمبيوتر لقد كان الكوب يظهر واضحا أثناء التسجيل لكنه اختفى فجأة من المستحيل أن ينتبه أحد لهذا إلا إذا كانوا يراقب الشاشة بدقة شديدة كما فعلت أنا وهذا ما جعلني أفكر بأمر غريب خطير مخيف وهو أن الموجود حاليا ليس المدير قلت مبتسما تعنيين أن شخصا آخر انتحل شخصيته مثلا أنك تتحدثين عن أشبه ما يكون بالمؤامرة لكنها ردت بثقة أثارت المزيد من استغرابي الأمر كذلك بكل تأكيد كل الدلائل تؤدي إلى هذا الاستنتاج خاصة مع بعض الأمور التي زننتها تفهة ولم أنتبه إليها حينها لكني الآن أجدها تكمل أركان حل اللغز ستفهم ما أعنيه بعد قليل لقد منحني اكتشافي هذا ثقة هائلة جعلتني أذهب إلى مكتب المدير حال وصوله شعر أنني وضعت يدي على أمر بالغ الخطورة فقد دخلت مكتبه دون استئذان وصفقت الباب خلفي بشيء من الفزازة كانت المرة الأولى في حياتي التي أشعر فيها بقوة حتى أنه انطفض ونظر إلي بغضب واضح جراء هذه الطريقة الواقحة من موظفة عمل لديه لكني لم أكتفي بهذا بل تماديت إجلست دون استئذان أيضا وضع ساقا فوق الأخرى لم ينطق بكلمة واحدة كان تصرفي أقوى مما يمكن تخيله اللعين لقد كان يجب صاحب الشركة الحقيقي تماما قلت له بهدوء شديد وأنا أنظر إلى عينيه مباشرة أنا أعلم أنك لست مدير الحقيقي ألقيت بهذا الطعم وأقسم لك أنه تخاذ الفجأة وبدأ لي توطره واضحا رغم أنه حاول أن يبدي بعض التماسك لم أنتظر منه الرد بل ألقيت بقنبلتي الثانية سريعا حين قلت بسرامة فلتعلم أنكم ارتكبتم خطأ فاضحا في تسجيل كاميرا المراقبة لقد اكتشفت هذا الخطأ وقمت بتصويره في كاميرا هاتفي لذا أقولها لك بكل ثقة الآن أنت لست صاحب الشركة الحقيقي ثم ألقيت بعدها بالقنبلة الأخيرة دون أن أنتظر رده على كلامي لقد بدأت أفكر بما حدث وانتبهت لأمر لم أعيره أي اهتمام في البداية وهو أنك قد تماديت بالحذر وانعزلت عن الجميع في الأيام الثلاثة الماضية حتى لا يكتشف أحد أي اختلاف في شخصيتك عن صاحب الشركة الحقيقي ولحظت أيضا أنك لم تعد تتحاور مع أحد حوار طويل بل أصبحت تلقي الأوامر وتتجنب أن تخوض أي حوار مع الموظفين حتى تحرشاتك بي أصبحت مقتضبة لم تعد كالسابق إنك تفعل ذلك حتى لا ينكشف أمرك ويلاحظ الجميع اختلاف شخصيتك وصوتك عن صاحب الشركة الحقيقي عندما قلت كلماتي هذه بدأ واضحا أن الرجل أصبح تحت رحمتي تماما يا دكتور شهقت وأنا أقول بصوت مرتفع دون قصد هل يعقل أن يكون استنتاجك صحيحا؟ يا إلهي هذا مستحيل ردت بابتسامة هادئة وهي تشير إلي بأصابها بالضبط لهذا تحديدا قاموا بتلك الخطة الغريبة لأنها مستحيلة التصديق ولن تطرأ في ذهن أحد سألتها بدهشة من تقصدين بهم؟ اتسعت ابتسامتها وهي تكمل متجاهلة سؤالي لقد واجهت الرجل بما عارفه وبدأ من الواضح أنني أصدت الهدف الرجفة العنيفة التي أصابته احمرار الوجه النظرات المتوترة كل هذه الانفعالات تؤكد نظريتي ولا شك أن تخاذله الشديد قد زادني قوة لذا طلبت منه بصرامة واضحة أن يخبرني بكل التفاصيل وإلا سأتسبب بفضيحة فرح ينظر يمينا ويسارا ثم الأعلى وكأنه يبحث عن من ينقذه لكني أنهيت تردده حين أخرجت هاتفي ورحت أضغط على ثلاث أرقام سأتصل في الشرطة بالطبع عندها نهض من كرسيه فجأة وكأنه لضغ من ثعبان ورح يرجوني أن أقفل الحط ليتفاهم معي فامتثلت لكلامه وأنا أقول بجراءة لم أظن ليوما أنني أمتلكها من الأفضل أن تخبرني بكل شيء انقذ رقبتك على الأقل انهمرت دموه فجأة وبطريقة صدمتني ربما يكون من العسير جلب شخص يشبه المدير قليلا وإخضاعه لبعض عمليات التجميل حتى يصبح نسخة منه وربما من العسير جدا أن يصل الشبه إلى الصوت لكن الإتيان بشخص يمتلك نفس شخصية المدير أيضا فهذا هو المستحيل بعينه كان من الواضح أن الرجل ضعيف الشخصية إلى حد مروع فقد انهار واستسلم سريعا إذ أكد لي أنه ينتحل شخصية المدير بالفعل حيث جاء مدفوعا من رجل أعمال منافس كان يرغب في الاستيلاء على هذه الشركة فراح يبحث طويلا عن شخص يشبه المدير إلى أن عثر عليه أخيرا وأغراب المال ليشري لها عملية تجميل تجعله النسخة تبقى الأصل منه وقد كان رجل الأعمال المنافس هذا يراقب المدير جيدا من خلال كاميرا صغيرة دستها في مكتبه حتى يطلع على تصرفاته وطباعه ومن ثم يدرسها المدير المزيف لينتحل شخصيته بعد قتله والتخلص من جثته طبعا لكن جريمة القتلى التي ارتكبتها يومها لغبطت أوراقهم تماما وجعلتهم يغيرون خطتهم بأكمالها لذا أصدر رجل الأعمال المنافس أوامره لمساعده أن يذهب فورا لمكتب المدير بعد أن شهد ما حدث بيني وبينه وكيف قتلته وهربت حيث أخذوا جثته إلى جهة غير معلومة للتخلص منها ثم قاموا بتنظيف المكتب من الدماء وإعادة كل شيء ما كان عليه حتى يباشر المدير المزيف عمله في اليوم التالي مباشرة دون أن يتم تدريبه جيدا نظرا لتصارع الأحداث ولا ننسى أنهم دخلوا غرفة التسجيل ليقوموا بمسح تلك الدقائق الخاصة باعتداء المدير علي وتصوير لقطة جديدة للمدير المزيف وهو يرتدي نفس الثياد ويؤدي دوره بالكامل كي يبدو التسجيل طبيعيا لم ينقطع منه شيء تخيل أنهم فعلوا كل هذا في ليلة واحدة فقط بعد أن قتلت المدير وهربت وقد كانوا يعرفون جيدا كل ما يتعلق بموظفي الشركة بسبب مراقبتهم المستمرة فلم يخف عليهم أنني من فئة البدون وسأخشى كثيرا أن أزوج بنفسي في مشاكل أنا في غنى عنها خاصة بعد أن رؤوني أقتل المدير وأفر هاربة لذا فإن كشفي للخطة بأكملها ومواجهتهم وتهديدي لهم بهذه الصفاقة لم يكن متوقعا على الإطلاق كما أنني لم أبالي بتهديد المدير المزيف في أنهم يمتلكون تسجيل ارتكابي للجريمتي فقد قالها وهو يرمي ورقته الأخيرة لتهديدي لكني رضدت عليه مدعي عدم اكتراثي لذلك كوني ارتكبت جريمتي دفاعا عن عرضي أما فجريمتهم كاملة الأركان مع صدق الإسرار والتراصل وستكون فضيحة لو تم كشفها إن وضعي أقوى وأفضل بكثير من وضعهم كما ترى وضعت يدي على رأسي أثناء كلامها هذا ليأقول كيف كشفت الأمر بهذه الطريقة العبقرية لقد تصرفت بذكاء شديد ردت ببساطة أخبرتك بكل التفاصيل أما الباخي فعرفته من المدير المزيف بعد أن واجهته وصدمته باكتشافي كل ما حدث كان خطة ضبرها بذكاء بالغ رجل الأعمال المنافس الذي دفع مبلغا فادحا لإجراء العملية الجراحية لذلك المزيف وتدريبه على سلوكيات المدير الحقيقي سألتها بحذر وما الهدف من كل هذه اللعبة أصلا؟ أشارت إلي بإصبعها وكأن هذا أهم ما بالأمر لتقول الهدف هو أن ينتحل المزيف شخصية المدير الحقيقي ليقوم بتحويل ملكية الشركة إلى رجل الأعمال المنافس الشركة تساوي تقريبا 25 مليون دينار نظرت إلي بابتسامة ماكرة لم أفهمها في البداية ثم أكملت بجراءة غير متوقعة لقد طلبت منهم مليون دينار ثمن لسكوتي اتسعت عيني دهشة ثم قلت بأسف وأنا أهز رأسي يمينا ويسارا ماذا عن المبادئ؟ أين ذهبت الأخلاق؟ لم يعجبها كلامي كما يبدو إذ احتدت فجأة لتقول بعصبية فلتذهب المبادئ إلى الجحيم أريد أن أعيش لقد طلبت منهم هذا المبلغ ثمن لسكوتي وإلا سأفضحهم وأكشف كل مخططهم دعت من أنني قمت أيضا بتسجيل كلامي بالكامل مع المدير المزيف دون علمه من خلال هاتفي وأخبرت بذلك حال انتهاء حديثنا فشعر أنه تحت رحمتي تماما وأنني فتاة ذكية جدا تحسبت لكل شيء لذا طلبت منه أن يأتي بالمبلغ الآن ثمنا لسكوتي كان من الواضح أن هناك من يشاهدنا إذ وجه المدير المزيف نظره إلى مكان محدد في الصقف فنظرت في ذات الاتجاه لأن تبه فجأة إلى نقطة سوداء صغيرة من العسير أن تراها إنها الكاميرا التي زرعوها هناك منذ مدة طويلة كما يبدو ولم يستغرق الأمر وقتا طويلا إذ رن هاتف المدير المزيف فجأة وبدأ أن المتصل هو رجل الأعمال المنافذ ذاته فقد تحدث معه باحترام وهيبة شديدتين قبل أن يناولني سماعة الهاتف نعم كان رجل الأعمال يريد التحدث إلي كما هو واضح لكني رفضت تماما لا أعرف كيف تصرفت بهذه الشجاعة الغريبة يبدو أن المرء لا يعرف مدى قوته إلا عندما تصبح القوة هي الخيار الوحيد المتاح لدي إذ قلت بصرامة وصوت مرتفع قليلا ليسمعه رجل الأعمال عبر السماعة لن أتحدث مع أحد أريد مليون دينار ولن أتنازل عن دينار واحد سأجلس هنا منتظر هذا المبلغ وسأختفي عن الأنظار تماما عند حصولي عليه إذ سأكون حينها مطورطة بما فيه كفاية راح رجل الأعمال يتحدث مع المزيف لبضع دقائق قبل أن يقول الأخير بقلق سنأتيك بالمال خلال ساعتين ستبقين في هذه الغرفة إلى حين أصول من المبلغ شرط أن لا تلمسي هاتفك لا يمكن أن أسمح لهاتفك هذا أن يغيب عن ناظري إنه يحوي اعترافي كاملا آومت برأسي موافقة وجلست أعد الدقائق واللحظات حتى نفت صبري تماما علم أنني ألعب لعبة خطيرة جدا لم أظن يوما أنني قادرة عليها لا أعرف كيف مر الوقت قبل أن يدخل المكتب أخيرا شخص يرتدي بدلة أنيقة تذكرك برجال المافيا وهو يحمل حقيبتين صغيرتين نسبيا فتحهما أمامي حال وصول كما يفعلون في الأفلام وخفق قلبي بقوة وأنا أرى كما ضخما من الرزم المالية لأول مرة في حياتي على أرض الواقع عندها فقط تنفست الصعضاء وعطيت هاتفي للمدير المزيف الذي أخذه بلهفة ثم أمسكت بالحقيبتين وخرجت من المكتب بجسد يرتجف بوضوح هل يعقل أنني أحمل معي مليون دينار؟ هل يعقل أن تتغير حياتي في ليلة وضحاها إنها معجزة دون شك؟ معجزة حقيقية تدخل فيها ذكائي وجراءتي إلى حد كبير لأنهي الأمور في صالحي ولم أكترث إطلاقا لنظرات الموظفين الفضولية أثناء خروجي من الشركة فلا يمكن لي أكثرهم خيالا وذكاء أن يخمن ما حدث سألتها بحذر ألم يضيقك رجل الأعمال المنافس هذا مرة أخرى؟ ماذا عن المدير المزيف؟ قالت وكأنها تريد أن تنهي قصة وتختمها بألف ختم لم يتعرض لي أحد ويبدو أن رجل الأعمال قد أتم خطته باقتدار وتمكن من الاستيلاء على الشركة دون أن يثير شكوك أحد خاصة أن المدير الحقيقي قد طلق زوجته منذ سنوات ولم ينجب منها كما أن علاقتهم مع أشقاءه ليست على ما يرام بسبب خلافتهم حول ورث ما لذا لم يدقق أحد في الأمر أما صاحب الشركة المزيف الذي أدى دوره كاملا كما يبدو فقد أخبرني أثناء اعترافه أنه من المفترض أن يقبض مليون دينار بعد تنفيذ تلك الخطة العبقرية وتسجيل الشركة بإسم رجل الأعمال وأنه سيترك البلد بعدها حيث رتب أموره ليعيش في أستراليا سألتها سؤالا أخير ماذا عنكي؟ ماذا فعلتي بالمال؟ ابتسمت بثقة وهي تقول أول ما فعلته هو الانتقال مع أسراتي الصغيرة إلى سكن أفضل ثم بدأت في السعي للحصول على الجنسية الكندية وهي أنا قريبة جدا من الحصول عليها كما بدأت أتعلم اللغة الإنجليزية في أحد معاهد اللغة في الكويت فتعليمي محدود ولا يمكن أن أنتقل لأعيش في بلد لأتحدث لغته إنني أبني مهارات حياتية بصورة سريعة يا دكتور ولا أنسى أن أخبرك أنني أقوم حاليا أيضا بتأسيس مشروع في كندا بجزء من هذا المبلغ الذي غير حياتي ونقلني مع أسراتي الصغيرة النقلة ضخمة إلى طبقة الأثرياء بالطبع لم أخبر والدتي وشقيقي بشيء من هذا كي لا أثير شكوكهما بل وما زلت أخرج يوميا في الفترة الصباحية كما كنت أفعل في السابق لو همهم أنني ما زلت في وظيفاتي هذه إنهم يلاحظون التغييرات الكبيرة في حياتنا ويحمدان الله سبحانه وتعالى كثيرا بعد أن صدق أن صاحب الشركة قد زود راتبي ومنحني امتيازات ووظيفية كبيرة بسبب كفاءتي في عملي ربما سأخبرهما بتفاصيل تلك الحادثة في المستقبل من يدري لم أجد ما أقول بعد كلمها هذا لتكمل هي لقد تعلمت درسا هاما من تجربتي تلك إن الحياة مليئة بالمشاكل وطريقة تعاملنا مع مشاكلنا تحدد هوياتنا الحقيقية كما تعلمت أننا لا نحصر على ما نتمناه بل نحصر على ما نعمل من أجله فقط فقد عملت بطريقة ملتوية لأصبح مليونيرة وهي قد نجحت نهضت من مكانها وهي تكمل قد شعرت برغبة قوية أن يشاركني أحد هذا السر الذي ظل يثق الكاهلي أيام طويلة وأردت أن أفسح عنه لأحد ولا يوجد أفضل من طبيب نفسي لأفضفد له المعذرة الآن يجب أن أذهب إنني أعيش أياما تاريخية من حياتي بعد أن كنت أمشي دائما بجانب الحائط كما يقولون منهارة مزعزعة خاصة أن والدي رحمه الله قد علمنا قبل وفاته أن ننزوي عن الجميع بسبب صفة البدون التي نحملها وكأنها عار لكن كل هذا انتهى الآن وإلى الأبد قالتها ثم ابتسمت ممتنة كوني استمعت لها بسعة بال فابتسمت بالمقابل ووضعتها باحترام لتدير ظهرها بعد ذلك وتتجه ناحية الباب دون أن تخبرني باسمها على الأقل خرجت من مكتبي ومن حياتي إلى الأبد بعد أن تركتني حائرا مذهولا كعاداتي كلما استمعت إلى قصة غريبة من أحد مرضاي أو ممن يزورونني في مكتبي لكني لا أنكر أيضا أنني شعرت بشيء من السعادة لمصير هذه الفتاة وربما خطرت في ذهني أيضا العدالة الشعرية التي يتحدثون عنها دوما فقد قتلت بطلة قصتنا ذلك الوغد دون قصد بعد أن أراد الاعتداء عليها ثم عاقبت رجل الأعمال المنافس على عملية النصب الضخمة التي كان يقودها وجريمة قتل التي كان يوشك على ارتكابها وارتكبتها هي بدلا منه فدفع لها مستسلما مبلغا ضخما جراء سكوتها بعد أن كان يسير على الطريق الصحيح لتنفيذ الخطة وبعد أن جعلها تشك في قواها العقلية حتى ظنت أن المدير الذي قتلته بنفسها قد عاد من الموت أشياء أراها وحدي تحكيها علياء العمر تسعة عشر عيما الساعة الثامنة صباحا هيا قد وصلت إلى المستشفى للتو في نوبتي الصباحي أدخل غرفتي وأجد الفراش الأسيوي وقد جاء لي بكوب النسك في حال وسولي فهو يعرف مواعيد عملي جيدا قد تبرمج على تنفيذ طلباتي في مواعيدها المحددة قبل أن أطلبها أبتسم له شعوريا ثم أمسك بالكوب وأتجه لأقف عند نافذة غرفتي وأنظر إلى حديقة المستشفى الجميلة التي تشعلك للحظة أنك لست في الكويت أرتشف من كوب النسك فيه باستمتاع لحدود له وكل رضا عن الكون حقيقة أحب مستشفى الطب النفسي كثيرا إذ أشعر فيه أنني في فيلم أجنبي أنا بطله الأوحد خاصة حين أنفعل أحيانا بسبب بعض حالات الطوارئ التي ستطلب الاستعجال فتجدونني أشعر بفخر صبياني غريب عندما أركض فيه في ممرات المستشفى ومعطفي مفتوح للوصول إلى غرفة مريض سيطرت عليه نوبة عصبية مفاجئة أو لتهدئة مريض يحاول الانتحار إنني أنفصل في هذا المستشفى تماما عن عالم الواقع وأعيش فيه جو المغامرات اللذيذ رغم بعض القصص والتجارب الغريبة والمخيفة التي هددت حياتي نفسها أحيانا كما لم يعد يخف عليكم لكن لا أنكر أيضا أنني استمتعت بقصة كل فتاة دخلت مكتبي وسمحت لي أن أبحر معها في عالمها الخاص لأغرق في مشاكلها وأسمع كلمتها وأرى نظرات القلق في عينيها لقد بدأت أرى أنه من الضرورة أيضا أن أسرد لكم مستقبلا مذكراتي مع المراهقين في الكويت كما ذكرت سابقا فهناك من القصص ما قد يروق لكم ربما سأفعل هذا في المستقبل قريب أضع الكوب على مكتبي بعد آخر رشفة ثم أمت جسدي قليلا إلى الأعلى محاورا خلق فراغات بين فقرات العمود الفقري لأخفف عنه عبء الجلوس المستمر أمام شاشة الكمبيوتر أفعل هذا وأنا ما زلت أنظر بشيء من الكسل اللذيذ عبر نافذة غرفاتي وكأنني قد تفرغ من طعامه للتو من النادر أم أنظر عبر نافذة غرفاتي فهي مغلقة أغلب الأوقات ومغطاة بستائر داكنة وضعتها على نفقتي الخاصة لأنني أعشق الشعور بالعزلة وأكره الشمس كثيرا فالشمس تعني زحمة الحياة بالنسبة لي أما الليل فهو مرحبا يا دكتور تشتتت أفكاري وانقبض جسدي فجأ التفت لأرى فتاة مقبولة الملامح خمرية البشرة ترتدي بانطالا أبيض مع قميص أحمر متجعد طويل نسبيا ارتدته بشيء من الإهمال وقد كان شعرها قصيرا إلى حد ما لكنه لم يكن مرتبا لاحظت ترددها الشديد وهي تقول بخاجة المعذرة لقد لقد طرقت الباب مرتين دون أن ترد رغم أنني كنت كنت أسمعك بوضوح وأنت تدند بأغنية قديمة لذا قررت الدخول دون انتظار الإذن نظرت إليها مجدوها يا لي من أحمق هذا ما كنت أفعله بالفعل لقد اندمجت في علامي الخاص ورحت أردت كلمات أغنية شهيرة حتى نسيت نفسي تنحنحت بحرش شديد وأشرت لها بيدي لتجلس فعلت هذا وأنا أتجه بدوري إلى كرسي مكتبي ثم سألتها متلع ثمن ما الذي تفعلينه هنا كان سؤالي واقحا ينم عن ارتباكي الواضح تخيل أن تدخل غرف الطبيب في المستشفى وتجده يغني ستفقد ثقتك به مباشرة لكن الغريب أنها لم تكترث لوقاحة السؤال بل أجابت بصدق أبحث عن ذاتي إجابة غريبة تنم عن ضياع نفسي حقيقي تنحنحت مرة أخرى محاولا استعادة هدوءي وثباتي لأسألها بصيغة أفضل المعذرة كيف أستطيع أن أساعدك تجح موشها وسكتت للحظة ثم قالت بقلق دكتور لا يخف عليك أنه من العسير للغاية أن تجلس فتاة أمام شخص غريب لتخبره بأدق أسرارها خاصة إذا كان هذا الشخص رجلا لكني من الفتيات التي يعتقدن أن الأنثى لا تستطيع أن تحل مشاكل الأنثى أو تتعامل معها تعاملا مباشرا مستمر لهذا تجد معظم الفتيات لا يرغبن أن يكون رئيسهم في العمل إمرأة بل يفضلن الرجال ولهذا تحديدا لجأت إليك ابتسمت وأنا أقول بالفعل أسمع تلك المقولة كثيرا وإن كنت لا أتفق معها المهم هل تريدين أن تشرب شيئا؟ قالت مباشرة دون أن ترد على سؤالي دكتور متى تحكم على الإنسان بالجنون؟ فاجأني سؤالها المباشر هذا فسكت للحظة ثم قلت ببساطة شديدة لا يوجد جنون بل يوجد مرضى نفسيون جميعنا مرضى نفسيين بشكل أو بآخر لكن تتفاوت درجة المرض مصطرح جنون مصطرح خاطئ تماما سألتني غير مقتنعة حسنا متى ستظن أنني مريضة نفسية أكثر من سواي؟ أرجوك أجبني بدقة هل ستعتبرني كذلك إذ أخبرتك بقصة غريبة غير قابلة للتصديق؟ أعيش أحداثها مؤخرا لحظة بلحظة؟ هل ستصدقني لو أخبرتك أنني أرى أشياء لا يراها أحد غيري؟ إنني أعيش في مئزق حقيقي يا دكتور وآخر ما أحتجه الآن هو مصيبة جديدة تضاف إلى مصائبي لو اعتبرت أنني أعاني من مشكلة عقلية مثلا وقررت حاجزي في المستشفى رغما عن إرادتي قلت صراحة هذا لم يحدث بكل تأكيد فنحن لسنا في سجن بل مهمتي هي أن أساعدك أما من ناحية التصديق من عدم فلا تقلقي بهذا الشأن لأن هناك قصص غريبة جدا سمعتها من مرضاي في السابق وقد زلزلت وجداني وتحدد ثباتي المهني بالفعل خاصة وأنني شاركت بعضهم في أحداثها لكنها الحقيقة في النهاية محما بدت غريبة لذا تأكد أنك تتحدثين مع الشخص المناسب أخبريني بما لديك كل آذان مصغية تنفست الصعداء ثم نظرت إلي بطريقة تنم عن خطورة الموقف لتردف هامسة دكتور إنني محاصرة تماما هل تعرف اللحظة التي تشعر فيها أنك مكشوف ومعرض للهجوم في أي وقت ستتحور حياتك حينها إلى جحيم وهي حياتي قد تحولت إلى جحيم حتى أنني لم أجد بدا من زيارة مستشفى الطب النفسي علني أجد فيه من ينقذني المعذرة لم أعرفك بنفسي اسمي علياء أبلغ من العمر 19 عاما طالبة في كلية الحقوق أعيش حياة طبيعية للغاية كأي فتاة في مثل سني إلى أن تغير كل شيء في ظرف أسبوع في حزب تخيل يا دكتور أنني لا أنام تقريبا منذ ذلك الحين بسبب حياتي التي امتلأت بالسواد كنت أؤمي برأسي وأن أنظر إليها باهتمام شديد حتى أشعرها برغبتي الفعلية بحل مشكلتها وهذا ما جعلها تتشجع لتكمل المفارقة الغريبة أن القصة بدأت في ليلة عمر من المفترض أن لا أنساها أبدا والواقع أنني لن أنساها أبدا بالفعل بسبب الرعب الذي عشته كان هذا في يوم حفل الزفاف شقيقتي الكبرى ربما تعلم أن أهل العروس غالبا ما يقومون بحجز غرفة في الفندق المقرر إقامة حفل الزفاف فيه حتى يضع فيه حاجاتهم ويتجهزوا للحف الذي ينتهي غالبا في ساعة متأخرة للغاية فيعودوا بعدها مرهقين إلى الغرفة ليقضوا فيها ليلتهم على أن يعودوا للبيت صباح اليوم التالي هذا ما فعلنا تحديدا حيث قضيت ليلتي في تلك الغرفة اللعينة مع والدتي وشقيقتي التي تصغرني ببضعة أعوام ابتسمت وأنا أتذكر حفل الزفاف شقيقتي الكبرى منذ سنوات طويلة كنت حينها في سن المراقة فأقوم بحمال شديد بمساعدة أمي وشقيقاتي آملا أن تلاحظ أي فتاة جديتي وإجتهادي في مساعدة الجميع فتقع في غرامي لكن هذا لم يحدث للأسف نفط تلك الأفكار وأنا أسمع علياء تكمل المهم أن ليلة العمر هذه تحولت إلى كابوس مخيف مسح كل ساعات الزفاف الجميلة من ذاكرتي فبعد مرور حوالي ساعة على توضيعنا لآخر الضيوف ونحن نمزح ونضحك بمرح شديد تركنا القاعة أخيرا لنتجي إلى غرفتنا حيث كانت الساعة تتجاوز الواحدة والنصف فجرا بقليل دكتور لا يمكنك أن تشعر بحجم الإرهاق الذي يصيبك بعد حفل زفاف إلا لو كنت إمرأة عليك إزالة طن من مساحيق التجميل ثم عشرات الدبابيس من الشعر ولا ننسى الحذاء ذي الكعب العالي الذي يسبب آلاما في الساق والظهر قد تمتد لبضعة أيام قبل أن نغرق أخيرا في سبات عميق من شدة التعب أتذكر أنني اخترت النوم على الأرض في حين نامت والدتي على السرير وبجانبها شقيقتي الصغرى حيث كان من المفترض أن لا نستيقظ قبل الحادية عشر صباحا على الأقل لكني فجأت بنفسي أستيقظ بعد ساعتين فحز لماذا استيقظت لا أعلم ربما بسبب شعوري بعدم الألفة كوني أقضي ليلتي في مكان غير معتاد وإن كان فندقا فاخرا إنه أمر يحدث لنا جميعا على ما أظن ليذا رحت أنظر إلى الظلام بعين نصف مغمضة وأفكر في عشرات الأشياء التي تفكر فيها الأنثة عندما تنظر لظلام الليل التفت إلى والدتي وهي نائمة فلا أرى سوى حدودها الخارجية أما شقيقتي الصغرى فتنام على الجانب الآخر من الفراش ليذا لا يمكنني أن أراها بطبيعة الحال إنها من تلك اللحظات التي تريد أن تطمئن فيها أن العالم بأكمله يسير كما يفترض قبل أن تقرر العودة إلى النوم لكن توقفت نظراتي فجأة وتطيرت كل خواطري من عقلي حين اعتادت عيني الظلام قليلا هو هو ورأيت ظل شخص يتجه بهدوء مهيب إلى باب الحمام الموارد في البداية ظلنتها شقيقتي الصغرى كونها تنام في الجانب الآخر من الفراش وربما لم أراها تنهض من مكانها لكن لا لا يمكن أن تكون هذه الهيئة الخارجية لإنسان حاولت أن أدقق النظر وتأكد من أنني لا أحلم وأن عيناي لا تغدعاني بعد أن اعتدت الظلام فما رأيته كان حقيقيا تماما ويفوق الوصف يا دكتور مخلوقا مخيفا ليس بشريا على الإطلاق ولم أرى مثله في حياتي هل يعقل أن يكون هناك إنسان له رأسان كل الرأس له شعر طويل بصورة مرحوظة لا يمكن أن يكون هذا الشيء بشريا خاصة أن أراه يمشي بطريقة ثابتة متجهة ناحية الحمام وكأنه مقيم معنا في الغرفة التقطت نفسا عميقا دون قصد وأنا أنظر إليها فردت بعصبية هل ستحكم علي بالجنون منذ هذه اللحظة قلت بصدق ما أقوله لمرضاي دوما لم ولن أتهمك بالجنون فقط أتمني بالله عليك وأرجوك تذكري أنك أمام الشخص المناسب لا تخشي شيء أنا في صفك ولست ضدك واضح أن قصتك تفوق الماديات سألتني بحذر يشوبه بعض الاستغراب لماذا؟ هل أنت معتاد على قصص كهذه؟ أشعرني كلامها بشيء من الفخر الطفولي فقلت أعترف لك أن لي صوالات وجوالات في علم النفس الخوارق الباراسيكولوجي لكني لا أخبر أحد بذلك كي لا يتهمني الناس بدورهم بالجنون وبتأثري بالمرضى النفسيين الذين أتعامل معهم لكن هذا أيضا لا يعني أنني أصدق كل شيء فأنا أستمع إلى المشكلة أولا ثم أجري جلساتي النفسية المكثفة لأعثر بعدها على التفسير الصحيح أنا لا أملك أي تحيوزات مسبقة تأكدي من ذلك يبدو أن كلامي أشعرها ببعض الارتياح إذ زفرت بقوة وهي تكمل عموما أنا واثقة من كلامي يا دكتور كنت أقول أنني رأيت مخلوقا بشعا يشبه البشر للوهلة الأولى لكن له رأسين كل رأس منهما له شعر طويل رأيته يمشي مترنحا لسبب ما هذا كل ما استطعت تمييزه بسبب الظلام هل هو شبح؟ هل هو من عالم الجن؟ لم أجد الوقت لأفكر بذلك بل كان الرعب الذي أفقدني صوابي أسرع إليذا نهضت من فراشي وأنا أصرخ وأبسمل وأحوقل وقد أيقظ صراخي والدتي وشقيقتي فرحت تصرخين بدورهما برعب حقيقي دون أن تفهم سبب صراخي أصفل لكن من يلومني بعدما رأيت لتسألني شقيقتي الصغرى بفزع مدهاني بعد أن شق صراخ السكون الذي عم الفندق بأكمله فقلت أنا أبحث بيد مرتجفة مفعورة عن زر إضاءة الغرفة هذا الفندق هذا الفندق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو هناك شخص ما ربما زني زني كان متجها ناحية الحمام قلتها قد وجد إصباعي زر إضاءة الغرفة ليعم النور المريح أخيرا ولم يكن هناك شيء لم أجد أحدا في الغرفة سوى والدتي وشقيقتي المذعورتين إلا أن هذا لم يكن كافيا ليشعرني بأي اطمئنان فنهضت من مكاني وذهبت لألتصق بوالدتي دفنت رأسي في حضنها وجسدي يلتجف كهير راضية الدكتور إن والدتي امرأة قوية جدا جميعنا ندرك هذا لكني لم أعلم يوما أنها امرأة حديدية فقد نهضت من مكانيها وهي تقرأ المعوذتين واتجهت بثبات نحية باب الحمام الموارب بشجاعة أحستع عليها فدفعته بيدها بقوة وهي تطعت على مفتاح الإنارة لتتأكد أن لا أحد يختبئ في الداخل وضعت يديها على شعرها القصير محاولة إرجعاه إلى الوراء ومفرغة كل إن فعلتها بنفس الوقت لتكمل لم تجد والدتي شيئا في الحمام بل وحتى السطارة التي تحجب حوض الاستحمام كانت مفتوحة أصلا على عكس ما نرى في أفلام الرعب حين تكون ستائر مغلقة ليأتي البطل ويزيحها ببطء شديد بحثا عن قاتل أو شبح أرجوك لا تخبرني أن ما رأيته كان وهما فهذا ما قالته والدتي وشقيقاتي الصغرى لكني كنت واثقة مما رأيت فالظلام لا يسبب وهما كهذا أنا واثقة أيضا أنني لم أكن أحلم بل كنت مستيقزة تماما ورغم تطمينات والدتي وحديثها معي بود وحنان إننا سنعود إلى البيت بعد ساعات قليلة من الآن وأننا في فندق فخم مليء بالنزلاء ولسنا في بيت قديم مهجور إلا أنني أصريت بعصبية واضحة تنم عن توطري الشديد على الخروج من الغرفة الآن كان من المستحيل تماما أن أعود إلى النوم بعدما رأيت حتى لو تركنا كل أنوار الغرف مضاء لذا فقد استكانت وردة المسكينة ووافقت على مضد خاصة حين رأت نظرات الخوف على وجه شقيقاتي الصغرى أيضا بعد أن سممت لهم الغرفة بصراخي وعويل ألقيت بعدها نظرة سريعة على هاتفي النقال لأكتشف أن الساعة تتجاوز الرابعة فجرا بدقاء قليلة إلا أن هذا لم يمنعني من النهوض بإسرار وتوتر بالغين لوضع حاجاتي في حقيبتي وقد أقسمت أن لا أعود إلى هذا الفندق اللعين مرة أخرى حتى أنني اتصلت مباشرة بموظف الاستقبال لأخبره أننا سنترك الغرفة الآن وعليه إعداد أوراق الخروج فعلت هذا دون أن أهتم لنبرة الاستغراب في صوته ولتي حاول أن يخفيها ولا أعلم لماذا تذكرت ذلك السؤال الذي ترحته ذات مرة في طفولتي إذا كانت الأجباح حقيقية فهل تشكك بوجودنا كما نشكك نحن بوجودها؟ المهم اتصلنا بوالدي والحسن الحظ وجدته مستيقظا وقد عاد قبل قليل من المسجد لأداء صلاة الفجر كعادته لذا فقد جاء بنفسه ليأخذنا إلى البيت مستغربا بدوره من القصة التي أخبرت بها وإن لم يبدي لها اهتماما كبير وكأنه يظن أن ما أفعله هو دلع بنات في حزب أو لجذب الانتباه رغم أنهم جميعا يدركون أنني فتاة رزينة لا يمكن أن أتصرف بهذه الطريقة الطفولية لجذب انتباه أحد قلت بحذر لا أعتقد أن المشكلة انتهت عند هذا الحد وإلا لما قمت بزيارتي أخبريني هل رأيت ذلك الشيء في البيت أيضا؟ ردت وهي ترمقني بنظر جانبيه لا أعرف إن كان استنتاجاتك هذه تنم عن عقلية متفتحة أم أنك تصخر مني المهم كنت أقول أنني ظللت طوال الطريق أحاول إقناع نفسي أن غرفة الفندق قد تكون مسكونة بالجن أو أن ما رأيته كان وهما تسبب به الظلام ربما فلا توجد تفسيرات أخرى كما ترى المشكلة أنني في اليوم التالي مباشرة تعرضت لصدمة جديدة مروعة وأنا لم أفق من صدمتي الأولى بعد كان هذا في فترة المغرب حين قررت أخذ حماما دافئا والإرهاق لا يزال مسيطرا على جسدي بعد حفل الزفاف وأحداث الأمس التي منعتني من النوم والتي كنت أأمل أن أطلتها من ذاكرتي بأسرع وقت ممكن وقفت بعدها أمام مرآة الحمام أقوم بتنشيف شعري بشيء من الانتعاش قبل أن تنقطع الكهرباء فجأة تجمدت في مكاني للحظة ثم التفت ناحية النور الذي يقتحم المكان من تحت فتحة الباب لأن تبه إلى أن الكهرباء تعمل بصورة طبيعية في البيت فظننت أن إضاءة الحمام قد تعطلت مثلا هذه الأشياء تحدث كما تعلم كنت أرادت هذا الكلام لنفسي وأنا أتذكر ما رأيته في الليلة السابقة شعر أن الخوف بدأ يحتوي كياني كله وسيجعلني أفقد كل ذر التعاقل لذا التفت سريعا لأخرج من الحمام ولكن دكتور هل تعرف مخاوف الطفولة بالنسبة لي أن أنظر إلى نفسي في المرآة أثناء الظلام طوال حياتي أقرى ذلك لا أدري لماذا أشعر أن من ينظر إلي حينها ليس إنعكاسي بل شيء آخر المشكلة أن هذه المرة كان هناك شيء آخر بالفعل ينظر إلي من مرآة الحمام لمحت ذلك في اللحظة التي كنت أن ألتفت فيها لأخره فتيبست ساقي تماما وأمعنت النظر في المرآة بشيء من الصعوبة بسبب الظلام لي أجد لي أجد كيف أصفه لك يا دكتور كان أبشع ما رأيته في حياتي هل من الممكن أن تتجسد الكوابيس على أرض الواقع لأن ما رأيته لم يكن طبيعيا على الإطلاق مخلوقا بشريا له أربع أذرع تتحرك بسرعة وكأنه عن كابوت لم أتبين ملامحه جيدا لكني كنت واثقة أنه يحضق به شعرت بذلك في حزب فتوقفت الأفكار تماما في عقلي والتفت بهل على الخروج من هذا الكابوس لكني تجمدت في مكاني مرة أخرى إذ رأيت شيئا آخر يحول بيني وبين باب الحمام هذا الشيء لم يكن موجودا قبل ثواني قليلة كيف ظهر فجأة؟ الجواب سهل لأنه ليس من عالمنا المادي بالطبع ما هذا الشيء تحديدا مخلوق بشري آخر له أربعة أرجل وكأنه موديل مختلف قليلا عن ذي الأذرع الأربعة الذي ظهر لي في المرآة شعرت بتغطر غريب في أعماقي وأنا أتخيل المشهد لكني حاولت جاهدا تضارب نفسي حتى لا أثير رعب العلياء أكثر فسألتها مباشرة محاولا التفكير بطريقة علمية المعذرة أحتاج أن أعرف شيئا عن حياتك طفولتك عائلتك ردت بحدة أعرف الهدف من أسئلتك هذه يا دكتور أنا لا أعاني من أي عقد نفسية دفينة بسبب خلافات أو مشاكل أسرية أثرت بي في طفولتي وقد خرجت إلى السطح فجأة كما ترددون دوما وأكد لك أنني فتاة طبيعية تماما صدقني لن تفيد أسئلتك تلك كنت أقول أنني لم أتمكن من الإتيان بأي رد فعل بعد كل ما رأيت لذا أطلقت صرخة مدوية وسقطت على الأرض فاقد الوعي للمرة الأولى في حياتي ربما شعور غريب أن تفقد وعيك وتصبح فجأة في عالم آخر بعيد تجهله أنت نفسك لكنك ولسبب ما لا تود العودة منه هذا ما شعرت به حين بدأ جسمي يهتز برفق شديد كان كافيا لإيقاظي فتحت عيني ببطء لأتذكر فجأة سبب فقداني للوعي فنهضت مباشرة وأنا أنظر حولي بذعر لأجد نفسي على السدير وجميع أفراد أسراتي ينظرون إلي بقلق عندها فقط عرفت أنني بمأمن لأغرق في بكاء حار وأنا أدفن وجهي بين راحتاي يدي مظهر من مظاهر الضعف الأنثوي كما تعلم لكن من يلومني على ذلك؟ أتذكر أن شقيقي وضع يده على رأسي المبلل جراء الاستحمام وهو يهدئ من روعي محاورا أن يفهم ما يحدث لأخبره والعبرات تنزل من عيني أن شيئا غير مفهوم يحدث لي في الأمس ذلك المخلوق المخيف في الفندق واليوم يحدث الانقطاع المفاجئ للكهرباء في الحمام فقط دون كل البيت لتظهر تلك الأشياء المخيفة التي بدت وكأنها جاءت من مكان واحد الجحيم ربما لكني فوجئت بوالدي يخبرني مستغربا أن أضاءة الحمام تعمل جيدا ولا يوجد فيها خلل من أي نوع وأن والدتي قد سمعت صراخي فهرعت إلي بقلق وفتحت باب الحمام الذي لم أقفله لحسن الحظ لتجدني فقد الوعي مرتدي روب الاستحمام ثم نادت والدي وشقيقي بضعر ليحملاني إلى فراشي ويقومون جميعا بإنعاشي إن علاقتي بأفراد أسرتي قوية يا دكتور لذا أخبرتهم صراحة ودون تردد بقلق شديد من أنني مسكونة بالجن سألتها باهتمام كيف صارت الأمور بعد ذلك قالت بخفوت لم يقتنع أحد بكلامي هذا إذ قام الجميع باختلاق تفسيرات مختلفة لما حدث منها أنني ربما أشعر باترابات نفسية بسبب زواج شقيقتي الكبرى وابتعتها عني حيث تركت فراغا ووضحا في حياتي خاصة وأنها مقربة مني جدا مع تفسيرات أخرى سخيفة لم أقتنع بأي منها فأنا أدرك جيدا ما رأيته المشكلة أن خوفي تضاعف كثيرا عن الليلة السابقة لقد تسلل الرعب هذه المرة إلى الملاذ الآمن الوحيد في حياتي إلى بيتي نفسه لذا قررت أن أقضي ليلتي في غرفة شقيقتي الصغرى إذ لم أجر أن أنام وحيدة بعدما رأيت سكتت قليلا وهي تنزل إلى صقف الغرفة ثم استرسلت بتوتر ليت الأمور توقفت عند هذا الحد ففي نفس الليلة وفي تلك الدقائق التي تسبق النوم كانت الإضاءة الخافتة تطلب نورها الخجول على غرفة شقيقتي الصغرى بعد أن رفضت تماما أن أنام في الظلام أسمع شقيقتي تتحدث عن حفل الزفاف الذي لم تخرج العائلة من أجواءه بعد تتحدث وتتحدث أما أنا فبرمجت نفسي على إصدار أصوات توحي أنني أستمع إلى كلامها باهتمام فلم تخرج مني أي كلمات سوى لكن في واقع الأمر ظل عقلي غائبا تماما يفكر بالأشياء الشنيعة التي بيت أراها مؤخرا قبل أن يقل كلام شقيقتي تدريجيا وأشعر بها وقد غالبها النعاس لتنام أخيرا أما أنا فظلت مستيقظة متحفزة قلقة أنظر حولي وأطلب بعض آيات قرآن الكريم لكن نداء النوم أقوى مهما كنت قرقة إذ غالبني النعاس أنا الأخرى لأغيب تماما في عالم الأحلام ولك أن تتخيل نوعية الأحلام التي ستراها فتاة رأت ما رأيتها في اليومين الماضيين مكان يمتلق بالمسوخ البشرية المخيفة أحدهم يمتلك رأسينك الذي رأيتها في غرفة النوم وآخر شبيه بالعنكبوت البشر الذي رأيته في الحمام ولا أنسى ذلك القزم الذي تشوهت ملامحه بالكامل أنا لم أرى في حياتي قزم طوله ربع متر هذا أقرب إلى السنافر وليس الأقزام لم أحتمل تلك الكوابيز بالطبع فاستيقظت من نومي بذعر والعرخ يتصبب من جبيني لكني لو كنت قد استيقظت بالفعل فلماذا لا أجد نفسي في غرفة شقيقتي بل ولماذا لا أجد نفسي في بيتنا فرقت عيني بقوة كما نرى دائما في الأفلام الكرتونية لأتأكد أن ما أراه حقيقيا وليس حلما إنني مستيقظة بكل تأكيد لكني لست في غرفة شقيقتي بل ما زلت في ذلك المكان المجهول الذي رأيته في الحلم بين المسوخ البشرية كيف يحدث ذلك؟ ليتني أعلم المشكلة أن تلك المخلوقات كانت تحاول الاقتراب مني وهي ترمقني بنظرات لم أفهمها فسرخت بكل قواتي حتى شعرت أن صوتي لن يعود أبدا كما كان ثم أحدهم يهز كتفي بعنف التفت بهلع وإذ بها يتشق القطي نعم كنت في غرفتها في بيتنا نائمة على الأرض كما كان الحياة حين ذهبت إلى النوم لكن ما مررت به لم يكن حلما أبدا أنا واثقة من ذلك عادة نحن من ننتقل إلى عالم الأحلام ولكن هل من الممكن أن ينتقل الحلم نفسه إلى واقعك بعد أن تستيقظ من النوم؟ أرجوك لا تجادلني وتحاول إقناعي بأنني كنت نائمة وقد اختلطت علي الأحلام بالواقع مستحيل 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 أنا واثقة من كلامي لم أعترض أبدا أمام عنادها هذا فقد كانت قصتها غريبة للغاية بالفعل سألتها بفضول ماذا كانت ردت فعل أفراد أسراتك؟ ردت بحنق التفسير السخيفة الجاهز دوما إنها مجرد أوهام وربما كنت مجهدة بسبب الدراسة أو أن أكون متأثرة لفراغ شقيقتي الكبرى بعد زواجها كما قلت لك أما والدتي فقد تحدثت عن الحسد كوني كنت رائعة الجمال في حفل زفاف شقيقتي على حد قولها وربما أثرت غيرت أحدهم فقرأت علي المعوذات وقررت أن تقوم بتشغيل جهاز التسجيل على قرآن الكريم لبطع ساعات كل يوم كي تحل علينا البركة لكني ظللت أصرخ بالجميع وأخبرهم أنني أعيش لغزا مخيفا لا أفهمه يتجاوز قصص الجن والحسد فلا أرى منهم سوى الدهشة من تبدو الحالي بهذه الطريقة الغريبة المفاجئة من فتاة مريحة تعيش حياة طبيعية إلى فتاة أخرى مرعوبة تصرخ وتبكي طوال الوقت نظرت إليها بشروط ثم قلت بتفهم محاولا ترخيص الأحداث حسنا لقد تعرضت إلى ثلاث مواقف الأول حدث في الفندق حين شهدت مخلوقا بشريا ذي رأسين وإن كنت لم تتبيني ملامحه جيدا بسبب الظلام أو فلنقل ملامحهما بما أنه له رأسين والثاني هو انقطاع الطيارة الكهربائي المفاجئ في الحمام والذي يجعل كترين أشياء شبيهة إلى حد ما والثالث هو الحلم الغريب الذي مررت به واستيقظت منه لكن تبين أنه قد أصبح واقعك قبل أن تهيدك سقيقتك مرة أخرى إلى عالمنا أمر معقد بالفعل لكن هذا ما تقولين أنه حدث أليس كذلك أنني أحاول أن أربط نقاط ببعضها فحسب غمغمت بشيء من الارتياح يسعدني كثيرا أنك تصدقني وتتفهم قصتي يا دكتور بالفعل أنا أصدق اقتناها التام بأنها رأت تلك الأشياء لكن ليس بالضرورة أن ما رأته كان واقعا عموما لن أخبرها بذلك سأستمع إلى قصتها كاملة أولا لذا نظرت إليها منتظرا أن تكمل لوا رغم حالة الرعبة التي عشتها على مدى يومين إلا أن ما رأيته لم يكن الأسوأ فما حدث في الأي اليوم الثالث كان جنونيا حادثة رابعة أقوى وأشد رعبا بكثير مما يمكن احتماله بل وقد كانت تلك الحادثة تحديدا السبب الرئيس الذي جعلني أقوم بزيارتك فبعد يوم آخر عصيب التصقت فيه بأفراد عائلتي ولم أتركهم سوى أثناء دخولي الحمام مع وجود شقيقاتي الصغرى التي تنتظرني عند الباب كان موعد النوم قطحان فتوجهت إلى غرفتها وإلى مكان نومي على الأرض قد حاولت أن أتناسى ما يحتث لي مؤخرا وأن أندمج معها في الحديث عن بعض الأمور العائلية علني أعود إلى حياتي الطبيعية قبل أن يقل حديثنا شيء فشيء كما حدث في الأمس وتشعر كلانا بالنعاس مرة أخرى لأدفن جسدي بأكمله تحت اللحاف لا أعلم لماذا نشعر بالأمان حين يحتث ذلك فهذا لن يحمينا من قاتل ولن يحمينا حتى من سرثور متجول بالمناسبة أنا لم أخبرك أنني معتادة على احتضان الدب الذي أمتلكه منذ طفولتي أنت تعرف تلك الدببة الضريفة التي نطلق عليها اسم تادي بير لو رأيت غرفتها التي هجرتها مؤخرا فستجد فيها مجموعة من تلك الدببة موزعة في كل ركن منها المهم أنني كنت أحتضن الدب أثناء نومي محاولة أن ألتمس منه الشعور بالأمان لكن جزء بسيط من عقلي استيقص فجأة وطرح تساؤلا مهما ومخيفا بنفس الوقت فأنا لم أأتي بالدب الصغير أصلا حين ذهبت إلى النوم في غرفة شقيقتي بل تركته في غرفتي أنا واثقة من ذلك كيف وصل بين يديي الآن؟ ثم أن الدب ليس له شعر طويل كهذا الذي أحتضنه الآن هذا السؤال كبر في ذهني شيء فشيء وراحة يقص كل المناطق النائمة في عقلي قبل أن يصبح السؤال ملحا ومخيفا ما هذا الشيء الذي أحتضنه بالدب؟ ثانية واحدة فحسب طرحت فيها تلك التساؤلات لأستعيد وعي وأفتح عيني بذعر لأجد أنني لأحتضن الدب كما كنت أتصور بل بل فتاة صغيرة ومخيفة الشكل صغيرة الحجم بشكل ملحوظ ولا تتجاوز طول طفل راضي حديث الولادة قد رأيت ملامحها جيدا هذه المرة كوني أحتضنها دون قصد وهي تنزل إلى الصقف بشرود كانت تبدو كأنها مسح صغير مشوه الملامح تماما كبرامج الكمبيوتر التي تضع فيها شورة أحدهم ثم تقوم بتشويهها بطريقة فنية لتظهره كشبح أو مصاص دماء ولك أن تتخيل الهلع الذي أصبت به كل ما أستطيع قوله أنني وجدت نفسي فجأة واقفة ملتصقة بجدار الغرفة وأنا أصرخ وأصرخ دون تواقف ولو استطعت الدخول في الجدار اللي فعلت بل إن شقيقتي المسكينة استيقظت وراحت تصرخ بدورها دون أن تفهم سبب خوفي أصلا كما هي العادة مؤخرا وأعتقد أنها راحت تلعن في سرها الساعة التي سمحت لي فيها أن أنام في غرفتها لا أنكر ذلك الشعور البغيد وكأن هناك مجموعة من العناكب المشعرة التي بدأت تمشي على جسدي إذ انتفطت بشكل واضح لكني حاولت السيطرة على الأعصاب وتذكير نفسي أن الفتاة ربما تعاني من مشاكل نفسية وليست بالضرورة تعيش تجربة من عالم ما وراء الطبيعة كحال بعض القصص التي سردتها لكم سابقا قلت بعدها مغمغما إنها ظاهرة الإشعاع سايكوفيزيائي النفسية الشهيرة قفي بين مجموعة من الناس وهم يضحكون بجنون فستجدين نفسك تبتسمين وربما تضحقين معهم دون أن تعريف السبب قفي بين مجموعة تشعر بقرق والتوتر وسيتسلل إليك شعورهم أيضا هذه الظاهرة هي سبب شعور شقيقتك وربما وردتك بالخوف في ليلة الفندق المشؤومة إياها حيث بدأت مشاهداتك التي لم يراها أحد سواكي كما هو واضح يبدو أنها لحظت كلمات مرتجفة إذا نظرت إلي مستنكرة ولسان حالها يقول أيها الأحمق إذا خفت أنت من الوصف فماذا عسي أن أقول وقد عشت تلك اللحظات بأكملها لكنها لم تقل ذلك لحسن الحظ بل أكملت لقد استيقظ الجميع على صوت صراخي وقد اخترت الحابل بالنابل في البيت كما بات يحدث مؤخرا بسببي رحت أشرح للجميع ما حدث لكن نفس الكلام والطبيعات عن الحسد والجن وضرورة قراءة القرآن الكريم باستمرار كما سمعت والدي فيما بعد وهو يقول لوالدتي أن هناك قلق داخليا عند كل فتاة عندما تتزوج شقيقتها الكبرى إذ تبدأ تفكر بقدوم دورها وإلخ من هذا الهراء بالطبع هو هراء الفتيات يتزوجن طوال الوقت ولم أسمع في حياتي عن فتاة تمر بما مررت به كما أنني لأنتظر دوري للزواج كما يقول لقد ورى ذلك الزمن إلى غير راجعة كل فتاة تستطيع أن تعيش حياتها وتعمل وتصل إلى أعلى المراتب دون الحاجة إلى رجل ولم أحتمل المزيد فقد تعبت مما يحدث لي تعبت من حالة الذعر التي أمر بها يوميا والاضطراب الذي سببته في بيتنا لذا جئت إليك على أمل أن تجد لي حلا يا دكتور هذه هي قصتي باختصار شديد يا سلام بهذه البساطة لا أعرف من يخبر هؤلاء الناس أن الطبيب النفسي ساحر يمتلك دواء لإجتساب الشجاعة وأقراصا لإزالة الكوابيس وأقراصا أخرى لمنع الأوهام إلخ أدرك جيدا أن المريد النفسي والإنسان عموما لا يرى الصورة كاملة كونه يعيش داخل الإطار لهذا يلجأ للطبيب النفس الذي قد يرى الصورة كاملة بإطارها لكن ليس إلى هذا الحد مررت أصابعي بين خصلات شعري بحركة تمثيلية ثم قلت بهدوء شديد ما سأطرحه عليك هو مجرد تساؤلات مبدئية في حزب تساؤلات أأمل أن تنير لنا الطريق هناك احتمالان لما يحدث لك أن يكون كل ما تعيشينه هو سلسلة من الهلوسات التي لا أفهم سببها حتى الآن المعذرة لكن لست أنت من يقرر أن كل ما رأيتي واقعا أم لا فالهلوسة تبدو حقيقية تماما وهي تختلف عن الأوهام والضلالات وإن كنا نستخدم تلك المصطلحات لوصف شيء واحد عموما لا بد من إخضاعك لعدة جلسات من العلاج النفسي حتى أقف جيدا على حالتك نظرت إلي بحزن لقد احتدت ذلك أيضا لقد جئت إلى الطبيب النفسي الخارق الذي سيحل مشكلتي النفسية خلال نصف ساعة ويجعلني أخرج من غرفته إنسان أخرى لكنه خذلني هذا ما تردته في أعماقها دون شك لكني رغم كل شيء أكملت باهتمام والاحتمال الثاني أن يكون كل ما تمرين به حقيقي تماما وهذا يعني أنني سأحتاج إلى بعض الوقت للبحث والدراسة إن ما حدث لك لو كان حقيقيا يندرج تحت بند علم نفس الخارق كما أخبرتك سابقا والذي كانت لي معه صوالات وجوالات لا بأس بها رغم أن هناك عددا هائلا من الأطباء لا يعترفون بوجوده أصلا لذا صدقيني عندما أكرر وأقول أنك أمام الشخص المناسب في كل الأحوال فلتمنحيني بعض الوقت وأرجو أن تحاولي أن لا تكوني وحتك أبدا خلال الأيام القادمة ولتكتبي لي رقم هاتفك من فضلك من باب الاحتياط أتمنى أن أراك بعد ثلاث أيام بإذن الله قلتها وأنا أناولها ورقة مع قلم وحاولا أن أختم حديثنا لكنها نظرت إلي بإصدراء أغازني كثيرا ثم قالت وهي تكتب رقمها بطريقة آلية وكأنها لا تعرف جدوى ذلك أصلا تطلب مني أن لا أكون وحيدة هذا ما أقوم به فعليا في الوقت الحالي أنت لم تقدم لي شيئا جديد قلت بصبر الطبيب النفسي لا يملك عصة صحرية يا علياء بل يحتاج بعض الوقت للبحث والوقوف على حالة المريض النفسية هناك أمراض نفسية يسهل اكتشافها من جالسة واحدة كالاكتئاب وقلق والوساوس وأمراض أخرى تحتاج إلى بعض الوقت للدراسة ردت بعصبية أنا لا أستطيع الانتظار هذه الأشياء تظهر لي بصورة يومية تحولت بسببها حياتي إلى جحيم لا يطاق ألا تفهم شعرت بذلك التواطر اللعين في أعماقي إنها من تلك اللحظات التي يصرخ فيها أحدهم بوجهة فتفقد ثقتك بكل ما تعلمته حاولت أن أبذل جهدا كبيرا للسيطرة على أعصابي وحاولت أن أتفهم أن هذه الفتاة تعاني كثير فلا حرج عليها لذا قلت بهدوء غريب رغم إحمرار وجهي الواضح بيدكي أن تقومي بزياراتي بعد ثلاث أيام لمنحي بعض الوقت كي أدرس حالتك وبيدك أيضا اختيار طبيب نفسي آخر لكني أؤكد أنه لن يقدم لك أكثر مما قدمته أنا نهضت من مكانها بحدة وقد كورت الورقة التي كتبت عليها رقمها وألقتها بعيدا كناية عن عدم جدوى ذلك ثم خرجت من غرفتي بعد أن صفقت الباب بقوة حسنا أفضل مكان تهرب إليه بعد هذا الموقف هو الموسيقى فتحت جهاز الكمبيوتر ثم ضغطت على زر تشغيل موسيقى هادئة محاولا العودة إلى الهدوء الداخلي وصفاء النفسي دقات قلبي بدأت تتباطئ أنفاسي تنتظم نصف ساعة تقريبا شعرت فيها ببعض الاسترخاء لألتفت مرة أخرى إلى شاشة الكمبيوتر وأبدأ رحلة البحث المعتادة في عالم الشبكة العنكبوتية والتي أقوم بها دوما حين أواجه أمر أعجز عن تفسيره رحت أبحث وأبحث لم يكن البحث سريعا كما قد يتصور البعض بل امتد لساعات ثم ليومين كاملين كنت على يقين أن الحقيقة موجودة في مكان ما لكني لا أعرف أين قبل أن يخبو حماسي تدريجيا بعد أن باءت عملية البحث بالفشل الذريع عموما فإن جميع كتب علم النفس التي درستها تقول أن ما ترى هذه الفتاة هو مجموعة من الهلوسات في حزب أو قد يكون للجن علاقة بالأمر كما ظنت هي نفسها لوهلة لقد ترى هذا في ذهني بالفعل لكن الأمر في هذه الحالة خارج نطاق تخصصي دعكم من أنني ذكرت سابقا أن 99% من حالات المثب الجن هي في واقع الأمر تأثير نفسي يدعى تأثير الغفلة عموما لم تلتزم عليها بالحضور بعد ثلاث أيام كما طلبت منها بل فجئت بها تزورني في فترة الظهيرة بعد مرور أسبوع تقريبا من زيارتها الأولى اتذكرت غرفتي دون استئذان ووقفت بمنتصفها لتحضق بيه بغضب الغريب أنها كانت في أسوأ حال ممكن فقد نحفت بعض الشيء ورأيت بعض الهالات السوداء تحت عينيها مما يدل على قلة النوم كنت أتصور أنها هنا لتتشاجر معي وإن كنت أشهل السبب وبدت للحظة وكأنها ستمسك بأي شيء موجود على مكتبي لتقضفني به لكن تبخر غضبها فجأة لتنهار أمامي وتسقط على الأرض في وسط الغرفة ثم راحت تبكي بحرارة طنيت قلوب يا عزيزتي لن تتصوري أبدا ضعفي حين أرى فتابي هذا الحال لن أحتمل كل هذا الضعف والانكسار نهضت من مكتبي متأثرا واتجهت ناحيتها وهي ملقاوة كأنها دمية قذفها أحدهم بالحائط بقصوة فانكسرت وبقيت مهمالة على الأرض قلت لها بصوت متعاطف وأنا أناولها منديلا لتمسح دموعها أرجوك لا تبكي يا علياء أنا هنا لمساعدتك فالطنهضي وتجلسي على الكرسي أرجوكي قلتها وأنا أمسك بذرعها محاولا مساعدتها على النهود لحسن الحظ استجابت لي فقد بدت وكأنها تحتاج من يقودها لذا رافقتها إلى الكرسي وطلبت لها كوبا من العصير البارد لتهدئ من روعها قليلا ثم سألتها بتعاطف شديد أخبريني ما الذي حدث قالت بوهن أثناء طريقي إلى هنا خطرت في ذهني فكرة مجنونة أن أفتح جهاز التجيل إلى أعلى درجة وأقود سيارتي بأقصى سرعة على أمل أن يحدث لي شيء يلي حياتي لم أعد أحتمل يا دكتور أشعر أنني مكشوفة كالعصب الجميع في البيت باتوا يخشون على حالتي النفسية فالأمور ساءت كثيرا وتلك المشاهدات المرعبة باتت تتكرر دون توقف رغم أن آيات قرآن الكريم تنبعث من جهاز التجيل في البيت طوال اليوم المشكلة أنني بتقرى تلك الأشياء في كل مكان حتى أثناء خروجي من البيت دكتور الكلاب تسمع ترددات خاصة لا يسمعها أي كائن آخر فربما هذا يحدث مع البصر أيضا ربما أستطيع أن أرى ما لا يراه الآخرون ما هذا الذي أراه تحديدا لا أعلم لماذا بدأت تلك المشاهدات تحدث الآن لا أعلم أيضا لا أعرف ما أقوله لها أعترف أنني عاجز عن مساعدتها وأمام نظراتي الحائرة أكملت وهي تنظر إلي دون حرج لتقول لقد لقد تبولت على نفسي في المرة الأخيرة من شدة الرعب يا دكتور لن أخجل من قول ذلك فما أعيشه يفوق أحساسي بالخجل بمراحل كيف سيكون شعورك حين تجد تلك المخلوقات المخيفة حولك في كل مكان تثاب إليه إنها تلحقني باستمرار وبعضها يثري كوابيسي بحق هذا إذا كنت أنام أصلا لقد أخذني والدي إلى رجل دين فأوصاني بأمور كثيرة لم تغير شيء لا توجد لدي أي حلول الآن أرجوك انقذني أرجوك كنت أشعر بالأسف فعليا نحوها لكني عاجز تماما بنفس الوقت عن مساعدتها فبدأ موقفي شبيها بأيام الدراسة حين يطرح علي المدرس سؤالا فأمثل له بأنني أفكر بعق بحثا عن الإجابة رغم أنها غير موجودة في عقلي أصلا المشكلة أن حتى تفسير الجن لأرى منطقيا هنا إذ لم أسمع أن أحد تقمصه الجن بهذه الصورة الغريبة سألتها محاولة إيجاد مخرج أخبريني يا علياء هل أنت من عشاق أفلام الرعب أو تمارسين ألعاب المراهقين من تحضير أرواح وغيرها هزت رأسها باستنكار وهي تقول بالطبع لا سألتها مرة أخرى حسنا هل لي أن أتحدث مع أحد من أفراد أسراتك والدك ربما أو حتى شقيقك قد يتغير الأمر لو عرفنا قصة من منظور شخص آخر أستغرب عدم التفاه فهم حولك في هذه الظروف قالت معطردة بل هم إلى جانبي طوال الوقت لكن الأمور تحدث بسرعة فالقصة بأكملها بدأت منذ أقل من أسبوعين كما تعلم والأحداث تتصارع منذ ذلك الحين أما رغبتك في الحديث مع أحد من أفراد أسراتي فلا أجد ما يبررها خاصة وأن كل ما رأيته لم يرى أحد سواي أسمع والدتي تتحدث أحيانا عن السحر لكني أشعر أن الأمر أكبر من ذلك بكثير أطرقت برأسي خجلا وأنا أقول مغمغما أنا أريد أن أساعدك بالفعل لكني لا أعرف كيف إن حالاتك غريبة فحتى التفسير المتعلق بالهلوسة والذي يتطلب بعض الجلسات العلاجية حتى أتأكد منه أجده غير منطقي كونك تعيشين حياة طبيعية للغاية كما أكدت لي بنفسك وأمام صمتي وخجلي وعجزي رأيتها تنهض من مكانها وقد فقدت الأمل تماما كما يبدو في إيجاد حل لمشكلتها ثم نظرت إلي للمرة الأخيرة بأسة وهأس وعيناها قد أهرقت بالدموع مرة أخرى لتخرج من مكتبي دون أن أعلم أنني لن أراها تانية فبعد بضعة أسابيع وبعد أن مرت علي حالات أخرى وأخرى أنستني تلك القصة تماما ترأت علياء بذهني فجأة ذات يوم لحظت الحظ أنني احتفظت برقمها على تلك الورقة التي كورتها بيدها وقذفت بها إلى الأرض في ذلك اليوم ففكرت بالاتصال بها والإتمئنان عليها ومعرفة ما قالت إليه الأمور على أمل أن أغلق ملف هذه القصة إلى الأبد وبالفعل لقد تم إغلاق ملف القصة إلى الأبد ولكن بطريقة أخرى مع الأسف فعندما رأنا جرس هاتفها فجأت برجل يجيب ويسألني عن هويتي أخبرت دون تردد أنني طبيب نفسي قد لجأت إلي علياء منذ مدة لمساعدتها وأنني أتصل للإتمئنان على حالها في حزن كان ما سمعته منه قد سبب لي صدمة مروعة عندما أخبرني المتحدثة بتأثير شديد أنه والد علياء وأنها توفيت منذ أيام قليلة شيء غير مفهوم على حد قوله أصابها أثناء نومها واجعلها تخترق حتى الموت كان هذا آخر ما توقعت سماعه حتى أنني صمت المدة طويلة وشعرت بذنب وحزن شديدين كوني لم أتمكن من تقديم أي عون لهذه المسكينة حاولت أن أعرف منه المزيد من التفاصيل فأنا أعرف أن هناك أنواع من الموت هناك الموت الذي يبدو حادثا والموت الذي يبدو انتحارا والموت الذي يبدو شيخوخا والموت الذي يبدو قتلا لكن لا أحد يختنق دون سبب نقلت له تساؤلاتي تلك فأخبرني أن هذا ما قاله الأطباء ولا يعرف أي تفاصيل أخرى تغيرت نبرت صوتي كثيرا متجاوزا تلك النقطة وقمت بتقديم واجب العزاء له ثم تنحنحت وطلبت منه بخجن أن ألتقي به نعم هناك أمور كثيرة أخبرتني بها ابنته وأردت أن يعرفها ربما يكشف حديثي معه شيء يساعدني على فهم ما تعرضت له علياء دعكم من الشعور بالذنب الذي يسيطر علي كوني عجزت عن مساعدتها فوافق المسكين مباشرة وكأنه يرغب بشدة في التحدث عن ابنته بعد يومين من اتصالي به قابلتها في بيته بمنطقة السلام بعد أن استقبلني بواجه شاحب متأثر بل وبدى لي وكأن البيت بأكمله يشع كآبة بسبب حالة الوفاء المهم أنني صافحته بحرارة وقمت بتقديم واجب العزاء مرة أخرى ثم دار بيننا حديث طويل حول ابنته إذ سألته عن كل ما يخص حياتها علني أفهم سبب ما تعرضت له وما كانت ترامل مسوخ وشياطين كما عرفنا منها لكن كل ما سمعته من الأب كان عاديا للغاية هذه أسرة ككل الأسر من الصعب أن يخرج أحد أفرادها فجأة ليعاني من الهلوسة أو أي أعراض نفسية أخرى كما حدث لابنته لذا فقد شعرت أن الزيارات هذه لم تقدم شيئا للأب سوى مواساته وإن لم يفوتني ندمه الشديد كونه قد انشغل عنها في الأيام الأخيرة على حد قوله قبل وفاتها ولم يقضي معها الكثير من الوقت هذا هو حال عدد لا بأس به من الآباء مع الأسف لكني لن أوجه له اللوم الآن بعد أن فات الأوان خرجت من بيتهم وقد قررت بحزن وضع تلك القصة في ملف النسيان هذا الملف الذي أصبح متخما وباتت أوراق الذكريات المريرة تتساقط منه رغما عن أنفي وتزيد التواطر والاكتئا في حياتي لكني حاولت رغم كل شيء أن أعود إلى حياتي العادية وإلى شقة التي أصبحت الحصن الوحيد الذي أشعر فيه بالأمان قبل أن قبل أن تحدث المفاجأة بعد شهور قليلة وأكتشف الحل فجأة وإن كان متأخرا للأسف كيف؟ حدث هذا بالصدفة حين كنت جالسا في شقاتي أمام شاشة الكمبيوتر مجرد خبر غريب قرأته في إحد الصحف البريطانية الإلكترونية التي أتابعها باستمرار أتذكر أنني جلست أقرأ الخبر أكثر من مرة بعين خاوية دون أن أربط الأمر إطلاقا بقصة علياء التي نسيتها بسبب زحمة الحياة ومصائب المرضى التي تنهال على مسامعي يوميا المشكلة أنك أحيانا ترى الإجابات أمامك لكنك تظل تبحث عنها في أماكن أخرى فقط لأن عقلك لا يرى سوى المألوف لكني انتبهت هذه المرة لحسن الحظ إلى ما هو غير مألوف قد حرك هذا الخبر خلايا دماغي بصورة مفاجئة أثناء قراءتي لتفاصيله إذ بدأت عيناي بالابتساع لاشعوريا وأنا أتذكر علياء وما مرت به هل هي ضربة حظ؟ لا أعلم هل هو إلهام من الله سبحانه وتعالى؟ على الأرجح نعم ترى ما هو الاحتمال لأمرك هذا أن يحدث؟ ربما يكون واحد في المليون لكنه يبقى احتمال قائم رغم كل شيء فإذا كنا نرى بعين مفتوحة ونسمع بآذان منصطة فلماذا لا نفكر بعقل منفتح؟ مهلا يجب أن أجري مكالمة هاتفية ضرورية أولا سأتحدث مع وارد علياء رحت أبحث في أرقام هاتفي لحظت الحظ أنني لا أمح أي رقم من جهازي فأنا لن أزور الأب في بيته بسبب هذا الاحتمال الضعيف اتصلت لأسمع صوت جرس الهاتف يا رن أأمل أن لا يكون والدها قد قام بإلغاء الخط بعد وفتها في اشتراه شخص آخر هذا الرقم هو وسيلة الاتصال الوحيدة به الهاتف يا رن بإلحاح دون أن يرد أحد وفجأة قاله قلت بلهفة السيد مرحبا يا سيدي أنا الطبيب النفسي هل تذكرني؟ لقد قمت بزيارتك في البيت منذ شهور قليلة وتحدثت معك عن ابنتك رحمها الله سكت للحظة ثم رحب بيه بانكسار وكأنني أعدت له ذكرى حزينة فسألته مباشرة آملا أنني سأصيب الهدف الصحيح سيدي هناك أمر هام أريد التأكد منه وقعدك أنني لن أزعجك مرة أخرى باتصالاتي أخبرني عن طفولة علياء أرجوك هل؟ هل كان لها توقم ملتصق؟ توقم توفى في عمر صغير ربما؟ لا أعلم لماذا شعرت بارتياح شديد وانبهار شخصي بذكائي حين سمعت الأب يشهق بعنف ويسألني بدهشة كيف؟ كيف علمت بذلك؟ لم أجيبه بل طلبت منه بلهفة أن يخبرني بالمزيد أولا ليقول بذهول هذه قصة قديمة للغاية لا يعرف أحد سواء أنا والدتها فقد ولدت علياء ملتصقة بتوقم توفى لي من منطقة الرأس لن أضيح وقتك بمشاعر الحزن والألم والذهول التي أصابتنا حينها لكن يجب أن تعلم أننا تصرفنا بطريقة عملية حين حاولنا لأكثر من عام إيجاد حل لتلك المشكلة حيث عرفنا أن إجراء عملية لفصل التوقم التفايلي عن علياء ستكون خطيرة جدا فهناك احتمال كبير أن تفقد حينها الفتتان حياتهما بل أنني لم أحصل حتى على الموافقة من وزارة الصحة لأرسلهما إلى العلاج في الخارج فكيف توافق الجهات الرسمية في الدولة على ذلك إذ كان العلاج النفسي قد ينهي حياة التوقمين لذا ظللنا ندور في حلقات مفرغة ودوامة لا تنتهي من التفكير إلى أن اقترح أحد أقاربي أن أبحث عن مصحة متخصص لإيواء التوائم المتصقة حتى تعيش فيه ابنتاي بعيدا عن نظرات الإشمئزاز التي قد يرقونها من الناس لكن كانت المصحات التي ترعى التوائم المتصقة نادرة جدا وباهزة الثمن إلى أن عثرت في النهاية على مصح في تايلاند وبسعر معقول للغاية قياسا لعملتنا فقررت إرسالهما إلى هناك ظلت الفتاتين تعيشان بضعة شهور في ذلك المصح لتحدث الكارثة ذات يوم حين وضعت علياء قطع صغيرة جدا من لعبتها في فم توأمها التفايلي فاختنقت المسكينة وماتت لا تنسى أن عمرها كان لا يتجاوز العامين إن ذاك وقد كانت معجزة حقيقية حين ظلت علياء على قيد الحياة رغم موت توأمها التفايلي فأمور كاذيه نادرة الحدوث لذا تحتم حينها إجراء عملية جراحية صعبة جدا ومعقدة استغرقت أكثر من ثمانية عشر ساعة تقريبا لفصل التوأم التفايلي عن علياء لكنها تكللت بالنجاح الذي أذهل الأطباء أنفسهم فكتب لعلياء عمر جديد سكت الأب طويلا وظلت أنا صامتا مصدوما لما سمعته هل يعقل أن يكون استنتاجي دقيقا بهذه الصورة؟ لكن هذا ليس كل شيء أعتقد أن هناك المزيد سألته بهدوء شديد غير مصدق أنني أصبت الهدف بهذه السؤولة هناك سؤال هام جدا أحتاج إجابته أرجوك يا سيدي فكر في سؤالي جيدا قبل الإجابة لقد كانت توأمان ملتشقين من ناحية الرأس كما أخبرتني فهل كان دماغهما المشترك ذي تأثير واضح عليهما؟ بمعنى آخر هل كانت علياء طرب عين توأمها أحيانا وتسمع أفكارها؟ هل كانت توأمان تتبادلان الذاكرة مثلا؟ أرجوك لاحظ أنني أتحدث عن الذاكرة البصرية تحديدا والتي يبدو أنها كانت متصلة بينهم فلا أظن أنهما كانت تتشاركان في الذاكرة السماعية يبدو أن كلماتي أصابته بصدمة جديدة بل وتبين هذا بوضوح حين شعرت به وكأنه أمسك بالهاتف بقوة مع اقتراب صوته من السماعة ليقول بحدة فجرت طابلة أذن أخبرني بالله عليك كيف عرفت؟ قلت بتأثر شديد لذكائي الحاد قد قرأت قبل قليل خبر غريب في إحدى الصحفة البريطانية لا أعرف لماذا قفز اسم علياء إلى ذهني فجأة حينها الخبر يتحدث عن توأمين ملتسقتين من ناحية الرأس لا يتجاوز عمرهم الأربعة أعوام لكن الفارق أنهما مكتمل النمو ولم يكن أحدهم طفيليا كحال توأم علياء المهم أن الأطباء اكتشفوا أمر مثير يخص هذين التوأمين إذ تبين أن لديهما المقدرة على قراءة أفكار بعضهما أحيانا وأن كل منهما تستطيع أن ترى بعين الأخرى في أوقات متفرقة ودون سبب محدد كيف؟ لا أحد يعلم إذ يأمل الأطباء أن يفهموا كيفية حدوث ذلك في المستقبل ربما إذا كبرت التوأمتان قليلا وتمكنت من شرح ما يحدث لهم بصورة دقيقة إنها حالة نادرة جدا لم تحدث في تاريخ التوائم الملتسقة سوى مرات قليلة لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة لقد فكرت كثيرا بهذا الخبر الغريب وحاولت ربط بما حدث لعلياء سألني باستغراب ما علاقة هذا الخبر بما حدث لعلياء؟ لم أفهم قصدك بعد قلت بثقة شديدة بعد أن تكدت أنني أصبت الهدف سيدي كل المخلوقات المخيفة التي كانت تراها علياء قبل وفتها هي في واقع الأمر بقايا من الذاكرة التي تركتها توأمها الطفيل هذه المخلوقات هي في الواقع توائم تلاسقة من مختلف الأنواع في ذلك المصح في تايلاند لقد كانت علياء ترى أحداثا قديمة من ذاكرة توأمها الطفيل دون أن تعلم سألني مرة أخرى بإنبهار هو لكن كيف حدث هذا؟ لقد ماتت توأمها منذ زمن طويل وعمر علياء لم يكن يتجاوز العامين إن ذاك كما قلت لك كيف تظهر ذاكرة إنسان ميت في ذاكرة إنسان حي؟ قلت ببساطة قد اتضحت الأمور تماما لقد كان رأساهم متصلين تماما في حالة توأمتين البريطانيتين اللتين أخبرتك عنهما أعتقد أن ذاكرة التوأم الطفيل زلت طوال سنوات مطبوعة في ذهن علياء وقد ظهرت إلى السطح مؤخرا وبصورة مفاجأة لسبب لا أعرفه صراحة فباتت المسكينة ترى العالم في أوقات متقطعة بذاكرة توأمها الطفيل دون أن تعلم أي أنها كانت ترى مشاهد قديمة من ذاكرة طفل عمرها سنتان في حزب لهذا لم تدرك أن ما تراهم في واقع الأمر ليس سوى توائم ملتصقة بأنواع مختلفة في ذلك المصح وأعتقد أن توأمها الطفيل كانت متخلفة عقليا كون تكوينها الجسماني والذهني أقل من علياء التي كانت مكتمدة النمو مما ساهم بالمزيد من التشويه للعالم الذي كانت ترى وحتى تفهم الأمر بصورة أوضح تخيل لو وضع أحدهم في رأسك ذاكر الطفل صغير عندها لن ترى العالم كما تراه أنت رجل بالغ بكل تأكيد بل ستتصرف كالطفل وسترى أشياء كثيرة لن تفهمها حتى موضوع انقطاع الكهرباء في الحمام والذي أخبرتني عنه قبل وفتها قد يكون مرتبطا بذاكرة توأمها حين انقطعت الكهرباء ربما ربما يوما في ذلك المصح في تايلاند ما هو سبب نشاط ذاكرة التوأم الطفيل المفاجئ والمتقطع في مخ علياء بعد كل هذه السنوات لا أعتقد أننا سنعرف الإجابة سألني بانفعال شديد أخبرني إذن كيف كيف ماتت كيف اختنقت ابنتي سألته بالمقابل لقد أخبرتني قبل قليل أن توأمها الطفيل ماتت مختنقة عندما وضعت علياء في فمها قطعة صغيرة من قطعة اللعب أليس كذلك شحق الأب بقوة ويبدو أنه فهم ما أعني فأكملت بألم تماما هذا يفسر كل شيء لقد كان عقل علياء مقتنع تماما أنها هي التي تختنق لأنها كانت لحظتها تعيد ذاكرة توأمها الطفيل في لحظات اختنقها مما جعلها على قناعة تامة بأن شيئا ما في فمها يمنعها من التنفس الأمر الذي أدى لاختنقها فعليا وموتها في نهاية الأمر مع الأسف الشديد ساد المكالمة صمت طويل قد شعرت أن الأب يبكي نعم إنه يبكي أسمع أنفاسه بوضوح فاحترمت بكاءه كثيرا وخرصت تماما شعيرا بشيء من الذنب كوني أعدت له ذكريات مريرة ثم سمعته يقول بأنفاس متقطعة مزقت قلبي لم نربط أبدا ما مرت به علياء بتوأمها الطفيل فقد عاشت حياة طبيعية منذ ذلك الحين قلت متفهما لا يمكن لأحد أن يلومك يا سيدي فالربط بين الحادثتين مستحيل تماما ولولا ذلك الخبر الصحفي الذي قرأته قبل قليل لما استنتجت شيئا كهذا لكن الآن اتضحت الصورة إلى حد كبير أكمل بصوت باكي بعد فوات الأوان أغرقت عيني بالدموع لا شعوريا لكني تمسكت وأنا أقول هذا قضاء الله وقدره يا سيدي نعم لقد جاء استنتاجي متأخرا لكننا لا نعلم أصلا إن كان بإمكاننا مساعدة علياء وقتها ربما كانت ستعيش سنوات طويلة بهذه الصورة وترى مشاهد مرعبة تحيل حياتها جحيما دون أن نتمكن من مساعدتها إنني ألجأ عادة إلى التنويم المغماطيسي لإزاح الذكرى سيئة تقرق المريض وأرميها في منطقة مظلمة من عقله حتى ينساها ويتمكن بعدها من الحياة بصورة طبيعية لكن حتى التنويم المغماطيسي لم يكن ليفلح مع علياء كونها كانت تعيش أحيانا ذكريات شخص آخر توأمها الطفيل صمتنا طويلا بعد كلامي هذا قبل أن يودعني الأب بصوت حزين مضطرب ويشكرني على كل ما فعلته كوني ما زلت أفكر بابنته بعد مرور شهور على وفتها فشكرته بدوري على استماع لي وأنهيت المكالمة بعبرات المجاملة المعتادة وأنني على استعداد الاستقبال في مكتبي متى ما شعر بأي رغبة في الفطفضة جلست بعدها أنظر إلى شاشة الكمبيوتر بشروط حزين متأثر للغاية كوني آخر من لجأت إليه علياء قبل موتها دون أن أتمكن من مساعدتها أشعر بغصة في حلقي حين أتذكر أن هناك حالات لم أتمكن من مساعدتها مع الأسف أو اكتشفت الحل المناسب لها في وقت متأخر لا أعلم إن كان يجب أن ألوم نفسي حقيقة لا أعلم إنه ذلك القاضي اللعين المتمثل في ضميري وهو ضمير صارم لا يرحم يؤلمني أحيانا وكأنه كيان حقيقي لكن لو تحدثنا بشيء من المنطق بعيدا عن العاطفة ربما من الأفضل أن تكون نهاية علياء بهذه الصورة بالفعل فأنا لن أعلم أبدا كيف ستنتهي بها الأمور بعد سنة أو سنتين لو ظلت على قيد الحياة حقا إن الذكريات مثل الدب الصغيرة الذي كانت تمتلكه علياء رحمه الله أحيانا عليك أن تنساها وأحيانا عليك أن تتمسك بها بقوة حتى تستطيع أن تواجه العالم وتعيش حياتك لكن هذا لا يفلح دوما خاصة حين ترى العالم أحيانا عبر ذاكرة غيرك تماما كما حدث لعلياء التي شاهدت العالم من خلال ذاكرة توأمها الطفالي في أوقات متفرقة ولسبب غير مفهوم فرأت أشياء لم يراها أحد غيرها حالة نادرة جدا تحكيها شذا العمر 14 عاما الملف الأسود مهلا هذا ليس عنوان فيلم بل هو اسم الملف الذي أنشأته في جهاز الكمبيوتر الخاص به إذ يحوي معلومات عن المرضى الذين لم أتمكن من مساعدتهم ولحسن الحظ عدتهم ليس كبير لكنها تبقى نقطة سوداء في حياتي لأستطيع نسيانها فلا يمكن أن أنسى عجزي عن مساعدة من ظن يوما أنني أمله الأخير يقول أحد زملائي أنني أقص على نفسي كثيرا فهناك من الأطباء الباطنيين من يرتكبون أخطاء شنيعة رغم وجود كل أدوات قياس لديهم على العكس الطب النفسي الذي لا يحوي أي أدوات يقيس من خلالها حالة المريد النفسية من اكتئاب وقلق ووزاوس إذ كل ما يستطيع الطبيب النفسي فعله لا يتجاوز الاستماع إلى ما يقوله المريد محاولا فهم مشكلته ومن ثم علاجها بوسطة الجلسات أحيانا للأدوية وهذا ليس بكافي لأن المريد نفسه قد لا يخبرك بكل تفاصيل حياته ظن منه أن هناك نقاط لن تهمك رغم أنها قد تكون منبع مشكلته النفسية والمفتاح الرئيسي لحلها دعكم من القصص والقضايا الغريبة التي تمر علي بين الحين والآخر والتي تكون أقرب إلى لغز بوليسية تطلب محقق بالغ الذكاء لكشف اللفام عن تفاصيلها كانت تلك الخواطر تدور في ذهني وأن أتصفح هذا الملف بعينين ضيقتين كناية عن التركيز الشديد الهدوء المعتاد يعم كل أرجاء المستشفى في نوباتي المسائية حتى تنسى نفسك أحيانا وتظن أنك في البيت قبل أن أسمع طرقات خفيفة على باب غرفتي نظرت إلى الساعة من خلال جهاز الكمبيوتر فوجدتها تتجاوز الثانية فجرا بقليل إنها واحدة من تلك الزيارات إذن سأسمع قصة غير مألوفة كما يحدث دوما فالناس غالبا لا تأتي في هذا الوقت المتأخر بسبب مشاكل نفسية عادية نقرت فارط الكمبيوتر لإغلاق الملف الأسود ثم اعتدلت في جلستي سريعا وأنا تنحنح وأطلب من الزائر الدخول بالترقب واضح كعادتي لأفاجأ بأن الزائر ليس سوى فتاة صغيرة لا يتجاوز عمرها الأربعة عشر عاما في أفضل الأحوال كيف تجرؤ فتاة بي هذه السن على الخروج وحدها في مثل هذا الوقت لزيارة مستشفى الطب النفسي أم أن أحد والديها ينتظر في الخارج ربما تجاهلت تلك النقطة وأنا أطلب منها بابتسامة أبوية أن تدخل وتجلس على الكرسي المقابل لمكتبي كما هي العادة ثم رحت أنظر إليها وهي تسير ناحية الكرسي بإمتناني يشباه بعد التردد المعتاد لكل من يدخل غرفة الطبيب النفسي كانت ترتدي بانطالا رماضي اللون من مركة رياضية شهيرة مع فانيلا صفراء أما شعرها فطويل نسبيا انسدل على رأسها بإهمال جلست وهي تترقب وتنتظر أن أبدأ أنا بالحديث كما يبدو هل هي أصغر فتاة تزورني وحدها؟ لا المرة الأولى كانت من فتاة أصغر سنا واكتشفت أنها تحمل سرا مرعبا إن كنتم قرأتم الجزء الأول من المذكراتي لكن هذا لا يهم الآن فلدينا قصة مختلفة هنا كما يبدو سألتها بود شديد هل جئتي إلى هنا وحدك يا عزيزتي؟ أومت برأسها إيجابا ثم أجابت بهدوء متوتر نعم لقد هربت من البيت وجئت إلى هنا وحدك أأمل ألا يكشف أبي غيابي ستكون كارثة حينها أرجوك يا دكتور لا تبلغ عني ابتسمت وأنا أقول مراعيا سنها الصغيرة لماذا أبلغ عنك؟ أنت في مستشفى ولست في مكان يثير الشبهات من المؤكد أنك لم تأتي إلى هنا في هذا الوقت إلا لأنك تواجهين مشكلة خطيرة لا تحتمل الانتظار أليس كذلك؟ ظفرت أنفاسها بقلق ثم سألتني دكتور لقد اكتشفت أمرا خطير لكني لا أستطيع إبلاغ والدي لا أظن أنهما سيصدقانني ثم أن إبلاغهم سيسبب لي متاعب كثيرة فهك ستصدقني أنت وتساعدني دون علمهما بالأمر أريدك أن تبلغ الشرطة أرجوك قلت محاولا كذب ثقاتها يجب أن أعرف المشكلة أولا يا ابنتي ولو عجزت عن المساعدة فسأخبرك بذلك مباشرة كي لا أخدعك لكني عموما سأبذل قصارى جهدي وسأتصل بالشرطة لو تطلب الأمر ذلك وبكل تأكيد لن أبلغ والديك فأنا لا أعرفهما أصلا أخبريني بكل شيء عنك اسمي عمرك حياتك الأسرية السبب الذي جئتي من أجله وتركي الحكم لي هذه من المرات النادرة جدا التي أستخدم فيها كلمة ابنتي حين أخاطف فتاة بهذا العمر شعور غريب خاصة إذا جاءت الكلمة من شاب أعزب لكن يبدو أن لها تأثيرا إيجابيا إذ أوامت برأسها بارتياح وهي تقول اسمي شاذة عمري 14 سنة أعيش مع أمي وأبي وشقيقتي الكبرى نسكن في شقة صغيرة في منطقة الزهراء وفي أحد البيوت التي قام أصحابها بتحويلها إلى مجموعة من الشقق ومن ثم تأجيرها للناس لقد انتقلنا إلى شقةنا تلك بعد أن كبرت أسرتنا قليلا واضطر أبي للخروج من بيت جدي الذي ضاق علينا خطوة ضرورية لكن تنفيذها تأخر كثيرا لأعتبارات مادية كما توقعت تماما عمرها لا يتجاوز الأربعة عشر عام هل هي الخبرة؟ لا أعلم أشرت إليها لأن تكمل واب دكتور أنا أحب الغموض كثيرا ربما أحبه لأنني لا أفهمه لهذا تجدني أعشق قصص الرعب وقصص البوليسية بل وأجزم لك أنني شاهد كل أفلام الرعب تقريبا من خلال جهاز الكمبيوتر فلدي هواس غير عادي بها جميع أفراد أسرتي يدركون ذلك ويحاولون منعي بين الحين والآخر وأحيانا ينصحونني ويقولون أن هذه القصص والأفلام سيكون لها مردود سلبي على حالتي النفسية في المستقبل لكني لا أكترث خاصة حين أعيش جو تلك القصص على أرض الواقع فتجدني فتجدني أراقب الشارع بصورة شبه يومية بالمنزار الذي أستخدمه ليلا بعد أن أطفئ أنوار غرفتي إذ دائما ما أتخيل نفسي من هؤلاء المراهقين الذين نراهم في الأفلام حين يكتشفون وجود جريمة في حيهم السكن ليأتي بعدها رجال الشرطة ويقبضون على المجرم ثم يكافؤونهم على ذكاءهم ودقة مراحظاتهم أعترف أنني وضعت أبي أكثر من مرة في مواقف محرجة آخرها ما حدث منذ حوالي عامين حين كنا نسكن في بيت جدي عندما رأيت جارانا وهو يدخل بيته حاملا حقيبة كبيرة الحجم نسبيا في وقت متأخر من الليل إذ قمت بالاتصال بالشرطة مباشرة دون علم أبي وأخبرتهم أن جارانا سرق مبلغ ضخم من المال لا يمكن أن تتخيل حجم الفوضى التي تسببت بها حينها كان كل ما في الأمر أن الرجل قد عاد من الصفر للتوق وقد رأيته حاملا حقيبته بعد قدومه من المطار ستقول أن هذا أمر بديهي لكنه ليس كذلك بالنسبة لفتاة لا يتجاوز عمرها الثانية عشر عاما إن ذات بالطبع كان موقف والدي سيء للغاية وقد اعتذر لجارنا كثيرا بل وجاء بي لأعتذر له بنفسي ثم عاقبني بأن أخذ مني هاتفي ومنعني من استخدام الكمبيوتر لمدة شهر تقريبا كاد أن يجن جنوني خلاله قلت متفهما لقد عشت تلك المرحلة من حياتي حين كنت أبحث عن المغامرة والأمر لا يقتصر على الأولاد هناك من الفتيات أيضا كحالتك من يحلمن أن يعيشن حياة كهذه لا توجد مشكلة في ذلك بوشهة نظري فكل فتاة في مثل سن قد تعيش هواسا ما غالبا ما تنساه إذا تجاوزت مرحلة المراهقة ولكن يجب أن تتصرفي بعقلانية بنفس الوقت كي لا توقع نفسك والديك في مشاكل يعلم الله كيف ستنتهي إنك تعاملين الناس وكأنهم متهمون حتى تثبت براءتهم على عكس ما يقرأه القانون اقرأي ما شئتي من الكتب والقصص وشاهدي ما شئتي من الأفلام لكن يجب أن يكون الأمر تحت رقابة والديك فليست كل الأفلام الرعب مناسبة لك هذا قد يؤدي يوما إلى حدوث خلل في أجهزة الجسم أو إلى الإغماء وأحيانا للجنون و لم أكمل كلامي بل خرصت فجأة وأنا أتذكر أن الفتاة صغيرة في السن ولا يجوز التحدث معها كما أتحدث معك كبار لكن يبدو أنها سمعت هذا الكلام من قبل ربما من أفراد أسرتها إذ لم تكترث كثيرا بما قلته لها بل ردت بالمقابل دكتور أنا لم أخرج من البيت دون علم أبي في هذه الساعة بسبب مشكلة عشقي لقصص الغمود والرعب بل أخبرك بالمغامرة المثيلة التي عشتها مؤخرا لأنني على يقين أن أحد لن يصدقني كما قلت لك ابتسمت وأنا أقول عموما أجدتها شجاعة وجراءة تحصدين عليها بالفعل لم أعرف الكثير من الفتيات بمثل عمرك ويمتلكن هذه الجراءة في الخروج ليلا لزيارة مستشفى الطب النفسي دون علم أهاليهم أكملي كل آذان مصغية لم تبالي كثيرا بهذا الثناء بل قالت بغموض لا يتناسب أبدا مع سنها القصة بدأت منذ حوالي شهرين حين فجئنا بانتقال أسرة صغيرة للشقة المقابلة أقول فجئنا لأن الشقة كانت خالية قبلها بيوم واحد فحزب ولم نرى تلك الفوضى التي تصاحب عادة انتقال أي أسرة إلى مسكنها الجديد فغالبا ما تكون هناك سيارات نقل وعمال ورجل يصرخ بهم أن يحملوا الأثاث بحظن لقد أثار الأمر اهتمامي كثيرا فانتقال أسرة معفشها للشقة المقابلة في ساعة متأخرة من الليل ودون أن تثير أي ضجة لهو أمر مثير للاهتمام بالفعل خاصة بالنسبة لفتاة مثلي تبحث عن الغموض في أي حادثة تعيشها أو تمر على مسامعها أتذكر أن أبي أبدأ استغرابه من الأمر أيضا أثناء تناولنا الغداء يقول أنه فجئ أثناء عودته من العمل براجل يدخل الشقة المقابلة دون حتى أن يلقي عليه التحية وقد بدى له الأمر مريبا إلى حد ما وأثار شكوكه فاتصل بالمالك ليطمئن لكن الأخير أبلغه أن الشقة قد تم تأجيرها فعليا لأسرة صغيرة الرجل وزوجته وورد بمثل عمري تقريبا وقد لاحظ أبي شرودي أثناء حديثه هذا لكني أخبرته أن الأمر متعلق بالمدرسة وبكثرة الفروض المنزلية فأنا أهتم بالدراسات كثيرا لست متفوقة لكن تقاريري الدراسية لا بأس بها المهم أنني لم أخبره بالسبب الحقيقي وهو أن تلك القصة قد أثارت فدولي كثيرا لأنني لم أكن بمزاج رائق لأسمع نصائحه وتوبيخه فالكبار عموما لا يرون الغرابة في شيء ربما لأن خيالهم مات كان هذا واضحا حين اكتفى أبي بهزكت فيه مستغربا ومن ثم عاد ليتناول طعامه كما أنني لم أعر شقيقتي الكبرى اهتمام أيضا حين علقت ساخرة أن الأمر يتعلق ربما بقصص الرعب التي تملأ غرفتي لذا أنهيت غدائي سريعا وذهبت إلى غرفتي حيث قررت أن تكون الشقة المقابلة هي شغلي الشاغل في وقت فراغي نعم لقد قررت مراقبة جيراننا الجدد كنت أستمع إليها باهتمام شديد وهي تكمل كل ما كنت أستطيع فعله هو مراقبة مدخل البيت الرئيسي من شباك غرفتي لمعرفة مواعيد دخولهم وخروجهم ولو كان ولتهم في المدرسة كما هو متوقع فربما سيذهب إليها ويعود في نفس وقت عودتي أنا وشقيقتي لذا فالفرصة كبيرة في مصادفته هو على الأقل أثناء الدخول والخروج ومن ثم الاحتكاك به ومعرفة إن كان لهذه الأسرة أي أسرار مريبة هكذا ظللت أردت بيني وبين نفسي إلى أن اطمأننت تماما لخطاتي البسيطة هذه فتنسيت الأمر بعدها واتجهت لحل فرودي المنزلية تنهدت قليلا ثم قالت الغريب أنه لم يحدث أي شيء مما خططت له يا دكتور فطوار الأيام التالية لم نلتقي بأفراد تلك الأسرة أبدا ألا يذهب ولدهم إلى المدرسة؟ ألا يذهب الأبوين إلى العمل؟ لقد أثار الأمر اهتمام أمي أيضا بل وطرحت هذا السؤال يوما على أبي أثناء جلوسانا حول شاشة التلفزيون لكنه أجاب دون اكتراث أن هذا شأنهم وحدهم وإن اتفق معها أن الأمر يثير التساؤلات بالفعل كانت ملاحظة أمي تلك كفيلة بالانتقال للخطوة التالية من خطتي مراقبة شقة جيراننا نفسها وليس فقط مدخل البيت ولكن كيف سأفعل ذلك؟ في البداية وجدت أن أفضل الحلول هو من خلال التكنولوجيا إذ ترأت في ذهني فكرة استخدام أحد التطبيقات التي تسمح لك بالتواصل مع كل شخص يبعد عنك بمسافة جغرافية قريبة نسبيا منك ما هي هذه المسافة الجغرافية تحديدا؟ لا أعرف ربما بضعة كيلومترات أو أكثر إلا أن الأمر ليس سهلا بكل تأكيد فحتى تتواصل مع شخص من خلال تطبيق كهذا يجب أن يمتلكه هو أيضا دعك من أنك لن تعرف أصلا من يقف خلف شاشة الهاتف إذ لن يظهر لك رقم هاتفه ولن تعرف إن كان من تحاوره ولد أم بنت كل ما سيظهر هو اسمه مستعار مع بعض المعلومات التي يكتبها عن نفسه في صفحته الجانبية دون أن تعرف إن كانت تلك المعلومات صحيحة أم لا لذا لا أبالغ لو قلت أن عملية البحث قد التحمت وقت فراغي تماما الغريب أن خطتي قد نجحت يا دكتور سألتها منبهرا هل تمكنتي من التواصل مع أحد أفراد تلك الأسرة ردت بانتصار نعم وقد أثهشني ذلك كثيرا لقد ظللت أبحث ولأكثر من شهر عن ولد في السادسة عشر من العمر تقريبا ويحيط نفسه ببعض الغموض كيف سأعرف أنه يحيط نفسه بالغموض إنه أمر عصير للغاية ويحتاج إلى قراءة ما بين السطور كما يقال دوما في البداية قمت بالخطوة الأسهل وهي استبعاد الفتيات ثم كل الرجل يتبين لي أنه كبير في السن وكل وغد يستخدم التطبيق لإجباع غريزته كما ترى كنت كمن يبحث عن إبرة في كومة من القش لكني في النهاية وجدت تلك الإبرة يا دكتور لقد كنت محظوظة بحق فقد وجدت أربع أولاد تصفحت ملفاتهم الشخصية لأدرك أن أحدهم هو ابن الجيران أنا لذا رحت أتواصل معهم واحد تلو الآخر لأحذف أثنين منهم بسرعة بعد أن عرفت أنهم يقتنان في منطقة أخرى قريبة ثم وجدت ضلاتي أخيرا فذلك الفتى الذي عرفت أن اسمه بدر يخبرني أنه يسكن في منطقة الزهراء في شقة انتقل إليها حديثا مع والديه هل هو صادق في كلامه؟ لا أعلم لكن الأمر يستحق المحاولة بكل تأكيد اللي ذا؟ زللت أتواصل معه بطاعة أيام خلال ذلك التطبيق قبل أن تصهر لي حقيقة مفاجئة لم أنتبه إليها من قبل قلت بذكاء لقد أحببتي أليس كذلك؟ نظرت إلي بذهول شديد وهي تسألني كيف عرفت؟ رضطت ببساطة محمن كان ورعج في الغمود والرعب إلا أنك ما زلت في سني يبحث عن الحب ويتوق إليه حتى وإن كان عقلك الواعي لا يدرك ذلك ولا يوجد أسهل من الوقوع في حب فتى يعيش في الشقة المقابلة إنه حب ولد الجيران الشهير أول من تتواصل معه الفتاة وتحتك به مباشرة هاصلتا وأن بد قد بدى لك وكأنه كائن أسطوري بسبب الغموضة المحيط به وبعائلته قالت وذهولها لم ينتهي بعد يا إلهي أنت محق تماما لقد أحببته بالفعل وكشفت له عن هوياتي الحقيقية بعد يومين فقط من تواصلي المستمر معه أخبرته أنني ابنة الجيران وأرسلت له سورتي وأرسل لي سورته بالمقابل لا أنكر أنه كان وسيما إلى حد ما ربما لهذا لم يكن من العسير في هذه الأجواء أن تتحول علاقتنا إلى قصة حب سرعان ما امتدت عبر الهاتف ولا أنسى أبدا المرة الأولى التي تحدثنا فيها حيث بدى لي متحفزا للغاية لم يخبرني بالكثير عن حياته على عكس ما هو مفترض أن يحدث حين يبدأ الفتى عادة بكسر حاجز الخجل ويتحدث عن نفسه ليمنح الفتاة ثقة كي تبدأ بدورها في الحديث عن نفسها لذا فقد قررت المصارحة وطرحت عليه الكثير من الأسئلة عن أسباب هذا الغموض الذي يحيط نفسه به مع أسرته وكيف من الممكن أن نلتقي بهم طوال الأيام الماضية منذ انتقالهم إلى الشاقة المجاورة فكانت إجابته وهي لم تقنعني أبدا قد أخبرني أيضا أن والده يعمل طيار ويسافر أغلب الأوقات بطبيعة الحال وهذا ما يجعل حياتهم بصورة عامة غير عادية فهو يقيم مع والدته في بيت جده معظم الوقت ولا يلتم شمل أسرتهم هذه سوى مرات قليلة علما بأن والدته طبيبة ولادة تختلف ساعات عملها عن عامة الناس أيضا وتتواجد في المستشفى باستمرار سألته لماذا قاموا باستئجار تلك الشقة أصلا إن كانوا لا يبقون فيها إطلاقا كما هو واضح فقال أنه لابد للأسرة من مسكن خاص بيها حتى وإن كان أفرادها يعيشون بهذه الطريقة قلت مغمغما ربما يكون محقا في النهاية أمورك هذه قد تحدث خاصة إذا كانت طبيعة عمل والديه بهذه الصورة أسرة يعمل فيها الأب طيارا والأم طبيبة ولادة لا تتوقعي أن تكون كأي أسرة عادية هزت رأسها نفيا بإسرار وهي تكمل لا يا دكتور أنا لم أقتنع بكلامه إطلاقا شيء في صوته كان يخبرني أنه يجذب ويخفي عني أمر ما وهذا ما جعلني أقدم على الخطوة الأهم والأصعب والأخضر ها عندما قررت اقتحام شقتهم شهقت بقوة لجراءتها دون أن أقول شيء فأكملت بحذر في البداية تجرأت وطلبت لقاء في شقته فبدأ لي وكأنه واقع في ورطة إذ أخبرني متلعثما أنه موجود في بيت جده الآن وسيعود إلى الشقة بعد يومين تزامنا مع عودة والده من الصفر وقد اعتذر عموما عن ملاقاتي في شقته لأسباب وهي جدا لم تقنعني أبدا لا يخف عليك يا دكتور أن عرض كهذا من المفترض أن يثير سعادته فأي فتى في العالم يحلم أن تبدي حبيبته رغبتها بالزيارته وقضاء بعض الوقت معه أثناء غياب والدي وهذا ما أثار شكوكي أكثر فعلا هذه الفتاة جريئة أتفهم أن يتصرف المراهقون من الجنسين دون التفكير بالعواقب لهذا يخطؤون كثيرا لكني لم ألتقي أبدا بمراهقة تمتلك كل هذه الجراءة ظللت أنزل إليها بمزيج من الإنبهار والاستغراب بنفس الوقت قبل أن تكمل بعد أن رفض لقائي لم أجد بدا من اقتحام شقته في الليلة التالية ودون علمه كونها موجودا في بيت جده كما يدعي لماذا سأفعلها؟ أولا لكشف أكاذيبه ومن باب عشقي للغموض ثانية وأيضا من باب الانتقام لأنوثاتي كونه يرفض لقائي نعم سأتسلل من غرفتي ليلا دون علم أفراد أسرتي لأخرج من شقتنا وأتجه مباشرة إلى شقة جيراننا غرباء الأطوار هؤلاء إنها مغامرة مخيفة خاصة عندما أتخيل ما قد يحدث لو كشف أبي الأمر لكني حاولت تجاهل مغاوفي ورحت أبحث عن وسيلة مناسبة لفتح باب شقتهم كوني لا أملك مفتحها بطبيعة الحال إلى أن عثرت في النهاية على الحل إن موقع يوتيوب رائع بحق فقد عثرت فيها على لقطات توضح كيفية فتح الأقفال باستخدام أدوات بسيطة متاحة في كل بيت فدرست الطريقة جيدا ثم أخذت من صندوق أدوات أبي كل ما أحتجه لفتح باب تلك الشقة وانتظرت إلى مساء اليوم التالي الليلة الموعودة هذه الفتاة الصغيرة لن تكف عن إبهاري كما يبدو إنها جريئة إلى درجة للتصدق أتذكر أنني قرأت ذات مرة عن مراهقين في أوروبا لديهم هوس غريب في دخول البيوت المهجورة وقضاء ليلة فيها حقاً عندما يتعلق قلب المراهق بشيء تجده يفني سنوات مراهقة في سبيله وهذه الفتاة تفني مراهقتها وربما مستقبلها في سبيل مغامرة لن تجني من وراءها سوى إجباع فضولها قالت بعدها بيدوء شديد بسبب التوطر الذي سيطر على جو الغرفة في وقت متأخر من ليلة الخميس الماضي وبعد أن أكد لي بدر أن شقتهم ستكون خالية حينها لأسباب لم تعد تخفى علينا انتظرت ذهاب جميع أفراد أسراتي إلى النوم وظللت في فراشة الذي تحول إلى ساحة قتال وأنا أحترق بميران الفضول أترقب وأنتظر بعض الوقت لأتأكد من استغراق الجميع في النوم كي أقوم بمغامرتي تلك آملة أن تكون شقة بدر خالية بالفعل ستكون مصيبة لو عثرت على أحد في الداخل أريد أن أعرف كيف تعيش هذه الأسرة كيف انتقلوا إلى الشقة المجاورة بهذا الهدوء المريب كيف نقلوا أثاثهم ومتى لا أصدق أنهم قاموا بذلك في وقت متأخذ أثناء الليل كم أخبرني بدر سابقا وإلا لسمعت صوتهم أو على الأقل صوت إنزال العفش من سيارة النقل خاصة إن شباق غرفتي يطل على الشارع مباشرة وعلى بوابة البيت الرئيسية كما ذكرت لك لقد ترحت عليه تساؤلاتي تلك لكن إجابته كانت وهي لم تقنعني ثم لماذا يتهرب مني بهذه الصورة الغريبة؟ لماذا يرفض لقائي؟ شيء في كلامه يجعلني لا أصدقه كل هذه التساؤلات نفطت من ذهني تماما فكرة التراجع عن القيام بمغامرتي تلك وجعلتني أنهض من فراشي بعد أن تأكدت من نوم أفراد أسراتي أخيرا لأخرج من غرفتي بحذر شديد ثم قفلت بابها من الخارج حتى يظن الجميع أنني نائمة فلا يدخلها أحد ليكتشف عدم وجودي في سريري أعترف أن شيئا ما في عقلي الباطن ظل يصرخ بي أن أتراجع ولا أقدم على هذه الخطوة لكن قلبي ظل يرفض التراجع ويسر على تنفيذ خطتي وهو الذي قادني إلى باب شقتنا الذي فتحته بهدوء لأخرج أخيرا وأغلقه خلفي أنزل إلى الدرج بحذر لأتأكد أن لا أحد هناك أمشي بعدها بخطوات قريقة نحيط الشقة المقابلة ثم وضعت أذني على بابها أحاول أن أسترق السماء لا يوجد أي صوت هل الشقة خالية؟ أأمل ذلك فتحت حقيباتي الصغيرة وأخرجت منها مفكن صغير مع بعض الأسلاك من المفترض أن أكون قادرة على فتح الباب كما هو موضح في ذلك الفيديو الذي شاهدته في موقع يوتيوب أولجت أحد الأسلاك في القفل بطريقة فنية ثم رحت أعبث به طوال نسو ساعة تقريبا ببطء وحذر شديدين وأنا أنظر إلى الدرج بين الحين والآخر آمل أن لا يأتي أحد ويفسد كل شيء قبل أن أسمع أخيرا ذلك التناغم الجميل لقد فتحت الباب يا دكتور أعترف أنني شعرت حينها وكأنني في كويت ما قبل النفط حين يجتمع الأبناء حول النار في المزاء لتقص عليهم جداتهم حكاية قبل النوم والتي تعادل في زماننا الحالي مشاهدة فيلمي في أرقى قاعات السينما الفارق هنا أن من تروي القصة هي فتاة في عمر ابنتي لو كنت متزوجا واي عندما فتح الباب كان خيالي قد صور لي أنني سأجد كنزا في الشقة أو قفصا كبير يحبي وحشا خرافيا يتم تخديره باستمرار كي لا يصدر أي ضجة لكن في واقع الأمر كانت صالة الشقة خالية تقريبا من الأثاف لم يكن هناك سوى من ضدة وضع عليها جهاز تلفزيون صغير الحجم نسبيا مع صندوق استقبال القنوات الصغيرة يبدو أن من يقيم هنا قد جاء بصورة مؤقتة أغلقت الباب خلفي ثم أخرجت هاتفي من حقيبتي الصغيرة لأستدلب الضوء المنبعث من شاشته وأبدع بعدها باستكشاف الشقة بطواتر شديد سيطر على أعصابي كانت شقتهم شبيهة إلى حد ما بشقتنا من حيث التصميم لكنها بدت أصغر حجما وكان المطبخ أول ما لفت انتباهي كونه قريبا من الباب الرئيسي لكني لم أجد فيه شيء يستحق الذكر مجرد ثلاجة متوسطة الحجم مع موقع درغاز ودولاب صغير للسحون خرجت من المطبخ وذهبت إلى الممر المؤتي للغرف لأكتشف أن الشقة تحوي غرفتين فقط وليس كشقتنا التي تحوي ثلاث غرف اقتربت من الغرفة الأولى لأجد بابها مواربا فوجهت ضوء هاتفي ببطء شديد عبر الباب ليخفق قلبي بقوة إذ لمحت أحدهم نائما على الأرض متدثرا باللحاف بالكامل وبجانبه بعض الكتب والمجلات المرمية بإهمال من هو هذا النائم يا ترى؟ يبدو أن بدر كذب علي حين أخبرني أنه لن يكون موجودا في الشقة اليوم لكن لماذا يرتعج بهذه الصورة الغريبة ولماذا يصدر عنه صوت الحشراجة المخيف هذا؟ يا إلهي أي لغز يحيد بهذه الأسرة؟ كان توطري قد بلغ مبلغه وكأنني أنا من عاش تلك الأحداث حتى أن صوتي خرج مرتجفا دون قصد وأنا أقول أنك تمتلكين أعصابا من الفلاذ يا شاذا أنت شجاعة لدرجة تثير الحسد بالفعل أنت؟ أنت حالة نادرة جدا عموما أعتقد أنك اكتشفت شيئا مذهلا في هذه الشقة فرجأت إلى طبيب نفسي كوني ثاني شخص يلجأ له الناس عادة بعد الشرطة فإما أن تكون هناك جريمة أو قصة غريبة تجعل الإنسان يشك حتى في قوايا العقلية أترقت برأسها أرضا وهي تبتسم أمام هذا الإطراء تماما كما نستمع إيمة استمتاع حين يمتدحن أحدهم لكننا نبين له أن ما نشعر به هو الخاجل فحزب أشرت إليها بعد ذلك أن تكمل فقالت لقد شعرت أنني وصلت أجواء شيطانية وظلت أخاطب نفسي بصوت العقل بأنني لن أتمكن من دخول هذه الشقة مرة أخرى لو تراجعت الآن لذا يجب الاستمرار مهما كلف الأمر فأخذت نفسا عميقا مدبوطا وبزلت جهدا خارقا للتغلب على مخاوفي لأتجه بعدها إلى الغرفة الثانية التي وجدتها خالية تماما كل شيء يوحي بوجود سر يحيد بتلك الأسرة لكن ما هو ذهبت إلى الصالة وأنا أنظر حولي وأفكر وأفكر ما زلت أجهر من يتدثر تحت اللحاف ويهتز جسده بهذه الصورة الغريبة وما زلت أجهر ما يوجد فيه قطعت سيلة أفكاري بنفسي وأن أتجه نحية المطبخ مرة أخرى لأمسك بمقبض بابة الثلاجة فتحت بابها بهدوء شديد ليشع نورها في كل أنحاء المطبخ وكان هذا كافيا ليشل تفكيري وجسدي تماما إذ وقفت مصدومة أحضق بمحتويات الثلاجة قد خل وجهي تماما من الدماء سكتت وقد انطفت جسدها فجأة إشمئزازا لتكمل وهي تشعر دكتور لقد كانت الثلاجة تحوي أوصارا بشرية بكامل لحمها ذراعا وساقا ورأسا تستطيع أن تميز إلى حد كبير ملامح صاحبه الشاحبة وهو ينظر إليك بنظرة الموت هل شعرت بالتقزز بعد كلامها هذا؟ لا لم يكن تقزز بل الخوف أنا أخشى السراصير كثيرا يقولون لي دوما أنها لن تؤذيني وإنما أشعر به في واقع الأمر هو التقزز وليس الخوف وأنا أصر وأقول أنني أخشيها أيضا وخشيتي منها تفوق تقززي تماما كهذه القصة التي أثارت مخاوفي أكثر من تقززي بمراحل مهلا هل ساق اليسرى ترتجف؟ نعم إنها ترتجف بسبب ما سمعته أترقت برأسي وأغمطت عيني حتى أمتص الصدمة ثم رفعت رأسي مرة أخرى وأنا أحضق بشاذة لتكمل هي بإنفعال جميع تلك الأوصال كانت ملفوفة بأكياس بلاستيكية شفافة وضعت بعناي وبطريقة مرتبة في الثلاجة لم أكن بحاجة إلى ذكاء لتخمين أن هذه الأسرة من آكلة لحوم البشر هذا هو الجواب السحر الذي يفسر كل شيء الغموض التشرفات الغريبة العزلة الدمة لاحظ أنني أتحدث عن آكلة لحوم البشر في منطقة الزهراء في الكويت وليس عند قبائل الإفريقية البدائية الدكتور كانت هذه المرة الأولى في حياتي التي أفقت فيها رابط الجأشي إذ تراجعت إلى الخلف بقوة وتعثرت لتصطدم يدي بشيء ما إنه طبق كان موضوعا على حافة المنددة التي تتوسط المطبخ نعم لقد سقط الطبق سقط وإنكسر محدثا صوتا يفوق صوت القنبلة النووية قياسا للسكون الذي كان يسيطر على المكان قبل لحظات من المستحيل أن لا يستيقظ ذلك الشخص النائم بعد هذا الصوت المدوي مستحيل نظرت إلى الطبق المقصور وأنا لم أمطص الصدمة بعد ويبدو أن امتصاصي للصدمة قد تآخر بعد الشيء فقبل أن أقرر الهرب شعرت بشيء مريب يدور حولي التفتت بذعر لأجد أن النائم قد استيقظ بالفعل ويقف عند عتبة باب المطبخ وهو يحضق ناحيتي ببغض سألتها بلافة من الذي استيقظ؟ هل رأيتي وجهه؟ قالت مباشرة كان هو بدر نفسه عرفته مباشرة من الصور التي أرسلها لي عبر الهاتف ولد متوسط تقام ووسيم نسبيا رغم أنه بدأ شاح بالملامح إلى حد غريب على عكس ما رأيته في الصور الغريب أنه كان يرتعش بشكل واضح وكأنه شيخ للتسعين غمغمت برهبة هل تريدين أن تقولي أن هذا الولد يأكل لحوم البشر؟ ردت بصرامة لا تتناسب أبدا مع صغر سنه؟ نعم يا دكتور هذا ما أعترف به بنفسه يا إلهي سمعت وقرأت كثير عن الثقافات البدائية التي تسمح بأكل لحوم البشر كما قرأت أيضا عن أكل لحوم البشر ممن يعيشون في المجتمعات المتحضرة لكن لم أظن يوما أنني سأعثر على أحدهم هنا في الكويت مهلا تذكرت أمرا هام قلت لي شاذا وأنا أفكر بعمق لحوم بشر في الثلاجة ولدي يرتعش بصورة ملحوظة أعتقد أن بدري هذا مصاب بداء الكورو حضقت بيه بذهول شديد ويتسألني كيف عرفت ذلك؟ قلت بي حزم أنا في النهاية طبيب ولست بائع بطاطس الكورو هو مرض نادل ينتقل عن طريق أكل لحوم البشر وهو يصيب الجهاز العصبي ويسبب الرعاش الشديد في حركة المصاب مهلا هناك أمر خطير لا يمكن تجهله أنا لا أعرف إن كان القانون عندنا يجرم أكل لحوم البشر لكن وجود لحوم بشرية قد يعني بالتبعية وجود جريمة قتل ردت بسرعة لا يا دكتور لا لقد أقسم لي بدر أن أصحابها كانوا موتى أصلا فوالداء ينتقيان له جثث حديثة الوفاة ويبحثان عن موتى من جنسيات أجنبية لا يكون لهم عادة أقارب في الكويت إذ يتواصلان مع أقارب الميت في الخارج ويدفعان لهم مبلغ من المال حتى يتنازلوا عن جثته عزيزي القارب لا شك أنك تشعر أن في قصة مبالغة شديدة أليس كذلك أتفق معك تماما إذ لا يمكن أن أبتلع فكرة أن هناك أبوين يشتريان الجثث لابنهم ليأكلها طبعا لن أستبهد احتمال أن تكون الفتاة كاذبة وتختلق قصة كهذه لغرض لا أعرفه لذا سألتها دون أن تصهر علامات الشك على ملامحي هناك تساؤلات عديدة تحتاج إلى إجابات فكيف وصل ببدر الحال ليأكل لحوم البشر ولماذا يشتري له والدات تلك الجثث وأين كان أصلا حين دخلت شقته قالت باهتمام سأخبرك بكل ما أعرفه كنت أقول أنني فجئت ببدر ووقفا عند عتب باب المطبخ وهو يرتعش بصورة مرحوظة أما أنا فكنت أقف أمامه وأرتعش أيضا من هول ما رأيت وكأن هناك زلزالا خفيفا يضرب المكان ثم سألني بحدة واضحة وصوت متحشرج يختلف تماما عن صوته عبر الهاتف ماذا تفعلين هنا يا حمقاء؟ كيف تجوئين على دخول بيوت الناس بهذه الطريقة؟ قلت مدافعة عن نفسي كنت ترفض أن تراني أو تقابلني فقدراني الفدول لأغطحم حياتك ردت بغضب كان كل ما أريده هو تواصل الإلكتروني أو الهاتف فقط لم أكن أطمع بأكثر من ذلك شعرت بإهانة بالغة لأنوثتي أنا فتاة رغم كل شيء فكيف يرفضني بهذه الطريقة الواقحة؟ لذا ردت بحدة خافتة وكأنني لا أجرؤ على قتل رهبة المكان كل فتى يحلم أن يلتقي بحبيبته وأنت تحصل على فرصة كهذه وترفضها لكنه لم يعلق على كلامي هذا بل أخبرني أنني إذا ما فكرت في الإبلاغ عنه فإنه سيجد الوقت ليخفي تلك الأعضاء البشرية ويخرجها من الشقة لن يكون هناك أي دليل ضده حينها بل وألمح لي أنه قادر على الذهاب لشقتنا الآن وإيقاظ والدي ليسبب لي في ضيحة حقيقية ويضعني في موقف محرج للغاية لكنه لم يفعل أي من هذا لحسن الحظ فقط طلب مني الخروج وقطع ابتصالاتي معه ونسيان كل شيء لمصلحتي على حد قوله وظل يكتفي بقول أن هذه أسرار بيوت لا يحق لي معرفتها أدرك زيدا أن للبيوت أسرارها لكني لم أعرف يوما عائلة تخفي سرا كهذا إلا أنني في النهاية رضغت مقهورة وعدت إلى شقتنا والساعة تتجاوز الثالثة فجرا الغريب أنني لم أبالي كثيرا بشأن خروج المريب واحتمال أن يكشف والدي أمري في أي رحظة إذ كانت تلك القصة وهذا الاكتشاف المرعب يشغلان كل تفكيري هذه الفتاة تمتلك جراءة لا يمتلكها عدد كبير من الرجال لن أمل تكرار ذلك أبدا نظرت إليها منتظرا منها أن تكمل فأرضفت باهتمام أصدقق قول أنني لم أتمكن من نسيان ما حدث رغم خروجي مع أفراد عائلتي في اليوم التالي لأحد المجمعات التجارية ومن ثم عودتنا في المساء فحادثك هذه يستحيل أن تنساها دعك من الفضول الشديد الذي سيطر على تفكيري كوني لم أحصل على إجابات لكل أسئلتي لذا لم ينتهي اليوم إلا وقد قررت تكرار مغامرة الغريبة تلك بعد أن انهار الحاجز النفسي تماما ولم أعد أخشى شيء فلو لم أفعلها ليلتها سأنتظر عطلة نهاية الأسبوع القادمة كوني لا أستطيع الصهر في الأيام العادية بسبب المدرسة وهذا مستحيل بالطبع يجب أن أكشف ما يحدث في تلك الشقة قبل نهاية العطلة الأسبوعية نعم قد قررت اقتحام شقة بدري للمرة الثانية وفي الليلة التالية مباشرة لن أكرر لك السيناريو فقد دخلت بنفس الطريقة بعد نوم الجميع لكن الفارق أنني هذه المرة عندما دخلت سمعت صوت حشراجة شيطانية قوية يقشع لها البدن مع دقات غريبة تنبعث من غرفة بدري نفسها صدقني ما سمعته كان مخيفا للغاية لكني تماسكت بإسرار لم أظن يوما أنني أملكه فمشيت نحيط غرفته مدفوعة بفضول شديد الإضاءة الصغيرة المنبعثة من هاتفي تزيد المكان رعبا صوت الحشراجة يرتفع لكن وجدت باب غرفتهم مغلقا هذه المرة فتحته ببطء شديد لتصطدم بوجهي رائحة غريبة جدا إنها رائحة لا تمت لهذا العالم بسلة ليست رائحة عفا أو عطا بل رائحة تاريخية قديمة إن كان للتاريخ رائحة هل هي رائحة لحوم البشر؟ لم يجد ذهني الوقت ليجيب على هذه التساؤلات استعطلت لدي قدر على التفكير عندما رأيت بدري في الغرفة لكن بهيئة أخرى تماما فقد برز له نابان وضحان وحاجبان أصبح مشعرين متصلين بطريقة غريبة مما يذكرك بالحاجبين الفارسيين مع شعر خفيف غطى وجهه الذي تجعدت ملامحه فجأة دعت من الرحشة القوية والحشاجة المخيفة التي تصدر عنه والتي ازدادت حدتها كثيرا عن الليلة السابقة هل كنت أتوهم؟ لا لقد رأيت كل هذا فعليا كما أراك الآن يا دكتور رأيت أيضا بقايا العظام البشرية الملقى بإهمال بالقرب منه الغريب أن يده اليسرى كانت مقيدة بمقبط حديدي تم تثبيته في الحائط بقوة ولم يفوتني أيضا أن أنتبه إلى أظافره الطويلة التي بدت وكأنها مخالب هذا الولد تحول إلى ذئب بشري بل ورأيته ينهض ويمد يده بعنف محاولا الإمساك به وكان سينجح بالفعل لو لقيد الذي يحيد بيده من الذي قيده؟ هل قيد نفسه بنفسه؟ قبل مرحلة التحاول مثلا لا أعلم سادة غرفتي صمت مخيف بعد أن تسمم فيها الجو تماما لتكمل شذا هل تعرف ما هو أكبر خطأ ارتكبته في حياتي يا دكتور؟ أنا لم ألتقت لبدل تسجيل فيديو من هاتفي أو على الأقل صور تؤكد كلامي الذهول التام أنساني الإقدام على تلك الخطوة البديهية لأنني لم أجرؤ قط على تخيل أن شيء كهذا ممكن لذا قد رجعت بعنف أن أستشعر خطورة الموقف وأن حياتي نفسها قد تكون مهددة ثم جريت بذعر لأخرج وعود أدراجي إلى شقتنا عدت ولم أعرف كيف أتصرف أبلغ أبي الشرطة سأكون في مئزق حقيقي حينها فلن يسامحني أبي أبدا على خروجي ولن يصدق أصلا قصة كهذه أما الشرطة فلن تصدقني بدورها بكل تأكيد لذا زلت أفكر طوال الأسبوع إلى أن قررت زيارة مستشفى الطب النفسي في وقت متأخر أثناء نوم أفراد أسراتي كالعادة حيث اتصلت بإحدى شركات سيارات الأجرى لتقلني إلى هنا وها أنا الآن أمامك أريدك أن تبلغ الشرطة أرجوك لا أعرف ما أقوله هناك مبالغات كثيرة في القصة كما أشرت سابقا لكنه بنفس الوقت تحوي حبكة دقيقة للغاية من الصعب أن تكون كلها من خيالات شذا المدعو بدر أصيب بداء الكورو لأنه يأكل لحوم البشر لماذا يأكل لحوم البشر أصلا؟ لقد عرفت الجواب الآن تجاعد الجلد الهمهمة والحشراجة العنيفة الحاجبين الذين امتلأ بالشعر فجأة تقيد نفسه بحلقة حديدية قوية معلقة على الحائط كل هذه الدلائل واضحة على إصابته بحالة التصور الذئبي نحن نسمع كثيرا عن أسطورة الرجل الذئب وهناك عشرات الأفلام التي تتناولها وكل منها يضيف لتلك الأسطورة شيء ليختم قصة الفيلم بصورة أو بأخرى حتى ماتت الحقيقة وبقى الخيال فقط نعم أسطورة الرجل الذئب حقيقية تماما وليس لها أي جانب من الخيال عدى بعض الإضافات التي أضفها مخرج الأفلام ومهلا شاذا تقول أنها رأت بدري في هذه الحالة الأسبوع الماضي في حزن لو كان ظني صحيح فإن الصورة ستكتمل تماما أخرجت هاتفي ورحت أعبث في الرزنامة بالضبط هذا يؤكد فكرتي الأسبوع الماضي كان موعد اكتمال القمر هناك دراسات ترجح أن عددا كبير من البشر تتغير حالتهم النفسية عند اكتمال القمر فما بالكم بمريض مصاب بحالة التصور الذئبي يبدو أن بدر أصيب بهذا المرض لسبب أجهله وقد هجم على شخص ما والتهمه أثناء واحدة من تلك النوابات المخيفة فاستحسن لحم البشر ولم يرغب بغيره وهذا ما جعله يصاب بمرض الكورو أي أن الفتى ليس أمامه الكثير ليعيش فمرض الكورو لا علاج له ونتيجته الحتمية هي الموت السورة اتضحت كثيرا الآن نقلت كلامي هذا إلى شذا وعطيتها ورقة وقلم وأنا أطلب منها أن تكتب لي عنوان البيت نعم سأزور شقة بدر ولكن في فترة النهار بالطبع إنها حالة مرضية نادرة جدا تستحق الدراسة دعكم أن هناك جريمة حقيقية بإخفاء الجثث في تلك الشقة يجب أن تعلم السلطات بما يحدث لكن بعد أن أتأكد من الأمر بنفسي ثم قلت برجاء شديد أرجوك يا شذا أرجوك أن تستمع إلي جيدا إن ما تفعلينه خطير جدا قد ينهي مستقبلك وربما حياتك نفسها إنك تمتلكين أعصابا من حديد وشجاعة تحصدين عليها بالفعل والشجاعة هي المفتاح الذي سيفتح لك كل أبواب النجاح في المستقبل إذا قمت باستغلالها بطريقة صحيحة ودون تهور أنت ما زلت صغيرة جدا فلا تنهي حياتك قبل أن تبدأ اشغلي نفسك بهوايات مفيدة حاولي أن تقضي وقتا أطور مع صديقاتك أو أقاربك هذا أفضل بكثير قالت بعدم اقتناع لا يهم كم صديقا لديك المهم هو كم صديق تستطيع الاعتماد عليه وأنا مع الأسف لا أملك صديقة أستطيع الاعتماد عليها أعجبني كلامها كثيرا رغم سنها الصغير فأرضفت بصدق آملا أن تأخذ بنصيحاتي على كل حال دعي الأمر لي سأزور تلك الشقة وسأعرف ما يجب فعله عليك أن تقسمي لي أنك لن تغادري شقتكم مرة أخرى دون علم والديك وكأن كلامي لم يعجبها كثيرا إذ أوامت برأسها دون أن ترد ونهضت من مكانها وهي تلقي علي التحية أما أنا فظلت أرمقها بعجاب شديد هذه الفتاة شجاعة إلى درجة التهول شجاعة جدا لا أعتقد أنني سألتقي يوما برجل يملك شجاعتها ماذا حدث بعد ذلك؟ ذهبت إلى الشقة بعد زيارة شذا بيومين تقريبا نعم تماما كما تتوقعون كانت الشقة خالية قد عرفت من أحد السكان أن الشقة معروضة للإيجار بعد أن رحل عنها صاحبها الغامض كما وصفوه بشكل مفاجئ ولا أخفي عنكم أنني وقفت أمام شقة شاذة طويلا أفكر أن أطرق بابها أنا أتأكد على الأقل أنها بالفعل تسكن هنا وأن ما أخبرتني به حقيقي لكني تراجعت في اللحظة الأخيرة فربما سأسبب لها الكثير من المتاعب لو كان ما قالته لي حقيقي وسيكون حينها عقاب والدها قصيا جدا أأمل أن لا تورد نفسها في متاعب جديدة في المستقبل وأن تكف عن هذه المغامرات التي قد تودي بمستقبلها أو بحياتها نفسها هل قصتها حقيقية؟ لا أعلم هل كانت تتلاعب بي؟ لا أعلم وإن كنت أجد الأمر عسير التصديق أن تتكبت فتاة في سنها مشقة الهروب من البيت وزيارة مستشفى الطب النفسي في مثل هذا الوقت لتخبرني بقصة وهمية عموما تبقى هناك تساؤلات كثيرة لم أجد الإجابة عليها حتى الآن على اعتبار أن القصة حقيقية فأين والدها بدر؟ وكيف أصيب بمرض حالة التصور الذئبي؟ هل كان والدها يأتيان له بأوصار بشرية في تلك الشقة ليأكلها؟ ومن كانت ضحيته الأورى التي جعلته يضمن أكل اللحم البشري أصلا هل يتركه والدها في الشقة مع اختراب اكتمال القمر من كل شهر؟ تبقى هناك أيضا نقطة مهمة جدا الشجاعة الغريبة التي تمتلكها شاذة لا أدري لماذا تذكرت تلك الدراسات التي أجريت على بعض الجنود الأمريكان العائدين من حرب فيتنام والذين أصبحوا يعيشون حال الظعر دائم وتوتر وقلق لهول مرأة هناك من تعذيب وقتل وتمثيل في الجثث حيث تبين من تلك الدراسات أن هناك منطقة في الدماغ يطلق عليها اسم قرن آمون وهي تلعب دورا حيويا في الذاكرة وتغزين المعلومات قد قام العلماء بتصوير أدماغ هؤلاء الجنود بواسطة الرانين الماناطيسي فتبين أن منطقة قرن آمون لديهم قد تغير حجمها وأصبح صغيرا مقارنة مع الشخص العادي الذي لم يعاني من أي اضطرابات نفسية في حياته هذا يعني أن الخوف المتواصل الذي تعرض له هؤلاء الجنود أدى إلى تغيير بنيت أدماغتهم وبالتالي حالتهم النفسية بشيء من الخيال هل نستطيع قول أن هو الشذى لمشاهدة أفلام الرعب قد ساهم بحدوث تغيرات عكسية لما حدث لهؤلاء الجنود بمنطقة قرن آمون في دماغها فأصبحت بهذه الشجاعة الغريبة كيف أصيب الجنود بالخوف والاكتئاب وقلق بينما ازدادت شجاعة شذى ربما لأنها تشاهد أفلام الرعب وهي تعلم أنها تجلس آمنة في بيتها على عكس الجنود الذين عايشوا رعب الحروب والدماء والأشلاء واقعا لا أعلم إن كان كلامي هذا صحيح طبيا فهذا خارج مجال تخصصي إنني أستخدم فقط خيالي وثقافتي في هذا المجال للإجابة على تلك الأسئلة على كل حال سواء كان استنتاجي صحيحا أم لا تبقش هذا فتاة شجاعة جدا وتثق بنفسها إلى حد لا يصدق والثقة بالنفس هي إحساس الشخص بقيمة نفسه بين من حوله فتترجم هذه الثقة كل حركة من حركاته وتشعله يتصرف بشكل طبيعي دون قلق أو خوف من تقييم الآخرين لتصرفاته عموما لو كانت قصة الشاذة حقيقية فإنني أجزم أنها فتاة صالحة كونها تكبدت كل هذا العناء لتطلب مني إبلاغ الشرطة ولم تقبل أن تنسى الأمر وكأنه لم يكن هل ستقبل لتكون إمرأة صالحة؟ لا أعلم لكني أعلم جيدا أنها تختلف عن كل فتاة قابلتها في حياتي بشجاعتها وجراءتها لقد كانت بحق حالة نادرة جدا عزف على أوطار الكون تحكيها لمار العمر ثمانية عشر عاما عزيزي القارئ قبل أن نبدأ بأحداث هذه القصة دعني أطرح عليك تساؤلا هاما ما الذي يجعلك تصدق أي قصة تسمعها؟ هل ستصدقها إذا كنت تثق في الراوي؟ أم ستصدقها إذ كان عقلك يستوعبها ويراها واقعية وممكنة الحدوث؟ لكن هذا سيقودنا إلى سؤال آخر من الذي يحدد ما هو ممكن الحدوث وما هو غير الممكن؟ من الذي يحدد الواقع والخيال؟ عقلك ومنذ متى كان العقل مقياس للمصداقية؟ فهناك العديد من الاختراعات والاكتشافات العلمية التي لا يصدقها عقل والتي ظنها العالم حتى زمن قريب محدهراء ستقول أن عقلك أفضل المقاييس المتاحة مهما خدعك ومهما كان قاصراً لكن عقلك لن يجيبك على تساؤلات هامة حول واقعك فما هي حقيقة ما تعرف؟ ما هي حقيقة العالم من حولك؟ ما هي حقيقتك أنت؟ لماذا لا تكون أنت جزء من عالم آخر أكبر من عالمك؟ إنها تساؤلات مهمة قد لا تعني لك شيء لكنها ستعني الكثير في قصتنا هذه بدأت أحداث القصة في ساعات الصباح الأولى قبل شروق الشمس بقليل وفي نهاية نوبتي المسائية أتحدث هنا عن شروق الشمس مجازاً لأن الأمطار تهطر منذ ساعات دون توقف والغيوم تملأ الأجواء تماماً مما ساعدني على الاسترخاء أكثر وأكثر كنت أشاهد بعض الإعلانات لأفلام أجنبية على موقع يوتيوب وأستمع إلى صوت الأمطار في الخارج شاعراً بأمان طفولي محبب منتظر انتهاء ساعات العمل والعودة إلى البيت للنوم أمسك بقلمي وأضغطه دون توقف وأرأنته إلى شاشة الكمبيوتر صوت الضغط المستمر على زر قلم لو فعلها أحدهم لسرخت به أن يتوقف لكن الصوت ليس مزعجاً حين يكون صادراً مني ولا أعرف السبب بل كان الأمر ممتعاً في واقع الأمر المشكلة أن أصبعي قد تجمت فجأة وسقط قلم من يدي لشعورياً حين حدث الانفجار لا ليس انفجاراً بالمعنى الحرفي لكنه انفجار قياساً بالسكينة التي كنت أعيشها لحظتها فقد فتح الباب فجأة وبقوة لتدخل فتاة في أسوأ حال رأيته في حياتي كانت حافية القدمين مبللة بالكامل وكأنها قضت اليوم بأكمله تحت الأمطار الغزيرة التي تغطل في الخارج لقد بدت منهارة منكسرة هشة تماماً كطائر جريح لا أعرف القطرات التي تنزل في كل مكان على وجهها إن كانت بقايا الدموع أم مياه الأمطار أم أن الاثنين اختلطوا ببعضهما أنا لم أرى في حياتي إنساناً بهذا الذل والانكسار كان المنظر مخيفاً يشارك بقصود هذا العالم وكأنك ترى طفل صغير يتعرض للعنف أمامك كيف ستشعر حينها؟ كيف ستتصرف؟ الغريب أنها ما أن دخلت مكتبي حتى انهارت تماماً وبدأت تبكي بحرقة وتنتحب وتضع يدي على صدرها وكأنها عجزة عن التنفس إنها ترتدي ثياباً خفيفة في هذا البرد قارس لماذا؟ مهلاً هل ترتدي بجامة نوم؟ أين كانت تلك المسكينة قبل وصولها إلى هنا؟ انعقد لساني تماماً وشلت حركتي بفعل الصدمة قبل أن تدب الحياة في جسدي مرة أخرى لأهرع ملتاعاً ناحيتها وكأنها حبيبتي التي تركتني منذ سنوات وقد عادت إلي أخيراً لم أحتمل أبداً كل هذا الانكسار والضعف أمسكت بيدها يا إلي إنها متجمدة تماماً بفعل البرد ربما لو ضغطت عليها بقوة لتهشمت هذه الفتاة ستصاب بالحمة يجب إسعافها حالاً ذهبت ناحية الهاتف وطلبت رقم غرفة الممرضات ناءً سمعت صوتاً ممرضة على الطرف الآخر حتى سرخت بحدة بطنية وثياب جفة بسرعة بسرعة هناك فتاة في غرفتي بحاجة ماسة إلى ذلك لا يهم من أين تصرفي بسرعة قلتها وأنا أضع السماعة وصل ذهول الممرضة دون شك كوني لم أتحدث مع أحد في المستشفى بهذه الطريقة من قبل فرعت مرة أخرى ناحية الفتاة ثم أمسكت بيدها ورحت أنفخ فيهما محاولاً إشعارها ببعض الدفء فنظرت إلي بهوان وذل دون أن تنطق لأقول لها مطمئناً وقد دمعت عيناي لا عليك يا عزيزتي لا عليك أنت بمأمن الآن ولن يمسك أحد لن لم أكمل عباراتي وكأنها كانت تنتظر أن تسمع كلمات الأتمئنان لتفقد وعيها بين ذراعي من ينقذها أصدق من قول لم أحتمل هذا المنظر أبداً أنا الشاب الذي أحمل كل هذا التقديس للأنثى أنا الشاب الذي لا أحتمل رؤي دمعة في عين فتاة كان هذا يفوق أحتمالي مددت يدي وحاولنا الوصول لعلبة المحارم الورقية وأخذت منها ما يكفي لمسح دمعتها التي انحضرت لاشعورياً ربما يكره بعضنا الإنسان قوي لكن من العسير أن نكره الإنسان الضعيف خاصة لو كان فتاة إنها جميلة جميلة جداً من النادر أن ألتقي بفتاة ملائكية الملامح إن صح التعبير كان هذا ما يدور في ذهني وأنا أنظر إليها فقد الوعي بين الذراعي وقد تحرك شيء في أعماقي بكل تأكيد لو ألتقت لي أحدهم سورة الآن لأصبحت غلافاً رائعاً لرواية رومانسية تبخرت خواطري تلك مع صوت شهقة قوية نظرت نحية عتبة الباب وإذ بمواردتين أحدهما ممسكة بثياب بيضاء وبطانية كانت تنظران للفتاة بعدم فهم أمرتهم دون شرح أو توضيح أن تأتي بسرعة لتخلع عنها ثيابها المبللة وتستبدلانها بالجافة ثم خرجت من الغرفة مباشرة ظللت واقفاً عند باب مكتبي ملتاعاً قرقاً وكأنني الزوج الذي ينتظر ولادة زوجته كما نشاهد في الأفلام العربية القديمة مشكلتي أنني أتعامل مع كل حالة على أنها حياة أو موت وهذا ما يجعلني أموت مرات عديدة في حياتي الدقائق تمر ببطء شديد قبل أن تخرج الممرضتين أخيراً وعينهما تحمل نظرات استفهام لا حصر لها لكني تجاهلتهم تماماً لأدخل الغرفة مرة أخرى وألقي نظر على الفتاة قد أصبحت ترتدي رداء أبيض بسيط للغاية والمتاح في المستشفى لا تزال فاقد الواعي على الأرض قد قامت الممرضتين بوضع بطانية فوقها ووسادة صغيرة تحت رأسها لن أتركها مرقا على الأرض بهذه الطريقة طربت من الممرضتين أن تجلب السرير لأدخال الفتاة إحدى غرف المستشفى بصورة غير رسمية كوني لم أعثر على أي إثبات شخصي لها دقائق قليلة لتحتر أربع ممرضات حملنا الفتاة وهي لا تزال فاقد الوعي ثم قامنا بوضعها على السرير وأخذها للغرفة اتصلت بعدها بالطبيب الباطني المناوب وطربت منه ضرورة الحضور وفحص حالة الفتاة الصحية وقد تم كل شيء بسرعة لحسن الحظ حيث اتضح أن الفتاة تعاني من بدايات الحمى بالفعل لكننا تداركنا الموقف لحسن الحظ إذ حقينت ببعض المضادات الحيوية مع مهدئ يجعلها تنام لساعات إضافية كما قام بعلاج قدميها رقيقتين ألتين جرحت كثيرا مما يوحي أنها كانت تمشي حافية لمسافة طويلة هذه المسكينة بحاجة إلى راحة تامة فقد كان جسدها يعاني إرهاقة جديد كما أكد لي الطبيب الباطني بنفسه والذي أوصى بعدم إزعاجها إلى أن تستيقظ بنفسها استمعت إلى ناصحته وأثرت أن أتركها لتنام ثم طلبت من الممرضة ألا تسمح لأحد في الدخول لغرفة الفتاة دون إذن مباشر مني هناك الكثير لنتحدث عنه الكثير لأعرفه عنه يا إلهي لقد أثرتني هذه الفتاة تماما وسرقت قلبي بضعفها وهوانها مشكلتي أنني أشعر دوما بحاجة ماسة لمن يحتاج إلي نظرت بعدها إلى ساعاتي ووجدت أن نوبتي المسائية قد انتهت منذ حوالي ساعة كنت متعبا بالفعل دعكم من أن وجودي الآن لا هدف منه طرم الفتاة نائمة بعمق وهي عموما لن تستيقظ قبل ثمان ساعات على أقل تقدير بسبب الحقن المهدئة لذا قررت العودة إلى شقتي لأنال قصة من النوم على أن أعود إلى المستشفى حال استيقاظي أريد أن أكون أول منطقة عيناها عليه حين تستيقظ من سباتها خرجت من المستشفى بذهن مشغول مرهى غير مبالي بالأمطار التي لم تتوقف بعد حيث رحت أقود سيارتي في الشوارع التي بدأت تمتلك بالسيارات إلى أن وصلت إلى شقتي بعين نصف نائمة فخرهت الثيابي وارتميت على الفراش لأغرق في سبات عميق فجأة دون سابق انذار وهو ما لم يحدث لي من قبل لكن الإرهاق والأمطار والفتاة و... لا أعلم فقد نمت لحظت الحظ أن ساعتي البيولوجية أيقظتني بعد حوالي ست ساعات لأجد أن الساعة تتجاوز الواحدة ظهرا لا بأس على الإطلاق خاصة وأنني نسيت أن أضبط المنبه ذهبت بعدها لأخذ الحمام الساخن المعتاد وارتديت الثيابي سريعا لأتجه أولا إلى جمعية الشامية حيث اشتريت ساندويتش خفيف رحت ألتهم أثناء الطريق على عجالة الغيوم ما زالت تغطي الأجواء مما منحني شعور رائع بالاسترخاء رغم قلقي الشديد على تلك الفتاة الغامضة وصلت إلى المستشفى أخيلا لا لم أذهب إلى مكتبي فساعات عملي لم تبدأ بعد بل توجهت مباشرة إلى غرفة الفتاة لحسن الحظ لم تستيقظ حتى الآن تنفست السعوداء والتقط تنفصا عميقا ثم دخلت الحمام لأخس الفمي ويدي من بقايا ساندويتش لأأتي بعدها بكرسي وأجلس بجانب الفتاة رحت أتأمل ملامحها بهيام أعشق منظر الفتاة حين تكون نائمة يكون لها سحرا يذيب قلوب أعطى رجال إنها البراءة بعينها صدرها يعلو ويغبط بيدوء ينوم عن السكينة التي تعيشها أثناء نومها لماذا أرتجف؟ أخشى أن أكون قد تحولت إلى مراهق هل أحببتها؟ لا أعرف لكن لو أحببت كل فتاة في ورطة فأنا نفسي في ورطة عموما لا تهم مشاعري الآن المهم أنها بحال أفضل كما تبدو لي سأوقزها دون الاستماع لنصيحة الطبيب الباطني أأمل أن تكون قد نالت كفايتها من الراحة قلت بصوت خافد للغاية وبحنان بالة عزيزتي استيقظي أرجوكي أنت بمأمن الآن لن يمسك أحد استيقظي أرجوكي ظللت أردت هذه الكلمات حتى فتحت الفتاة عينيها ببطء شديد وقالت بصوت ملائكي عذ هل كنت أحلى هل هو كابوس مهلا أين أنا قلت مبتسما بتعاطف شديد محاولة كسب ثقتها لا أعرف من أنت وما تعرضت له حتى أجيب على تساؤلاتك أنت حاليا في مستشفى الطب النفسي وأنا طبيبك المعالج هل تذكرينني تستطيعين الوثوق بي بل وأقسم لك أنني أهلا للثقة وما ستقولينه لي لن يخرج أبدا من هذه الغرفة يبدو أنها تذكرتني إذ ارتخت ملامحها قليلا ثم راحت تتأوه وهي تحاول النهود من مكانها فساعدتها وقمت برفع النصف العلوي من سريرها كي تتمكن من النظر إلي مباشرة سألتها بتعاطف هل أنت جائعة هل تريدين أن تأكلي أو تشرب شيء ردت بخفوت ربما ربما فيما بعد أوامت برأسي متفهما وأنا أسألها باهتمام ما اسمك يا عزيزتي وكأن السؤالي أصابها بالصميم إذ أغرقت عينها بالدموع فجأة وهي تقول لمار لكني لست واثقة من ذلك لمار اسمي نادر جدا إنه يعني ماء الذهب على ما أظن أنت كذلك بالفعل يا عزيزتي لكن غمغمت مستغربة مهلا تقولين أنك لست واثقة من اسمك إن همرت دموعها لتقول بصوت مرتجف لست واثقة من شيء يا دكتور إنني إنني تقيها تماما قلت بقرق هل تعانين من فقدان الذاكرة هل نسيت بعض تفاصيل حياتك ردت وهي تهز رأسها نفي على العكس تماما إنني أتذكر كل شيء لكني لا أعلم إن كان كل ما أتذكره هو الحقيقة لقد بدأت أشك حتى في قوايا العقلية بلغ فضولي مبلغه اللي أقول بلافة أرجوكي أن تشرح لي كل شيء حتى أفهم سأساعدك مهما كان حجم مشكلتك مسحت دموعها بيديها وأرجعت شعرها إلى الوراء ثم نظرت لي نظرة خاوية قبل أن تقول وهي تسرح بعينيها بعيدة لا أعرف من أين أبدأ يا دكتور إنني أعيش فوضى لا أفهمها أشعر وكأنني وكأنني عشت حياتين لفتاتين مختلفتين عزيزي يا قارئ عادة لا يصدق الطبيب النفس قصص غريبة ويظن مباشرة أن صاحبها مصاب بإضطرابات عقلية أما أنا فغالبا ما أفترض العكس من مبدأ كل متهم بريء حتى تثبت إدانته وربما لحظتم هذا من بعض تجاربي السابقة فلن أدين هذه الفتاة لمجرد أن كلامها غريبا غير مألوف لذا حاولت أن أحثها على الحديث وأنا أطلب منها أن تخبرني بقصتها بالتفصيل فوضعت يدي على جبينها وكأنها تسترجع بعض المعلومات الهامة ثم قالت بخفوت شديد أنا أبلغ من العمر ثمانية عشر عاما أعيش حياة طبيعية للغاية مع والدي وشقيقي الذي يصغرني ببضع سنوات ومع جدي وجدتي أيضا إن أسرتنا نموذج للأسرة السعيدة فأبي يحب أمي كثيرا وأمي تعامل جدي وجدتي كوالديها تماما كنت أقول دوما أنني لن أطلب بيتنا هذا أبدا ولن أحتمل فراق أحد منه فكل من يعيش فيه له مكان خاصة جدا في قلبي دمعت عينها مرة أخرى وكأن الأمور لن تعود أبدا كما كانت ثم أكملت لتقول لقد وقعت في حب زميلي في كلية العلوم شاب رائع مجتهد مهذب جدا يحمل طموحا لا ينتهي حيث استمرت علاقتي به شهور قليلة لكن يبدو أنه من المستحيل أن تكون الأمور دوما بهذه الروعة لابد أن تصهر تلك النقطة السوداء على لوحة حياتك البيضاء الجميل فقد اكتشف حبيبي أنه مصاب بسرطان الدم وفي مراحل متأخرة منه ورغم ذلك حاول مقاومة المرض ببسالة يحصد عليها بل كان يعدني بأنه سيبقى معي إلى الأبد وسيعيش من أجلي فقط يا عزيزتي لا كنت لي وأصبت بالسرطان فسأنتزع الخلايا السرطانية من جسدي من أجلك أنت فقط لم أحتمل دموعها التي لا تزال تنهامر دون توقف لأول مرة في حياتي أجد نفسي ضعيفا بهذه الصورة الغريبة ناولتها منديلا من علبة المحارم الورقية بجانب سريرها فأخذته مني ودفنت وجهها فيه للحظة قبل أن تكمل لكن المرض كان أقوى منه رغم كل شيء اتلقيت اتصالا هاتفيا صباح أمس من شقيقته لتخبرني أنه فارق الحياة وقد أقسمت لي أن اسمي كان آخر ما طرع على لسانه وكأنه يعتذر على الوعد الذي قطعه لي بالبقاء معي إلى الأبد ولم يتمكن من الالتزام به لا يمكن التخيل حالة اليأس والقهر والحزن التي مررت بها حينا قد بكيت طوال أمس واستنزفت طاقتي وجهدي في الحزن وأنا أتذكر كيف ذب الحب الوحيد وانتهى قبل أن يبدأ في حين تجلس أمي بجواري تحاول أن تهدأ من روعي وترجوني أن أأكل شيء بعد أن ضللت طوال اليوم على هذا الحال قبل أن تمر الساعات ويتأخر الوقت وأنا جالسة على فراشي أنزر إلى السقف بشروط حزين لتأتي إلي أمي مرة أخرى وتتوسل لي أن أنام على الأقل فامتثلت لها بطريقة آلية قبل أن تقبل جبيني وتحتضني بحنان ثم تطفئ الأنوار على أمل أن أستسلم للنوم لكني زرلت مستيقظة تحت اللحاف وقد تبللت أجزاء كثيرة منه بالدموع أتذكر مكالمتنا الهاتفية أتذكر لحظتنا الجميلة والمستقبل الذي خططنا له معا تتردت تلك الخواطر في ذهني وأنا أغرق عيني شيء فشيء معلن عن انتهاء ليلة موت حبي الوحيد كان من الغريب أن أصاب بالنعاس ربما هو الجوع والحزن والإرهاق الشديد يا إلهي تبدو تلك الحياة بعيدة جدا وكأنها ذكريات مضت عليها سنوات طويلة ولم تحدث في الأمس في حزب كنت أستمع إليها وعلامات التأثر تملأ ملامحي ثم قالت فجأة ببطء شديد وكأنها وصلت لأصعب جزء من قصتها وأقسم لك أن ما سأقوله لك هو تماما ما حدث دكتور محما بدت غرابة قصتي فلتصدقني أرجوك ربطت على كتفها مطمئنا أطلب منها الاستمرار في الحديث لتكمل في لحظة استيقاظي من النوم شعرت بأنني مرهاقة جدا وكأنني لم أنم أصلا وجسدي بدأ لي ضعيفا هشا ثم هذا البرد الشديد لماذا أشعر بالبرد فتحت عيني سريعا بعد أن أحسست أن هناك شيء غير عادي يحدث حولي لأكتشف أنني مستلقية على الأرض في مكان غريب لم أكن على سريري بل ولم أكن في بيتنا أصلا فلا يوجد لدينا هذا الصقف الغريب في البيت كيف وصلت إلى هذا المكان وما هو هذا المكان أصلا ضار بذهني تساؤل سخيف هل فرقت الحياة حزنا على حبيبي؟ لا لا يمكن أن يكون هذا إحساس ميت نهضت من على الأرض بظعر لأكتشف أنني في مكان بدائي تطلب الأمر لحظات إضافية لأستوعب أنه ليس سوى خيمة صغيرة كيف وصلت من فراشي الدافئ في البيت إلى هذه الخيمة؟ أنظر حولي بقلبي يخفق بصوت مسموع أحاول أن أعرف ماذا يحدث لي أين أنا؟ ما الذي حدث بالضب؟ قالت هذا الكلام وهي تحيط نفسها باللحاف وكأنها تطلب المزيد من الدفء والأمان ثم أكملت أمام نظرات الاهتمام التي كنت أرمقها بها أثناء لحظات الضياع تلك سمعت أصوات غريبة تنبعث من الخارج سراخ وضحك جنوني لأفهم سببه فخرجت من الخيمة بخطوات مرتجفة وأثنان تستق من شدة البرد لأفاجأ أنني وصلت مخيم صغير والأمطار تعطل عليه من كل مكان وتلك الأصوات ليست سوى لمجموعة من الشبان الذين يجلسون في خيمة أخرى أكبر حجما فيتحدثون ويمزحون بصوت مرتفع وبكلمات سامجة للغاية هل أذهب إليهم وأطلب مساعدتهم؟ كيف سأشرح لهم سبب وجودي هنا إن كنت أنا نفسي أجهل ما حدث؟ ربما سأطلب منهم فقط أن يسمحوا لي بالاتصال بأسراتي ولكن ماذا سأقول لأبي؟ كيف أفسر له وجودي بثياب النوم في مخيم مع مجموعة من الشبان؟ لا أعلم إنني بلا ثياب لائقة وبلا حذاء وبلا وسيلة نقل وفي وسط الصحراء كما يبدو هناك مخيمات متناثرة على مسافات بعيدة نسبيا التساؤلات تتساقط مع مياه الأمطار لتملأ رأسي كيف وصلت إلى هنا؟ أين أنا تحديدا؟ في النهاية لم أجد بدا من اللجوء إلى هؤلاء الشباب آمل أن أجد فيهم النخوة لمساعدتي فمشيت بخطوات حفية مترددة إلى خيمتهم وجسدي ينطفد بوضوح من شدة البرد والمطر والرعب والذهول مما أمر به اللي أصل أخيرا عند عتبة خيمتهم ومع الأسف لم أنتبه إلى أنهم في حالة غير طبيعية إلا عندما رؤوني أنا لا أعرف رائحة الخمر لكن تلك الرائحة التي ملأت أجواء الخيمة لا يمكن أن تكون لشيء آخر سواه خاصة مع أصواتهم المائعة وضحكتهم الهستيرية التي تكشف لك بوضوح أن الخمر أفقتهم عقولهم تماما عندها فقط أدركت أنني في مئزق آخر جديد وأنا لم أستوعب المئزق الأول بعد إذ فوقفت دحكتهم فجأة ليسود الهدوء المكان سوى من صوت الأمطار جميعهم يحضقون بي ببلها وأنا ما زلت متسمرة في مكاني عند عتبة الخيمة أحاول أن أتنحنح أحاول أن أنطق لأطلو مساعدتهم لكن الخوف جمدني تماما وأنا أرى نظرات أحدهم التي يتطاير منها الشرر أسمعه يتحدث بطريقة مائعة توحي بحالة السكر التي يمر بها وهو يخبر أصدقائه أنني هدية نزلت عليهم مع الأمطار ثم نهت فجأة وهو يصرخ بانتصار ويخبر الجميع بصوت مرتفع بأنه سيبدأ يبدأ بماذا؟ أنت تعرف الجواب بالطبع لا يمكن أن أصف لك شعوري بالتقزز وهو يضع يده على جسدي ويمسكني من ثيابي ليجراني إلى الداخل لكني تدركت الأمر بسرعة ودفعت بكل قواتي لحصن الحظ كان ضعيفا هشا بسبب تأثير الخمر فسقط على الأرض مباشرة لم أنتظر لي أرى ما سيحتفى بعدها بل تركت ساقي للريح ورحت أركض حافية في الصحراء والأمطار تنظر بثيابي الخفيفة من كل ناحية أركض وأركض دون أن أعرف وجهتي التفت خلفي بهلا هل سيطاردونني؟ لا أعتقد أن حالة السكر ستسمح لهم ولا أعتقد أن الخروج بسيارتهم وسط هذه الأمطار حلا متاحا كما يبدو ربما لهذا لم يخرج أحدهم لملاحقة جسدي تجمت تماما من جدة البرد هناك أشياء كثيرة تجرح قدمي الحافية لكن الخوف كان أكبر من الألم انتبحت فجأة بعدها إلى أنوار الشارع التي بيت أراها قريبة نسبيا إلى أن وجدت نفسي أخيرا قريبة من الشارع العام ومن منطقة الدوحة تحديدا أنا أسكن في منطقة الجابرية فكيف نمت هناك لأستيقظ هنا؟ لغز لا أملك له جوابا لكني على الأقل شعرت حينها بشيء من الأمان من هؤلاء الأوغاد فتوقفت قليلا لألتقت أنفاسي ثم بدأت أمشي مرة أخرى على الطريق الساحلي بخطوات لهذا متقطعة والأمطار تغسر ثيابي دون توقف أفكر بأفراد أسرتي كيف سأخبرهم بما جرى وكيف سأصل إليهم أصلا لقد كان كل شيء يدل على أن الوقت متأخر للغاية فالشريط الساحلي بدأ خاليا تماما من السيارات هل أدخل منطقة الدوحة السكنية وأطرق باب إحدى البيوت؟ هل أبحث عن المغفر؟ لا يمكن أن أستمر في المشي إلى بيتنا في منطقة الجابرية المسافة بعيدة جدا كما تعلم إنها المرة الأولى في حياتي التي أشل فيها الخوف تفكيري تماما ويجعلني أبحث عن حلول معظمها متاح فعليا لكني لا ألجأ لأي منها فالصدمة كانت أقوى مما يمكن احتماله أصل لمنطقة السليبخات وما زلت مستمرة في المشي قدمي المتجمدتان تدوسان على أشياء مختلفة بعضها مؤلم فعلا حاصة قطع زجاج مبعثرة أتربة وكل ما قد يجرح قدميك ويصيبك بآلام لا حاصل لها إلى أن فجئت أخينا بعد حوالي ساعتين بأنني أمام مستشفى الطب النفسي فدخلتها مباشرة غير مصدقة أنني وصلت إلى مكان سأعثر فيه على من يساعدني بكل تأكيد ثم مشيت في ممرات المستشفى التي بدت خلية تماما وسببت لي المزيد من الخوف وأنت؟ أنت تعرف ما حدث بعد ذلك؟ كيف سأرد عليها؟ ما تقوله هذه الفتاة مستحيل تماما وغير منطقي؟ سألتها بشك لمار المعذرة لكني بشر ومن أبسط حقوقي أن أطلب تفسير لقصتك التي تتحدى العقل والمنطق كيف تفسرين ذهابك إلى الفراش في بيتك في الجابرية؟ ومن ثم استيقاظك فجأة لتجي لنفسك في السحراء بالقرب من منطقة الدوحة كما تقولين قالت وهي تطرق برأسها يأسا وهل يستطيع أي إنسان تفسير أمرك هذا يا دكتور؟ لو كان هناك تفسير منطقي لما كانت قصتي بهذه الغرابة؟ رضت بصدق لمار عزيزتي إن ما تقولينه مستحيل هناك فجوة ضخمة في أحداث قصتك نظرت إلي بحضن ثم أشرت بكفيها وكأنها لا تملك ما تقوله هذا غريب أنا لم أسمع في حياتي قصة كهذه هل الفتاة مختل عقليا؟ لا لن أحتمل أن يكون تحت هذا الرأس الجميل عقل خاون هل تجذب لسبب ما؟ لا أعلم سألتها عن رقم هاتف بيتها للاتصال بأسرتها على الأقل وإنهاء الأمر بغض النظر عن غرابة قصة فشهقت لمار بعنف وكأنها تذكرت فجأة لتقول بكلمات سريعة يا إلهي أسرتي لقد أنساني ما حدث كل ما يتعلق بأمرهم إنهم يموتون قلقا علي الآن دون شك لا أعرف ما سأقوله لهم أرجوك يا دكتور دهني أتصل بهم قلت بحزم سأتصل أنا أخرجت هاتفي من جيبي واتصلت بالرقم الذي أملتني إياه نظرت إلى ساعاتي لاشعوريا وأنا أستمع إلى الهاتف يرني كانت الساعة تقترب من الثالثة عصرا سيسبب اتصالي هذا مشكلة بل مشاكل عديدة سيطرح الأب تساؤلات كثيرة على لمار أن تجيب عليها وستكون حينها في مئزق حقيقي فهذه القصة لا يصدقها عقل ولو كانت لمار فتاعة بثة فسيكون هذا أغبى عذر تخترق في حياتها عموما الباب مفتوح على مسرعيه لكل الاحتمالات وسنعرف كل شيء الآن صوت رجل يسأل باحترام عن هوية المتصل تنحنحت وقلت بهدوء السيد رد بالإيجاب لا أعرف كيف أخبره بالأمر عرفته بنفسي وأخبرته أنني طبيب من مستشفى الطب النفسي ثم سألته إن كانت لديه ابنة مفقودة فسكت للحظة ليجيب بالنفي هذا غريب سألته مرة أخرى إن كانت لديهم ابنة اسمها لمار فقال بحذر نعم لدي بنت اسمها لمار سألته مستغربا ألم تقول لتهو أنه لا توجد لديكم ابنة مفقودة رد بالمقابل ابنتي ليست مفقودة إنها تجلس معي الآن لماذا تسأل ومن أنت تحديدا هناك أمر غير مفهوم هل تحاول لمار انتحال شخصية فتاة أخرى مثلا لا أعلم قلت بحذر أنني أتصل بك لأن هناك فتاة تجلس الآن بجانبي في المستشفى وتقول أنها ابنتك لمار رد ضحكا مستحيل ابنتي لمار تجلس أمامي في هذه اللحظة تحديدا إنك مخطئ يا دكتور ثم تغيرت نبر الصوت وهو يسألني هل الفتاة الموجودة معك تحاول انتحال شخصية ابنتي سكت طويلا دون أن أعرف كيف أرد عليه ثم تذكرت أمر هام قد يحل هذا اللغز تربت من الأب أن يغلق الخطوة سألتقت صورة للمار إن كان هذا اسمها الحقيقي من هاتفي وأرسلها له عن له يتعرفها فوافق مباشرة وقد تملكه فضول شديد كما يبدو أغلقت الخط والتقطت صورة سريعة للفتاة وهي تسألني باستغراب عما يحدث لكني لم أخبرها بشيء بل أرسلت الصورة مباشرة إلى الأب تطلب هذا لحظات قليلة قبل أن أتصل به مرة أخرى ليقول بذهول شديد أنا لم أرى هذه الفتاة من قبل رغم أنها تشبه ابنتي كثيرا قد تكون مجرد نصابة أو مجنونة أليست في مستشفى الطب النفسي؟ لا أعلم لماذا شعرت بالإهانة حتى أنني سألته بشيء من الحدة إذن كيف تعرف هذه الفتاة رقمك وتصر على أنها ابنتك؟ كنت أتحدث ولمرت حاول أغذي الهاتف من يدي بعد أن فهمت أن المتحدث ينكر معرفته بها تماما لكني سمعت الأب يغمغم لا أعلم أنه أمر غريب بحق عموما أنا أؤكد لك مرة أخرى هذه الفتاة لتتمط لنا بصلة رغم أنها تشبه ابنتي كثيرا كما أخبرتك لا أنكر هذا عندها تخذلت يدي الممسكة بالهاتف فأخذته الفتاة مني وهي تقول باستنكار أبي ما الذي تقوله؟ هذا أنا أنا لمار ابنتك حاول أن يقنعها أنها مخطوة كما يبدو لكنها راحت تبكي وتتساءل عما دهاء وتطلب أن تتحدث مع وردتها ويبدو أنه لم يرتاح كثيرا لهذا الإلحاح إذ أغلق الخط في وجهها فجأة ليتركها حائرة ضائعة تماما فسقط الهاتف من يدها وهي تنزل إلى الأمام مصدومة لقد بدأت تشك في قواها العقلية كما يبدو هذا واضح ما زلت أتساءل هل هي مجرد مصابة انتحرت شخصية ابن ذلك الرجل لسبب الماء؟ لكن لا يمكن أن تتصرف بهذا الغباء وتنتحل شخصية فتاة موجودة حاليا مع أهلها ثم تطلب مني الاتصال بهم والتحدث مع الأب لقد بدأت أشك في كل ما قالته لي أستطيع أن أسلمها للشرطة كوني لا أعرف شيئا عن هويتها لكن أعترف لكم صراحة لم يطوعني قلبي كان جمالها ورقتها طاغين فشعرت أنني أريد البقاء بجانبها لأطول وقت ممكن لذا ارتعيت أن أقوم بهذا الإجراء فيما بعد وأن أمنح نفسي بعض الوقت ربما سأتمكن من كشف حقيقة ما يحدث بنفسي حاولت بعدها لأكثر من ساعة أن أهدئ من روعها وسط نظرات الصدمة والذهول والدموع التي راحت تتساقط من عينيها بلا توقف ثم قررت التصرف بطريقة عملية إذ نهضت من مكاني وتربت من لمار إن كان هذا اسمها بالفعل أن تأخذ حماما ساخنا لتشعر بالانتعاش ووعدتها بأنني سأرسل بمن يشتري لها بعض الثياب على نفقتي الخاصة كما أخبرتها أنها ربما تعاني من فقدان الذاكرة أو اختراط الذكريات في ذهنها مما جعلها تختلق قصة كاملة غير حقيقية وإن كانت مقتنعة تماما بأحداثها أمر كهذا ممكن الحدوث ولا ننسى الاحتمال الأخير القائم وهو أن الفتاة مختلة عقلية نهضت من فراشها وهي تنظر حولها بضياء وتغمغم بكلمات توحي بأنها بدأت هي نفسها تشك بقواها العقلية كما يبدو تماما كحال من يكتشف أن حياته بأكملها ليست كما كان يظنها وتوقفت عند عتبة باب الحمام لتقول بانكسار لقد وعتني أن لا تتخلى عني هل أنت صادق في وعدك؟ هل تستطيع مساعدتي بالفعل؟ فتاة تنظر إليك بهذه الطريقة وتخبرك أنك أملها الوحيد في العالم كيف سترد عليها؟ بالطبع يا عزيزتي أستطيع مساعدتك أستطيع مساعدة كل البشر أومت برأسي متعاطفا فدخلت الحمام أخيرا وتركتني في غرفتها عندها رفعت سماعة الهاتف وطلبت من إحدى الممرضات أن تلتقني في مكتبي بعد قليل لأسلمها بعض المال كي تخرج وتشتري ثيابا تستح للمار ولم أنسى بقشيشا محترما حتى تفعل الممرضة ذلك بضمير وتنطقي ثيابا جيدا بعد حوالي ثلاث ساعات كانت لمار تجلس في غرفتها مرتدية ثيابا لا بأس بها وقد استعادت الكثير من عافيتها لكنها ظلت متوترة قلقة تائها ومسرة بنفس الوقت على قصتها وعلى أنها ابن ذلك الرجل الذي أنكر معرفته بها أما أنا فتركتها قليلا وتوجهت إلى مكتبي كنت أفكر في الجانب الآخر لهذه المشكلة والخاصة به إذ أخشى كثيرا أن ينتبه زملائي أو حتى مدير المستشفى بوجود فتاة في إحدى غرف المستشفى وهي لا تحمل ملف أصلا وليس لديها أي إذبات شخصي فحالاتك هذه يتحتم علي فيها إبلاغ الشرطة مباشرة لذا نستطيع أن نقول أنني كنت أخالف القانون مخالفة صريحة ولو كشفوا الأمر فسأكون في مئزق حقيقي لا أعلم كيف سأخرج منه مهلا ربما يمكنني استغلال علاقتي ببعض الضباط بصورة غير رسمية إذ تربطني علاقات جيدة ببعضهم فهناك تعاون مستمر بين مستشفى الطب النفسي ووزارة الداخلية وأنا لم أطلب من هؤلاء الدباط أي خدمة من قبل سأتصل بأحدهم وأطلب منه أن يستعلم عن لمار لن أخبره بتفاصيل ما حدث حتى لا يتحول الأمر لبلاغ شخصي مما يعني حتمية خروج الفتاة من المستشفى وتوجهها إلى المغفر أمسكت بهاتفي ورحت أبحث في الأرقام إلى أن عثرت على رقم ذلك الضابط فاتصلت به مباشرة لحشت الحظ رد على مكالمتي مرحبا فلقيت عليه تحية سريعة وطلبت منه أن يبحث عن بيانات فتاة تحمل هذا الاسم بعد أن أخذت منها اسمها الثلاثي وأخبرت أن الأمر يتعلق بمشروع زواج فضحك كثيرا وانهمرت علي تبريكات وكلمات المجملة المعتادة ثم وعدني بالاتصار بعد ساعات قليلة ليبلغني بكافة التفاصيل ذهبت بعدها إلى غرفة لمار لأتحدث معها عن كل أمور حياتها محاولا أن أستشف منها ما قد ينير لي الطريق ويكشف لي سرها لم يكن هناك أي جديد لتقوله الفتاة فقدت حبها الوحيد كما علمنا منها فنامت ليلتها في بيتها بمنطقة الجابرية واستيقظت في مكان آخر بعيد تماما وفي قلب المخيمات قريبة من منطقة الدوحة حيث تمكنت من الهرب من مجموعة من الشبان العابثين الذين حاولوا الاعتداء عليها قبل أن تصل إلى المستشفى إنها مقتنعة تماما أن هذا ما حدث لها بالفعل رغم استحالة التفاصيل ولحسن الحظ أن ذلك الضابط التزم بوعده وقد اتصل بي بعد ساعتين تقريبا ليخبرني بكل المعلومات التي أردت معرفتها عن لمار إنها مواطنة عادية جدا سجل لها خالي تماما من أي جرائب وأسوأ ما فعلته في حياتها هو بعض المخالفات المرورية بل وأرسل لي صورة لها عبر الهاتف نظرت إلى الصورة باهتمام شديد يلي من غبي فلمار الموجودة في الصورة هي ابن ذلك الرجل الذي أنكر تماما معرفته بالفتاة الموجودة معي الآن وتدعي أنها هي لمار لكني نسيت ملحظة هامة من الأب تذكرتها للتو حين أخبرني أن الفتاة التي أرسلت له صورتها تشبه ابنته كثيرا لكنها ليست هي إن الفتاتين تتشابهان كثيرا بالفعل هل هما شقيقتان مثلا أين منهما يا ترى هي لمار الحقيقية ولو كان الأمر كذلك فلماذا يتبرأ منها الأب عموما هناك حقيقة واحدة مؤكدة اكتشفتها للتو بعد أن رأيت الشبه الواضح بين الفتاتين الفتاة الموجودة معي الآن ربما تكون صادقة في بعض كلامها لكن الأمر يتطلب المزيد من المعلومات فكرت أن أزور والدها كما تدعي وأعرف منه المزيد من التفاصيل لعلني أكتشف سبب التشابه المريب بين ابنته وهذه الفتاة لا يمكن أن تكون هذه صدفة هناك سر حتما لكن ما هو عزيزي القارئ لن أدخل معك في تفاصيل ما حدث في الأيام الثلاثة التالية إذ لم يستجد فيها شيء سوى أنني ذهبت مع لمار لمقابلة الرجل الذي ادعت أنه والدها حيث وافق مشكور على لقاءنا بل وقابلنا ابنته أيضا فبدت تشابه واضحا بالفعل بين الفتاتين بالشكل وفي بعض التصرفات أيضا الفارق الوحيد أن هناك اختلافا في السن بينهما يصل إلى حوالي سنتين المذهل في الأمر أن لمار الموجودة معي كانت تعرف الكثير عن أفراد تلك العائلة بل وتعرفتهم جميعا حتى أن لقاءها بهم كان مؤثر للغاية فهي تقسم أن هؤلاء هم أهلها بينما أجدهم جميعا مذهولين مصدومين مما يحدث حتى أن والدة لمار الحقيقية قد احتضنت الفتاة بقوة وبكت كثيرا بعد أن شعرت بشفقة شديدة تجاهها تخيل أن يأتي إليك طفل صغير وهو يبكي ويقسم أنك والده في حين أنت تعرف أنه ليس ابنه من المؤكد أنه سيحرك عواطفك كثيرا وستشعر بالأسف نحو المهم أن لقاءنا بالرجل وأسرته لم يقدم لنا كثير سوى زيادة الريبة والشك والذهول والتساؤلات بكل ما يتعلق بهذه القصة وأن هناك لغزا رهيب نجحل تفاصيله ويفوق كثير فكرة أن تكون الفتاة الموجودة معي نصاب أو كاذبة أو حتى تعاني من مرض نفسي محدد دعكم من مشكلتي الشخصية التي زلت تتفاقم وتؤرقني كثيرا فأنا لم أسجل دخول لمار إلى المستشفى بصورة رسمية حتى الآن كما تعلمون وكلما طال بقاؤها هنا بصورة غير رسمية سيصبح موقفي أكثر سوءا أمام إدارة المستشفى لقد مضى على وجودها أربع أيام وهي تشغل واحدة من الغرف دون علم أحد سوى بعض الممرضات التي أثق بهن وسأحميهن دون شك لو كشف الأمر كنت قلقا بالفعل ولا أعرف ما يجب فعله لذا فقد وضعت حد لمخاوفي تلك بعد أن قررت إبلاغ مدير المستشوى وبعد أن وجدت اللغز يكبر ويكبر دون أي بادلة أمل في العثور على إجابات سيوبخني المدير كثيرا لكن أعتقد أن هذا كل ما سيفعله لأنني طبيب مستقيم لم أرتكب أي خطأ من قبل ويعلم الجميع بعطائي وجهدي في عملي أنني أراهن على سمعتي لإنقاذي من هذا المئزق الذي وضعت نفسي فيه نعم لقد قررت الإبلاغ عن الفتاة في اليوم التالي في حزب مانحا نفسي فرصة أخيرة في الساعات القادمة لحل اللغز المحيط بها أأمل أن أكتشف إن كانت كاذبة أو مختلة عقليا أو تحمل وراءها قصة غير مألوفة بالفعل والواقع أنني كنت أمين للاحتمال الثالث خاصة بعد أن التقيت بالرجل الذي ادعت أنه والدها المعذرة يا عزيزتي لقد أقسمت أن أساعدك لكن ما أفعله خطأ كبير ومخالفة صريحة لكل القوانين والأعراف وربما تحقيقات الشرطة ستنهي الأمر في حال أغذ بصمات الفتاة وتمكنوا من كشف هوياتها الحقيقية كنت أردت هذا كلام في نوبتي المسائية قد شعرت بالراحة لقراري والساعة تقترب من الواحدة فجرا وأنا أحاول أن أمنح نفسي فرصة أخيرة للتفكير بتفاصيل هذه القصة لكني لم أجد الوقت لأفكر إذ سمعت فجأة طرقات هدئة جدا على الباب فسمحت للطارق بالدخول متوقعا أنه شخص منه سيطلب استشارة نفسية أو يحمل في جعبته واحدة من تلك القصص الغريبة كما يحدث غالبا في تلك الأوقات لكن عندما فتح الباب وجدت رجلا في منتصف الأربعينات ربما هذا غريب لم يزرني يوم أحد في هذا العمر ليطلب استشارة نفسية في مثل هذا الوقت المتأخر أو ربما جاء طالبا استشارة تخص أحد أبنائه لا أعلم لكن ملامح الرجل ليست عربية كما هو واضح ابتسمت وأن أنظر إليه قبل أن يبتسم بالمقابل ويتحدث بإنجليزية واضحة ليقول مساء الخير يا دكتور أعجبته باللغة الإنجليزية أهلا وسهلا وسألته إن كنت أستطيع تقديم أي مساعدة له فطلب مني أن أسمح له بالجلوس لأن حديثه سيطول على حد قوله أشرت له بيدي أن يجلس ثم رفعت سماعة الهاتف وأنا أسأله إن كان يود أن يشرب شيء لكنه أشار إليه بكف أن أضع السماعة وكأن لا وقت لديه لتلك المجاملات فامتثلت لرغبته ورحت أنظر إليه منتظراً أن يخبرني عن سبب زيارته في هذه الساعة كان يبدو عليه التردد الشديد وكأنه يحمل قصة عسيرة التصديق أرى تلك النظرات كثيراً بأعين المراهقين والشباب من الجنسين لكني لم أراها يوماً في عين رجل يكبرني سناً التفت إلي فجأة قاطعاً تسلسل خواطري ليقول بلكنة أمريكية لا يمكن أن أخطئها ما زلت أفكر بما سأقوله لك وبواقع ما ستسمعه مني فلا أعلم كيف سأقنعك بخصاتي خاصة وأنك طبيب نفسي معتاد على الأرجح إلى الاستماع لقصص غريبة من المختلين عقلياً دون أن تصدق منها حرف بدأ ارتباكه الشديد واضح مما تسبب لي بشيء من الذهول للحق أقولها فإنني أعاني من عقدة الخواجة الشهيرة كما يقول إخوانا المصريون والمقصود بها هي عقدة النقص أمام كل رجل أشقر إنه أمريكي خارق ينتمي إلى دولة خارقة علمياً وتكنولوجياً وثقافياً وإلخ لذا كان من الغريب بالفعل أن يكون هو المرتبك الذي لا يعرف كيف يبدأ الكلام لكن يبدو أنه حسم أمره أخيراً إذ تنهد بعمق وهو يقول حسناً أنت طبيب وهذا بالتبعية يعني أنك شخص على مدى لا بأس به من الثقافة العامة والمفترض أن لا تنكر ما تسمعه فقط لأنه لا يتماشى مع ما تعرفه وسمعت عنه أليس كذلك؟ دعني أسألك أولاً وقبل كل شيء ما هي معلوماتك عن الفيزياء يا دكتور؟ بدأ سؤاله هذا غريباً وعاماً للغاية ما الذي سأقوله له؟ كيف سأجيب؟ لكني أجبت مبتسماً أن الفيزياء هي عبارة عن دراسة الظواهر الطبعية ومحاولة تفسيرها الغريب أنه نظر إلي بشيء من الإعجاب ثم أرضف باهتمام شديد ماذا تعرف عن فكرة الصفر عبر الزمن؟ ابتسمت مستغرباً مرة أخرى لهذا السؤال فمطط شفتي وأن أقول ما يعرفه عامات الناس هل جئت لزيارتي في وقتك هذا لتطرح علي أسئلة متعلقة بالفيزياء والصفر عبر الزمن يا سيدي؟ تجاهل سؤالي تماماً ليقول بغمود دكتور لو نظرت إلى الفضاء الشاسع ورأيت إحدى النجوم التي تبعد عنها بمسافة خمس سنوات ضوئية ماذا ستقول لو أخبرتك أن هذا النجم قد انفجر منذ بضع شهور مثلاً ولم يعد له وجود؟ إذ كنت لا تدرك فكرة الصفر عبر الزمن ومفهوم سرعة الضوء فإنك سترى سؤالي غبياً وستستنكر الأمر تماماً على إعتبار أنك ترى النجم بعينيك مضيئاً لامعاً لكن لو كنت على دراية بفكرة الصفر عبر الزمن فستعلم أن النجم الذي يبعد عنه بمسافة خمس سنوات ضوئية سيصل ضوء إلى الأرض بعد خمس سنوات وهذا يعني أنك لا ترى حاضر النجم بعينك المجردة بل ترى ماضي وكيف كان عليه قبل خمس سنوات هذا في واقع الأمر وبشيء من المرونة هو الصفر عبر الزمن صفر إلى الماضي نظرت إليه بمعنى أن ما يقوله جميل تماماً لكنه لا يعنيني ويبدو أنه فهم نظراتي تلك لذا قرر اختصار الحديث ليقول برجاء يشوباه بعد التواطر أنني هنا من أجل لمار الفتاة التي جاءت المستشفى منذ أيام قليلة كان هذا كافياً لأن طفد بقوة وأسأله بعدائية وضحة كيف؟ كيف عرفت بوجودها؟ قال وهو يحضق بعيني مباشرة لقد أخبرتني المماردات في الخارج بأمر لمار لا تخشى شيء أنني هنا لمساعدتك أرجوك أن تستمع إلي جيداً ستدخل معي في متاهات كثيرة لكنك في النهاية ستفهم يجب فقط أن يتسع نطاق تفكيرك لتصديق ما ستسمعه مني الممرضات العينات كنت دائماً أقف إلى جانبهم وعاملهم بكل احترام كيف يفشينا السر بهذه الطريقة؟ سيكون انتقامي شنيعاً لكن الرجل لم يمنحني فرصة التفكير بهذا الانتقام بل أكمل قائلاً ما أريد أن أقوله لك هو أن لمار ليست من عالمك لا أعرف لماذا شعرت أنه يهين عقلي بل وكدت أرد عليه بسخرية كونه يمارس حيلة غبية لا يمكن أن تنطلع على أحد لكني تداربت نفسي بسرعة وتذكرت أنني آخر من يجب أن يكذب شيء قبل أن يفهم تفاصيله بعد كل ما رأيت في حياتي لذا قلت لراجل بجمود لن أتحمك بالكذب قبل أن أستمع إليك هذه طبيعاتي حتى وإن سخرت مني في أعماقك أكمل من فضلك رد بجدية لم أتوقعها دكتور علمياً وفيزيائياً فإن الصفر عبر الزمن ممكن جداً وإن كان هناك عدد كبير من العلماء يرونه مستحيلاً من ناحية التطبيق خاصة حين يتعلق الأمر بالصفر إلى الماضي والسبب هو استناده من النظرية أطلق عليها اسم نظرية السببية هل سمعت عنها؟ آومت برأسي إيجاباً وأنا أنظر إليه بوجوم فأكمل قائلاً جميل جداً أنت توفر علي كثير من الشرح حسناً هناك أمر تجهله ويجهله معظم الناس فالصفر إلى الماضي ممكن جداً بل وحدث مرات عديدة لهذا أنا ولمار هنا بالمناسبة هذه الفتاة يجب أن تخرج من المستشفى برفقتي إنني الوحيدة الذي أملك حمايتها لأنني أعرف جيداً تفاصيل ما جار لها قلت بعد أي واضحة لمار لم تخرج من المستشفى إلا على جثتي رد بطريقة ودية تماماً لانت معها مرامحي ستسمح لها بالخروج بكامل رضاك بعد أن تسمع قصتي بالكامل دون أن تقاطعني أرجوك استمع إلي أنا هنا لمساعدتك هذه العبارة الأخيرة أنا من أردتها دوماً لمرضاي من الغريب أن يقولها هو لكني عموماً خرست تماماً وطرقته يتحدث ليسألني دكتور كم عدد الأبعاد في هذا العالم؟ أجبت بثقة أربع أبعاد لماذا تسأل؟ وضع إزباه أمامي بانتصار ليقول خطأ هناك نظرية شهيرة يعرفها علماء الفيزياء جيداً ويطلقون عليها اسم نظرية الأبعاد حيث اكتشفوا من خلال دراسات طويلة أن عالمنا هذا يحوي أبعاداً كثيرة وليست أربعة فقط حسناً لم أدرك هذه الحقيقة هزست رأسي موافقاً كون المعلومة قد وصلت ثم سألته إذا كنت تقول بأنك بالفعل سافرت عبر الزمن فلماذا لا يأتي آخرون؟ لماذا لا يأتي أحد غيرك من المستقبل؟ ومعهما يثبت كلامه من تكنولوجيا المستقبل مثلاً من معدات وأجهزة؟ ثم ما علاقة الأبعاد بالسفر عبر الزمن أنا لا أفهم؟ قال باهتمام دون أن يجيب على أسئلتي بصورة مباشرة يجب أن تعلم أولاً أن المرء لا يستطيع السفر إلى الماضي وإلى زمن يوجد فيه كطفل صغير مثلاً هذا مستحيل تماماً فلا يمكن أن تتواجد بمكانين في آن واحد لذا فإن السفر إلى الماضي ممكن فقط إذا عدت إلى زمن يسبق ولادتك لكن ما لا يعرفه أحد هو أنك عندما تسافر إلى الماضي فإنك ستبدأ في بناء خط زمني جديد سيتشكل بدوره في بعد جديد لتبدأ مجريات أحداث البعد بالتغير بسبب وجودك فيه دعني أوضح لك الصورة أكثر لنفترض أن الزمن في حياتك بأكمله هو A إلى B حيث A يمثل حاضرك وB هو مستقبلك وعندما تتمكن من السفر إلى الماضي ستكون حينها قد بدأت بخط زمني جديد إذن يكون مستقبلك حينها B بل سيكون C على سبيل المثال هل فهمتني الآن؟ بدأت أفهم ما يريد قوله بالفعل وبدأ هذا واضحا على ملامحي كما يبدو لذا أكمل بحماس الكثيرون في المستقبل البعيد يسافرون إلى الماضي بعد اختراع آلات زمن بتكنولوجيا مختلفة لكن كل شخص سافر إلى الماضي يكتشف أنه قد قام بتشكيل خط زمني جديد في بعد جديد ستتغير أحداثه تدريجيا عن الخط الزمني الذي جاء منه هكذا تتشكل الأبعاد يا دكتور أي أن الأحداث بين الخطين الزمنيين تزداد تباعدا واختلافا مع الوقت فلا يمضي قرن آخر حتى يصبح كل بعض عبارة عن عالم مختلف تماما عن الآخر بأحداثه السياسية والاقتصادية وتركيباته السكانية لهذا تجد في كل بعض أحداثا تاريخية مختلفة عن البعض الآخر فهناك بعض انتصر فيه هتلر مثلا واخر استمر فيه استعمار بريطانيا لأمريكا بل وقد يكون هناك بعض لم يزعر فيه البشر أصلا إذا كان أحدهم قد سافر إلى الماضي الصحيق قبل ظهور الديناصورات وأحدث تغييرا جذريا فيه فتغير مجرى تاريخ الخط الزمني بأكمله وهكذا رواية متكاملة الجوانب فعلا أنا لم أفهم الفيزياء في حياتي كما فهمتها الآن لذا سألته بصوته يشبه الذهول ولكن كيف يتم بناء خط زمني كامل في بعض جديد بسبب صفر شخص واحد إلى الماضي نحن نتحدث عن أرض أخرى بجميع كائناتها وجبلها وبحارها بل نتحدث عن كون آخر بأكمله يا إلهي إنني أوجه له هذا السؤال وأشعر في قرارة نفسي بأنني أميل لتصديق كلامه رد على سؤالي باهتمام شديد ليقول بل نفس الكون ونفس الأرض التي نعيش عليها ولكن في بعض آخر بذبذبة مختلفة لا نشعر بها كما قلت لك أجبني أولا حتى تفهم أكثر هل تعرف نظرية الأوطار يا دكتور؟ نظرت إليه بجهل فقال مباشرة إنها نظرية فيزيائية شهيرة تقول أن كل ما هو موجود في هذا الكون من أزغر جزء وحتى أكبر مجرى يتكون من عنصر واحد فقط خيوط مهتزة متحركة دقيقة جدا من الطاقة أطلق عليها العلماء اسم أوطار فكما أن وطر الكمان يستطيع أن يعطي تشكيلة كبيرة من النغمات الموسيقية بحسب درجة اهتزازه تعطي أوطار الكون أشكال أخرى مختلفة إذا عرفنا كيف نتحكم بها بعبارة أخرى فإن الكون كله عبارة عن سنفونية عظيمة متمثلة بكل تلك النغمات التي تستطيع أوطار الطاقة إصدارها وعندما تسافر إلى الماضي فإنك تحدث تغيير هائل في هذه الأوطار وتعطي لحنا كونيا جديد هذا اللحن الجديد هو البعض هكذا تتشكل الأبعاد ففي كل مرة يسافر شخص إلى الماضي فإنه يعبث في تلك الأوطار مما يتسبب بتشكيل خط زمني جديد في بعض الجديد كلمة السر هي نظرية الأوطار سألته بغباء تقول أنك عندما تسافر عبر الزمن فإنك تعبث بالأوطار كما تنص تلك النظرية لذا فإنك تحدث نغمة جديدة يتشكل على ضوئها خطا زمنيا في بعض الجديد وتبدأ بعدها الأحداث تتباعد بين الخط الزمني الأصلي الذي جئت أنت منه والخط الذي سنعطاه بصفرك عبر الزمن حسنا كيف تتبين الأحداث ليكون هناك بعد انتصر فيه هتلر وآخر ما زالت فيه بريطانيا تحتل أمريكا وآخر لم يصعر فيه البشر أصلا على حد قولك كيف تتبين الأحداث وتتغير بهذه الصورة الضخمة بين البعدين لمجرد صفر شخص واحد فقط إلى الماضي هذا تأثير بالغ الصغر ويكاد لا يذكر قال مستغربا وكأنها معلومة سهلة يفترض أن أعرفها إنه تأثير الفراشة يا دكتور ألم تسمع عنه؟ بالطبع سمعت عن تلك النظرية كثيرا أومت برأسي إيجابا فقال بانتصار هذه النظرية تفسر كيفية تباعد الأحداث شيء فشيء بعد وصول المسافر إلى الماضي ليبني خطا زمنيا جديد قلت وقد بدأت ليشعوريا أصدق كلامه وأتفاعل معه إذن أنت تقول أنك انتقلت إلى الماضي وانتقالك هذا شكل خطا زمنيا جديدا لكن كيف سافرت عبر الزمن إلى الماضي؟ كيف تمكنت أنت وغيرك من المستقبل من صنع آلة زمن؟ أعلم أن الطاقة التي ستحتاجها ضخمة جدا لا يمكن أبدا الحصول عليها ثم أنك لم تجيبني حين سألتك إن كنت قد جئت بمعدات أو أجهزة تثبت أنك قادم من المستقبل؟ أجاب بسرعة ملوحا بيديه وكأنه ينفي عن نفسه تهمة مهلا 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 أنا لم أقل أنني من المستقبل أنا لست من المستقبل ولم أصنع أي آلة زمن قلت في حيرة إذن ما الذي تريد قوله؟ رد موضحا ما فعلته هو أمر مختلف تماما لقد صنعت جهاز خاص ينقلني بين الأبعاد بين الخطوط الزمنية التي شكلها المسافرون عبر الزمن فانتقلت إلى البعض الذي تعيش أنت فيه الآن هل تفهمني؟ علمك هذا بأكمله ومجرد خط زمني تشكل في بعض جديد بعد أن صافر إليه شخص ما من المستقبل إن الجهاز الذي صنعته يقوم بتفكيك جزيئات جسدي وتغيير ذبذباته ومن ثم نقله بعد ذلك إلى بعدكم هذا حيث عادت جزيئات جسدي لتتشكل وتتجسد فيه من جديد تماما كما يحدث مع أجهزة الفاكس غمغمت باستغراب أنت تتحدث عن الانتقال الآن رد بإعجاب بالضبط لقد استخدمت الانتقال الآن معتمدا على علم يطلق عليه اسم تكوين الأشكال هذا العلم ساعدني كثيرا للعثور على وسيلة لتفكيك ذرات جسدي ومن ثم نقلها عبر جهاز سنعطها بنفسي إلى بعض آخر وهو البعض الذي أتواجد فيه الآن معك أعلم أن الخيال العلمي يتحدث دوما عن الصفر عبر الزمن أو إلى كوكب آخر لكن قل لا يجهلون أن هناك صفر عبر الأبعاد أيضا بل قل لا يعلمون أن هناك أبعاد أخرى على كوكب الأرض أصلا بوهدت تماما لكلامه لكنه أكمل بحزن شديد المشكلة أن الكثيرين حاولوا الانتقال عبر الأبعاد باستخدام الانتقال الآن لكن انتقالهم لم يكن مثاليا لعدم دراياتهم التامة بعلم تكوين الأشكال لهذا كانت تحدث أحيانا أخطاء بيولوجية مؤسفة أثناء تجميع جزيئات الإنسان وتشكلها مرة أخرى قد قرأت أثناء بحث عبر شبكة المعلومات في هذا البعض عن ما حدث في قرية انتقع في مقاطع بريطانية حيث شهدت تلك القرية في القرن الثاني عشر ظاهرة غريبة لم يفهمها أحد إن ذاك حين خرج من أحد الكهوف القريبة طفلان ذو بشرة خضراء بشكل غريب وملحوظ أمام مرأة عدد كبير من الفلاحين لقد كان هذان الطفلان نتاج تجربة فاشلة قام بها أحد العلماء حين نقلهم إلى هذا البعض إذ لم تتجمع جزيئاتهم مرة أخرى كما يجب مع الأسف فمات الولد سريعا بعد وصوله ببضعة أيام وماتت الطفلة بعدها بسنوات قليلة استمعت إليه بذهول غير مصدق أنه يعرف هذه القصة لقد قرأت عنها أثناء تعلقي بكتب عالم ما وراء الطبيعة في فترة مراهقتي وهو يعيدها إلى ذاكرتي يا إلهي هذا الرجل على وشك إعطائي قصة محكمة بالفعل مهلا تذكرت أمرا هام سألته وعلامات التفكير بادية على ملامحي من هذا الوغد الذي يخاطر بحياة طفلين بريئين ليسافر معه إلى بعض مختلف بل ولماذا خاطرت أنت بحياة فتاة بريئة لا دخل لها بتجاربك وجلبتها معك أسعته كثيرا اقتناعي التام بقصته بالطبع يا صديقي فما رأيته في حياتي يجعل عقليتي مختلفة تماما عن أي إنسان آخر المهم أنه قال بسرعة وكأنه ينفي عن نفسه طهمة خطيرة أنا لم أتعمد أخذ لمار معي فأنا كنت مقيم في الكويت كويت أخرى موجودة في بعض آخر كوني أحتاج إلى كمية ضخمة من الطاقة الشمسية التي تغذي جهازي طاقة كهذه لا أحصل عليها إلا من خلال بلد مشمس طوار العام لهذا اخترت الكويت الموجودة في بعضي وقد كنت أقطن في البيت المجاور لبيت لمار فوصل إليها تأثير الجهاز ونقلها معي كونها كانت على مسافة قريبة فطريقة عمل جهازي تتمثل بصنع مجال كبير من الطاقة تتفكك فيه جزيئات جسدي ومن ثم يتم نقلها إلى بعض جديد كما أخبرتك المشكلة أن الجهاز العصبي للمار والذي يحوي كمية محدودة من الكهرباء كحال جميع الكائنات الحية عمل كإشارة استقبال وتأثر بمجال الطاقة الذي صنعه جهازي لتنتقل معي دون علم مني تماما كما يؤثر جهاز إرسال الإنترنت على نطاق محدود أما بخصوص الطفلين الأخضرين فيبدو أنهم قد انتقل دون قصد تماما كما حدث مع لمار مطدت شفتي وأنا أسأله لكن لماذا لمار تحديدا هي التي انتقلت معك وليس أفراد أسرتها مثلا كونهم كانوا جيرانك وفي نفس محيط نطاق الطاقة الذي صنعه جهازك كما تقول قال بذهول حقيقي وكأنه تذكر حقيقة ما لم أعرف إجابة هذا السؤال إلى ليلة أمس فقط لقد تأثرت لمار فقط بحقل الطاقة الذي صنعه جهازي لأنها كانت على وشك الموت لحظة انتقالي إلى بعضكم نظرت إليه بغباء دون أن أفهم فأكمل باهتمام شديد نعم يا دكتور لقد كانت لمار ترفز أنفاسها الأخيرة لحظة انتقالي إلى هذا البعض أعتقد أن تأثير جهازي يتفاعل مع الكهرباء التي تنبعث من الجهاز العصبي لجميع الكائنات الحية القريبة منه والتي تكون على وشك الموت هذا ما أكدته حساباتي لقد كانت لمار على وشك الموت حينها وهذا ما جعل الكهرباء المنبعث من جهازها العصبي متجانسة لسبب لا أفهمه مع حقل الطاقة الذي صنعه جهازي فانتقرت المسكينة معي هل يعقل هذا؟ هل كانت لمار تلفز أنفاسها الأخيرة كما يقول؟ ربما فالحزن الشديد الذي مرت به ليلة موت حبيبها قد يكون أصابها بنزيف داخلي أمر كهذا وارد جدا بل وقد يحدث أيضا في حالة الفرح الشديد سألته مرة أخرى ولكن أنت لم تكن على وشك الموت ومع ذلك انتقلت إلى بعدنا هذا كيف؟ أجاب موضحا لقد كنت أنا في قلب حقل الطاقة الذي صنعه جهازي فتفككت جزيئات جسدي لأن تقل إلى بعدكم بصورة اعتيادي أما لمار فكانت على مسافة بعيدة نسبيا وعلى حدود حقل الطاقة هذا هناك فارقة وكما ذكرت لك الأمر يشبه جهاز إرسال موجات الإنترنت التي تضعف قواتها تدريجيا كلما ابتعدت عنها ويبدو أن قوة الحدود الخارجية لحقل الطاقة الذي صنعه جهازي تناسبت فيزيائيا وبصورة لأفهمها مع كل من هم في نطاقه وكانوا على وشك الموت ولم يكن هناك أحد على وشك الموت لحظتها سولمار فانتقلت معي سكت قليلا ثم قال بغموض ألم تسأل نفسك يا دكتور لماذا تكتشف أنواع جديدة من الكائنات الحية بين الحين والآخر؟ إنها في الواقع كائنات قادمة من أبعاد أخرى فقد كانت على وشك الموت وتصادف وجودها على بعد مسافة قريبة من أشخاص انتقلوا عبر الأبعاد فانتقلت تلك الكائنات معهم دون قصد أدرك جيدا أن كلامي هذا لا يشرح لك لماذا عاد الذين كانوا على وشك الموت إلى الحياة مرة أخرى كما حدث للمار ولغيرها حال انتقالهم للبعد الجديد فهذا لغز لا أعرف له حلا حتى الآن ربما يتعرضون أثناء عملية الانتقال غير المقصود إلى صدمة فيزيائية إنصاح التعبير أنعشت جهازهم العصبي وأعادتهم إلى الحياة أثناء وصولهم لبعد جديد تماما كما يحدث عندما نصعق الميت بالكهرباء ليعود قلبه إلى العمل هذه القصة غريبة لا إنها ليست غريبة بل لها طابع ومذاق لا أستطيع أن أصف أو أستوعبه للوهلة الأولى عوالم مختلفة كل منها يقع في بعض مختلف لكن جميعها على كوكب الأرض وكل من هذه العوالم تتشكل بسبب صفر أحدهم عبر الزمن إلى الماضي مما تسبب بالتبعية ببناء خط زمني جديد وأمام استغرابي الذي لم يتوقف سألته للمرة الأخيرة لماذا تفعلون هذا؟ لماذا تنتقلون عبر الأبعاد أصلا؟ قال بشيء من الحزن في البداية كان الصفر عبر الزمن إلى الماضي محاولة من البعض لتغيير أحداثه ثم استوعب كل مسافر أنه في واقع الأمر يصنع خطا زمنيا جديدا يكون بعضا جديد من هنا جاءت فكرة الصفر عبر الأبعاد والتي يمارسها الكثير من العلماء دون علم عامة الناس بالنسبة لي فقد تنقلت بين الأبعاد كثيرا إلى أن قررت الاستقرار في هذا البعض تحديدا لقد كنت أبحث عن واقع أجمل من واقع عالمي فالبعض الذي ولدت فيه وأتيت منه تدور فيه حرب أهلية طاحنة في الولايات المتحدة الأمريكية منذ مدة طويلة أما هنا فالأمر مختلف تماما كما تعلم وهذا ما جعلني أقرر أن أعيش في هذا البعض الذي انتقلت إليه منذ أربع أيام فقط إنه أفضل العوالم بالنسبة لي قلت مغمغما لكن هذا الانتقال المستمر من بعض الآخر سيسبب لك تداخلات في الأحداث قد تصيبك بالجنون أي الأبعاد تلك هو العالم الأصلي تنهد وهو يقول لا أحد يعلم بل ولا أحد يعلم عدد الأبعاد أصلا هناك العشرات منها وفي كل بعض تجد العالم فيه مختلف تماما شخص واحد يعود إلى الماضي فيصنع خطا زمنيا جديدا فيه بعض جديد تحدث فيه تغيرات هائلة تشرحها لنا نظرية تأثير الفراشة فتتباعد أحداث الزمن الذي جاء منه مع الخط الزمني الجديد الذي قام ببنائه ليصبح كل عام ذي واقع مختلف عن العوالم الأخرى مع مرور السنوات سألته باهتمام وكيف حالك كويت في البعد الذي ولدت فيه قبل بداية تنقلك عبر الأبعاد سؤالي يبدو ساخرا سخيفا لكنه أجاب بصدق أفضل حالا أفضل حالا بكثير كنت أشعر أنني على وشك أن أقضي أياما مع هذا الرجل لأفهم منه المزيد من التفاصيل هناك أمور كثيرة أحتاج إلى فهمها لذا حاولت استغلال الوقت لأطرح أكبر عدد من الأسئلة وحسنا هناك نقطة هامة جدا لم أفهمها كيف يحدث أن تتواجد لمار هنا في المستشفى في حين الرجل الذي ادعت أنه والدها لديه ابن أخرى اسمها لمار أيضا وتشبه كثيرا تلك الموجودة في المستشفى لكنها تجبرها بعامين أجاب متسما الأمر معقد قليلا حسنا دعني أشرح لك بهذا المثال البسيط هناك شخص من المستقبل البعيد سافر إلى الماضي وإلى عام 1980 تحديدا فقام بالتبعية بتشكيل خط زمني جديد في بعد جديد هو الذي ولدت فيه لمار الموجودة في المستشفى الآن وهناك شخص آخر سافر إلى الماضي وإلى عام 1978 حيث قام هو الآخر بتشكيل خط زمني جديد وبعد جديد هو الذي ولدت فيه لمار الأخرى لقد أصبح لدينا هنا خطان زمنيان في بعضين مختلفين كما ترى لكن الفارق الزمني بينهما بسيط للغاية لذا فإن الاختلافات بين البعضين ليست كبيرة حتى الآن كونها بدأت منذ أقل من 35 عام لكن مع مرور السنوات والقرون ستتباعد أحداث كل بعض عن الآخر تدريجيا تماما كما تخبرنا نظرية تأثير الفراشة الشهيرة فوالدة لمار الموجودة في المستشفى الآن والتي جاءت معي من بعض آخر أنجبتها عام 1993 مثلا أما والدتها في هذا البعض فقد أنجبتها عام 1991 هناك اختلافات جينية طفيفة وظروف مختلفة تحدث بين ولادة وأخرى لذا ستتشابه الفتاتين كثيرا لكن ليس إلى درجة التطابق فنحن لا نتحدث عن الاستنساخ هنا ولو أن والدة لمار في هذا البعض قد تزوجت من رجل آخر مثلا لماذا تشابهت الفتاتين إلى هذه الدرجة؟ حسنا هذا الكلام سيصيبني بالصداع كنت أظن أن فكرة الصفر عبر الزمن معقدة لكن اتضح الآن أنها تصلح كقصص أطفال مقارنة مع الصفر عبر الأبعاد حاولت أن أفهم أكثر فسألت الرجل الذي لم أعرف اسمه بعد لكن كيف تختار موقع انتقالك؟ ما الذي يمنع أن تكون في الكويت وتنتقل لبعض آخر؟ فتجد نفسك في هولندا مثلا ثم كيف عرفت أن لمار في مستشفى الطب النفسي أصلا؟ أجاب مباشرة المشكلة أنني لا أستطيع تحديد أو اختيار مكان وصولي في البعض الذي سأنتقل إليه لكن عموما فإن جهازي ينقلني إلى البعض الجديد وبمسافة قريبة نسبيا من النقطة التي سافرت منها في بعض الأصلي لقد انتقلت إلى هذا البعض لأجد نفسي في منطقة اليارموك وتفاجأت من قراءات جهازي أن هناك شخص آخر انتقل معي ولكن تجسد في منطقة الدوحة إن خريطة العالم لا تتغير كثيرا بين الأبعاد إلا في تلك التي سافر فيها أحدهم إلى الماضي الصحيق وأحدث تغييرا جذريا في تاريخ الخط الزمني أما الأبعاد التي انتقلت إليها لم أجد فيها تغيرات بيئية ومناخية ضخمة ربما لأن من صنعوا تلك الخطوط الزمنية لم يسافروا إلى الماضي البعيد بل إلى خمسين عام ماضت مثلا أو أكثر قليل ففي كل بعض انتقلت إليه قاست دوما الكويت وبريطانيا وأستراليا إلخ أما عن كيفية معرفتي بوجود لمار في المستشفى فقد ذهبت إلى نقطة تجسدها في منطقة الدوحة كما أشار جهازي وظللت أجول المنطقة لبضعة أيام لم أتوقف فيها إلا للراحة المشكلة أنني لم أكن أعلم إن كان من انتقل معي إلى هذا البعض رجل أم امرأة أو حتى كائن حي آخر لكني كنت مسرا على التأكد من هوياته والعثور عليه ربما بسبب تأنيب الضمير كونه وجد نفسه في واقع آخر لا يعرفه سيجعله يشك حتى في قواه العقلية في النهاية تذكرت أن مستشفى الطب النفسي ليس بعيدا عن منطقة الدوحة وبإمكان من انتقل معي أن يصل إليه بعد ساعات قليلة من المشي هذا ما قدني إلى المستشفى فسألت الممرضات عند وصولي إن كان هناك شخص مريب قد جار المستشفى في الأيام الأربعة الماضية لتخبرني أحدها عن وجود فتاة في سن المراقة وصلت إلى المستشفى في ظروف غريبة جدا منذ أيام قليلة لكنها سكتت فجأة وكأنها تذكرت أنه ليس من المفترض أن تقول شيء كهذا وأمام الحاحي طلبت مني زيارة غرفتك والتحدث إليك سألته بحد غير مقصودة أين هو جهازك هذا الذي ينقلق عبر الأبعاد؟ أخرج من جيبه جهاز صغير لم أرى مثله في حياتي جهاز بحجم الهاتف لكنه شفاف وأحوي نقاط زرقاء وخضراء وكأنه من عالم آخر أو فلنقل من بعض آخر ليقول بعدها الرجل وعيناي تحضقان في هذا الجهاز بإتمام دكتور أستطيع أن أعيش في هذا البعد بعد أن قررت الاستقرار فيه إلى الأبد كونه أفضل الأبعاد بالنسبة لي كما أخبرتك إنني على قدر لا بأس به من الثراء وأنتقل بين الأبعاد بعد أن اشتريت بكل أموالي قطع من الألماظ أخبقتها في جيبي كونها أسهل نقلا وأعتقد أيضا أنني أستطيع أن أهتم بأمر اللمار فلن يفهم هذه الفتاة سواي لأنني من عالمها ومصطحتها أن تأتي معي هل تستطيع أن تخرجها من المستشفى؟ غمغمت قائلا أنني لم أسجل دخولها للمستشفى أصلا حتى الآن ولا يعلم أحد وجودها هنا سواي مع بعض الممرضات التي أثق بهم تنفس السعوداء وهو يقول هذا رائع رائع أرجوك دعا تخرج معي إن كنت تريد مصلحتها سأهتم بها كثيرا سأتمكن من استخراج هوية لها في الولايات المتحدة وجدت نفسي لاشعوريا أمسك بسماعة هاتفي وأطلب رقما داخليا لحظات قبل أن ترد الممرضة على الطرف الآخر ليقول لها بلهجة أميرة أن تأتي بلمار فورا وأثناء ذلك سألت الرجل وما زال عقلي تحت تأثير الصدمة ماذا عن الصفر إلى المستقبل؟ هل يحدث نفس التأثير؟ هل يتشكل بسبب خط زمني جديد في بعض جديد؟ رد ببساطة الصفر إلى المستقبل لا يعبث بقوانين الفيزياء كما يفعل الصفر إلى الماضي لذا من السهل أن أسافر إلى المستقبل لكن الصفر إلى الماضي هو المشكلة هو الذي تتشكل بسبب خطوط زمنية أخرى في أبعاد جديدة وعموما فأنا لم أسافر عبر الزمن من قبل سواء للماضي أو المستقبل فلا أعلم الكثير عن ذلك إن الانتقال عبر الأبعاد أسهل نسبيا من الصفر عبر الزمن لإعتبارات فيزيائية كثيرة تنهت بعمق وأنا أقول لا أعلم إن كانت لمار ستصدقك لكن يبدو أن لا خيال لديها سوى هذه القصة فهي تفسل لنا كل شيء سكت دون أن يرد لحظات قريلة من الصمت غرق فيها عقلي في تساؤلات لا تنتهي حيث شعرت برغبة عارمة في الهروب من واقعي لأبحث عن واقع أفضل كما فعل هذا الرجل لكني تراجعت في اللحظة الأخيرة مع الأسف ولا أعرف لماذا ثم دحل الملاك غرفتي فجأة عني لمار طبعا فطلبت منها الجلوس والاستماع إلى كلام الأمريكي جيدا مع ترجمتي المستمرة لكل ما يصعب عليها فهمه وقد تطلب الأمر بتاع ساعات لتوضيح ما حدث لها وسط استنكرها شديد في البداية ثم ذهولها قبل أن تقتنع أخيرا بعد أن وجدت أن هذا التفسير يحمل إجابات واضحة لكل ما مرت به لترتف بعدها باهتمام وكأنها تتذاكر شيء قبل أن أخلد إلى النوم في تلك الليلة شعرت بشيء ما يتغير في جسدي شيء لم أتمكن من قياسه أو معرفته وكأنني أتجه إلى نوم عميق لا قرار له يبدو أن هذا شعور من يقترب من الموت أتذكر أيضا عندما أفقت فجأة في ذلك المخيم كنت جائعة جدا مرهقة جدا لكني تناسيت تلك المشاعر مع الخوف والذهول الذين سيطر علي حينها قال الأمريكي مباشرة ما شعرت به هو بسبب تفكيك جزيئات جسدك ومن ثم انتقالك إلى بعض آخر إنه شعور طبيعي ينتبني أنا أيضا أثناء الانتقال بين الأبعاد لقد كنت تموتين قبلها بلحظات وعلى وشك أن تلفظي أنفاسك الأخيرة لسبب أشهاله لكن جهازي أنقذ حياتك دون قصد قلت بعدها في جدية لماري لا أستطيع أن أتركك في المستشفى إلى الأبد كما أن هذا الرجل يستطيع مساعدتك إنه يبدو لي جديرا بالثقة ستذهبين معه وسيهتم لأمرك أعتقد أنك كنت على وشك الإصابة بنزيد داخلي كما يبدو وهو ما يحدث أحيانا جراء الحزن الشديد أو الفرحة الشديدة وهذا أمر مفهوم تماما فقد كنت تعيشين لحظات حزينة جدا بسبب وفاة الشاب الذي أحببته لكن ذاك الجهاز نقلك إلى هذا البعض وأنقذ حياتك دون أن نعرف كيفية حدوث ذلك بصورة دقيقة هزت رأسها إيجابا بعدا استوعبت الفكرة بأكملها ثم سألتنا فجأة وباهتمام هل سأعود إلى عائلتي؟ لقد فتني أن أطرح هذا السؤال على الأمريكي لكنه قال بأسد شديد المعذرة يا صغيرتي لا نستطيع أبدا العودة إلى نفس البعض مرة أخرى لم أتوصل لكيفية عمل ذلك حتى الآن كل بعض أغادره يعجز جهازي عن إعادتي إلي شحب وجهها للحظة ثم أغرقت عيناها بالدموع لتدفن وجهها بين راحتي يديها وتغرق في بكاء يمزق القلب فسكتنا طويلا لرهبة الموقف قبل أن يقول الأمريكي متعاطفا لا شك أن أفراد أسرتك قد استيقظوا من النوم في اليوم التالي ولم يعثروا عليك سيبحثون عنك طويلا دون جدوى لكن هم على كل حال كانوا سيعثرون عليك ميتة في فراشك لو لم تنتقلي معي دون قصد على الأقل أنت لا تزالين على قيد الحياة هنا نظرت إليه بجمود لحظات ثم مسحت دموعها لتنهض من مكانها وتتجه إلي بوجه شاحب حزين صفحتني وهي تشكرني بانكسار على ما فعلت من أجلها ثم صفحت ذلك الأمريكي وألقت عليه ذاك كلمات الشكر والإمتنان لتقول بعدها بمصدومة أنا أنا لا أعرف أحدا هنا غيركم لا أملك سوء أن أستمع إليكم ابتسمت لها بتعاطف شديد لينهض الأمريكي وهو يشكرني بدوره بحرارة قبل أن يخرج من غرفتي ومن حياتي بأكملها هكذا بكل بساطة تأتي فتاة مجهولة للمستشفى وتجعلني أدور معها في دوامة من الألغاز لبضعة أيام قبل أن يدخل مكتبي رجل أجنبي لم أراه في حياتي ليغبرني بقصة مثلة لا تصدق غيرت نظرتي للكون بأكمله ثم يخرج مغادرا معها وكأن شيئا لم يكن هذا يعيدني إلى السؤال الذي طرحته في مذكراتي السابقة هل أنا الطبيب النفسي الوحيد الذي يمر بقصص كهذه أم أن زملاء المهنة يمرون بقصص أشد غرابة لكنهم لا يفسحون عنها أبدا سؤال سيزل معلقا إلى الأبد كما يبدو خاصة وأن مهنة الطب النفسي تحتم عدم كشف أسرار المرضى كما قلت مرارا وضعت رأسي على مكتبي أفكر في كل هذه الغرائب التي رأيتها في عملي أفكر إن كنت سأرى المزيد وأسرد لكم أجزاء أخرى من مذكراتي هذه أم لا إنني غارق باستمرار في بئر عميق من التساؤلات التي لا تنتهي عن حقيقة هذا العالم عن حقيقة الكون بأكمله فكلما أعرف أكثر كلما أكتشف قلة ما أعرفه في تناقض مستمر لا يتوقف أشعر أحيانا أن الشيء الوحيد الذي أنقذ الأرض حتى الآن من الضمار الشامل هو إدراك الإنسان أنه لا يوجد مكان آخر يلجأ إلي لكن قد يتغير الأمر فما الذي يمنع أي حاقد من أن يدمر بعض بأكمله وينتقل هو إلى بعض آخر ليبدأ به من جديد أمر كهذا بات ممكن خاصة بعدما عرفت في تجربتي هذه وبعد كل ما قاله لي ذلك الأمريكي عن انتقاله عبر الأبعاد لقد تعلمت منه سرا هائلا ومفهوم جديد كنت أجهله مفهوم نظرية الأوطار تلك الأوطار الدقيقة التي يتشكل منها الكون والتي يتلاعب فيها البشر فيسمعون أبعادا أخرى من خلال سفرهم عبر الزمن إلى الماضي أبعادا تحوي عوالم مختلفة متداخلة ببعضها لكنها منفصلة في نفس الوقت كما عرفنا من هذه القصة الغريبة وكما شبه ذلك الأمريكي الأمر بالأصابع التي تعزف على أوطار الكمان لتمنحنا لحنا مختلفا في كل مرة لكن العسف هنا يختلف تماما لأنه يتم على قيثارة كونية وعلى أوطار الكون تمت